اشتركوا في القناة في القرى المصرية طبعا ديين من اكبر الاندال موجودة في مصر والوطن العربي وايضا افريقيا قمة بينتظرها الكثير والكثير اول مباراة في موسم 2018 2019 ما بين الفريقين وطبعا القمة بيكون لها تقوص خاصة جدا ويعني مناخ خاص بيها وطابع خاص بيها القمة بين الاهلي والزمالك طبعا يعني القمة دايما بيكون فيها الكثير والكثير مباراة القمة هتشهد النهاردة اول مواجهة ما بين المدربين الكبار جدا المستر مارتن لصورتي على الاورجو عياني ومستر كريستيان بروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك كل واحد من الاثنين مدربين عندهم الفكر الخاص بيهم كل واحد عايز يفوز بيه الثلاث نقاط طبعا نتمنى فوز النادي الاهلي لكن مش معنا فوز اي من الفريقين ان الدوري اتحسن للصماء السبع لقاءات بواحد وعشرين نقطة دوري جديد وحسابات جديدة ويعني كل حاجة وردة مباراة زي اي مباراة لكن طبعا بما ان المباراة هي قمة وبالتالي هو ده الطابع الخاص طبعا هنفتقد الجمهور كتير جدا جدا اللي كان دايما موجود فيه لقاءات القمة واللي كان دايما بيدي حماس وروح للعيبة بنشوف شاحن بقالنا فترة لكن ده ملوش مكان ما بين اللعيبة الكبار ملوش مكان ما بين الاتنين الاندية الكبار جدا جدا يعني بتكلم في كيان كبير جدا سواء اهلي او زمالك مش معنى ان هي قمة يعني مش هنشوف روح رياضية لا هنشوف روح رياضي وهنشوف سلوكيات وهنشوف اخلاقيات وهنشوف شكل حضاري مش بس احنا اللي هنتفرج على المطش العالم كله بيتفرج وبيتابع المباراة زي ما قلت لحضاراتكم غياب الجمهور لن يؤثر على متابعة القمة القمة يعني دايما متعودين عليها من ايام النجوم الكبار جدا في عالم كرة القدم من الاهليا ومن الزمالك من ايام توتو والضزوي وصالح سليم وطه اسماعيل ومحمود الخطيب طيب ماشي تعالوا نروح بسرعة للمراسل يعني العزيز والزميل العزيز كريم احمد من برج العرب علشان نعرف معاه اخر الاجواء والتطورات اللي موجودة معاه قبل انطلاق المباراة بساعاته نعرف ايه الجديد تفضل يا كريم اقولنا ايه الجديد اللي عندك برحب بك يا زميلي عمر وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور للنادي الاهلي عايز ابدأ معك في البداية ان شاء الله بإذن الله بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة اليوم ثلاث نقاط يكونوا من نصبنا الأداء وشخصية النادي الاهلي وروح الفنالة الحامرة تظهر بشكل قوي جدا في هذه المباراة جدول الدوري وترتيب الفريقين مباراة لها حسابات كثيرة جدا يمكن المناخ اللي انت اتكلمت علينا هتكلم عليه هنا في الاسكندرية بس في شكل مختلف يا عمر المناخ هنا صعب جدا يمكن امطار كثيرة جدا من بداية اليوم ساعة ثلاثة يمكن الليل امس كان الامطار متواصلة حتى صباح اليوم يعني فيه فترات متقطعة جدا بيكون فيها الامطار متوقفة لكن بشكل عام الجو صعب جدا في الاسكندرية ملعب المباراة بالتأكيد ممكن فيه بعض الصور ممكن بتتوافد علينا وبالجنة لكن بعض الصور المتواجدة لا فيه مياه كتير جدا متواجدة فيه الملعب انت عارف ان ارضية الملعب يعني مستهلكة بشكل كبير بغض النظر ان يكون فيه امطار مع الامطار الامرة هيبقى صعب جدا معلومات ايضا بالجنة كمان عن لا نية في تأجيل المباراة وايضا في نفس الوقت ان مين المحتمل مع سقوط الامطار الشديدة جدا لكن بالشكل اللي احنا بنشوفه حتى هذه اللحظة يمكن الساعة دلوقتي عمر ممكن واحدة وربع ولسه الامطار المتساقطة في اللحظات اللي انا بكلمك فيها لا يمكن ما فيش امطار لكن كل نص ساعة كل ربع ساعة بيكون فيه يمكن هطول امطار بشكل كبير جدا على الاسكندرية وبالتحديد برج العرب لكن بشكل عام اعايز ارجع معاك لفريق النادي الاهلي ومدى الاستعداد والجهزية والحالة المعنوية الكبيرة ليه فريق النادي الاهلي والتركيز الشديد في هذه المباراة مستر رمار تلاسارتي مدير الفاني الفريق النادي الاهلي الكابتن سيد عبدالحفيز خلال ال48 ساعة على المتوجدين هنا في الاسكندرية دور كبير جدا ويمكن الجانب النفسي كان ليه تأثير كبير جدا مع اللعبين بجانب كمان من خلال توجودنا في فندق الاقامة يمكن بنشوف احمد فاتح مع وليد ازارو فيه جلسة مغلقة رمضان وصبح مع حسين الشحاد فيه جلسة مغلقة يمكن صنائيات وربعيات مع اللعبين من الواضح ان فيه تحفيز وفيه تركيز اهمية المباراة عمر هدية المرة يمكن مهمة جدا لجمهور النادي الاهلي ومهمة ايضا كمان للعاب النادي الاهلي في بطولة الدوري العام لان المرحلة صعبة ومرحلة يمكن دقيقة جدا فيها تلاحم كبير للمباريات النادي الاهلي شارك في اكثر من بطولة نادي الاهلي عنده مباراة الاتحاد السكندري هنا في الاسكندرية ومنها مباشرة الى ساندونز ويعودة كمان في مباريات عديدة لكن بأكد على كلامك مباراة اليوم ان شاء الله النادي الاهلي يفوز ولكن ليس هي نهاية المطاف وليس سيحدد بها بطل الدوري العام لكن هتختلف بشكل كبير هتفرق معنويا مع فريق النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي وبلغة الكور النادي الاهلي مجرد تصدره الى جدول بطولة الدوري العام من الصعب ان ينزل النادي الاهلي الى المركز الثاني طبعا اي فريق من الفريقين ده معناه انه حسم لقب الدوري ناقص سبع لقاءات بواحد وعشرين نقطة يا كريم لكن مباراة كبيرة جدا ما بين فريقين كبار جدا مجهود موسم او تعب موسم فلوس على لعيبة انتقالات زي ما انت شايف تعب سنة فاعتقد ان ده عايز اعرف منك كمانة كريم وجود نادي الزمالك في نفس المعسكر الاقامة باللي بيقيم فيه النادي الاهلي يعني كالت بشواء عن الاجواء اللي ممكن نعرفها من خلالك بالتأكيد عمر طبعا مضم صوت لصوتك يمكن زي ما انت عارف النادي الزمالك متواجد هنا في الخندق الاقامة الخاص بفريق النادي الاهلي لعيبة يمكن راجعة من المنتخب متشوف يمكن اي ممكن عالي معلول طبعا كالعادة فرجاني ساسي لكن فيه طبعا احاديث وسلام كالعادة مع اللاعبين الروح الممكن السائدة بين لعب النادي الآلي ولعب النادي الزمالك خارج المستطيل والاخضر امر مختلف بشكل كبير جدا لكن داخل المستطيل كما تعلم الامر بيكون مختلف النادي الآلي همه الاول والاخير هو رفع قيمة شرط النادي الآلي والحفاظ على قيمة النادي الآلي وترتيبه في جدوى الدوري العام لكن بشكل عامل اجواء داخل المعسكر فالقين اجواء طيبة جدا بنشوفنا كمان جروس كان بيسلم على وليد ازار وعلي معلول كانوا متواجدين في اللوبيا او متواجدين في فندق الاقامة اجواء طبعا طيبة جدا خارج المستطيل الاخضر لكن انت عارف يعني ان شاء الله بإذن الله للنادي الآلي مجرد دخول استاد برج العرب الامر بيختلف بشكل كبير بيكون التركيز فقط في هذه المباراة اللي بنتمنى ان شاء الله وكنا بنتمنى يكون في جمهور في هذه المباراة بشكل كبير لكن احترامنا طبعا ليه قرارات الاتحاد الكرة واحترامنا ايضا كمان لقائدات وزارة الداخلية على ان يمكنش في عدد كبير من الجمهور لكن كان هيفرق بشكل كبير لو عدد قليل من جمهور الفريقين مباراة قمة كبيرة جدا يمكن العالم كله هيشاهدها الافريقيا ويمكن العرب بشكل كبير لكن خلاص القرار اتخذ ان ما يبقاش في عدد كبير ليه الجمهور استعداد بجانب ان ما فيش جمهور لاستعدادات على قادة من وصاق من قادة المنطقة الشمالية هنا فيه الاسكندرية قيادات وزارة الداخلية على تأمين دخول الفريقين الاعلاميين تم تحديد بوابة واحد لدخول الجميع نظرا لما يبقاش في عدد كبير من الجمهور فخلاص بوابة واحد هي اللي يخش منها الاعلاميين وعضاء مجلس الادارة والمصورين والصحفين الحملين للأيديهات تشديد كبير جدا على الدخول كل اسم موجود في الكشف هو اللي هيدخل اي اسم مش متواجد فيه كشف المتواجدين مش هيتم لو التصريح به الدخول ترتبات طبعا كالعادة بالنسبة لي استاد برج العرب لكن ان شاء الله بإذن الله هنكون معاك عمر على مدار اليوم هذه اللحظات حتى ان شاء الله وصلنا الى ملعب المباراة ننقل لكم الاخبار بنحاول كمان ان احنا نحاول ان احنا نشوف طبعا الملامح تشكيل فريقا للنادي الالي اللي يخود بها هذه المباراة مع السرية التامة خلال التدريبات الماضية اللي كان فريضة الجهاز الفني لكن متواصلين معاك ومستمرين معاك عمر وان شاء الله لحظة بلحظة نكون معاك وننقل كل جمهور النادي الالي كل الاخبار وكوليس فريق النادي الالي في هذه المباراة ويبقى كل التوفيق ان شاء الله الفريقنا يحصل ثلاث نقاط هيساعد النادي الالي في شكل كبير في بطولة الدور العام انا معاك عمر لو فيها استفسار شكرك يا كريم احمد شكرا جزيلا اكيد انكون متبعيد معاك وفترة اللي جاء حتى نعرف التشكيل ونعرف الاجواء ان شاء الله كل التوفيق لنادي الالي وتخرج المباراة في اطار الروح الرضاية شكرا جزيلا لك يا كريم يعني يا كريم احمد كان موجود معنا وعرفنا منه كل التفاصيل والاخبار اللي محتاجين نعرفها تكلم معنا على المناخ وتكلم معنا ايضا على الانطار اللي موجودة في ملعب بورج العرب لكن زي ما حضرتكم سمعتم لا نية لتأجيل المباراة زي ما تكلمت قبل ما نروح لكريم في الروح الرضاية وتكلمنا ايضا في الاجيال القديمة اللي بتعلمنا يعني ايه روح رياضية ويعني ايه نبز تعصب لأهلي قولنا توتو وصالح سليم والخطيب والضزوي وطا اسماعيل ونجوم كتيرة جدا ايضا من الزمالك بنتكلم في علي الحمولي وبنتكلم في حسن شحاتة وفاروق جعفر بنتكلم في حمد أمام نجوم كتيرة جدا معلمونا يعني ايه روح رياضية ويعني ايه قيمة مباراة القمة القمة شفناها بين الكابتن حسن شحاتة علشان يحييه وعلشان فعلا ينبض التعصب ما فيش شحن موجود ما بين الجمهورين ما فيش شحن موجود في المباراة لعيبة اخواته وحبايب جوه وبره الملعب لكن اكيد كل فريق عايز يفوز احنا عارفين طبعا ان موسم طويل جدا موسم صعب جدا كل واحد من الفريقين عايز يفوز ببطولة الدوري في تنافس وليست خصومة ما فيش حد يقول لي خصم هو منافس ومنافسة شريفة جدا على لقب الدوري المصري الممتاز مباراة القمة ان شاء الله تخرج في الشكل اللي احنا عايزينه وكمان يعني دايما مباراة القمة تكون عيد للقمة المصرية ترجمة نانسي قنقر اليوم هو يوم عيد للكرة المصرية يوم ننتظر فيه جميعا الكلاسيك التاريخي نعم مواجهة الاهل والزمالك هي العيد الرسمي لكرة القدم المصرية لانها ببساطة مواجهة تهم كل شعب مصر فأي مصري إما أهلاوي أو زمالكاوي الأهل والزمالك تاريخ طويل تاريخ يضرب بجذوره في أعماق الجغرافيا المصرية هذا التاريخ تجده في كل مركز في كل مدينة وكل شارع وكل حارة وكل زواء أي مكان فيك يا مصر لا يمكن أن يخلو من الأهل والزمالك الأغرب أنك تجدهما داخل جدران البيت الواحد فتجد الأخ أهلاوي وشقيقه زمالكاوي بل أحياناً يكون الأب وابنه كل منهما ينتمي لفريق من الكبيرين الهدف من كل هذا أن نصل إلى أن الأهل والزمالك جزء من نسيج الشعب المصري وعندما تدق عقارب ساعة معلنة عن السابعة من مساء اليوم سيكون كل شعب مصر وغيرهم في المنطقة على موعد مع القمة رقم 117 قمة الأهل والزمالك في مواجهة هامة ومؤجلة بينهما من المرحلة السابعة عشر من الدور الممتاز لكرة القدم لن نتحدث عن تشكيل أو نقاط كل فريق أو مراكز القوة أو من سيفوز أو من سيخسر أو من قوي دعونا نضع المباراة في حجمها الطبيعي وأنها مجرد مباراة في مسابقة الدور الممتاز الفوز بها بالطبع مهم ولكن لن يكون حاسما دعونا ننظر إليها على أنها مباراة بين شقيقين في الكرة المصرية ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما دعونا نهدأ في التعامل معهما سواء في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لا يجب أن نسقط جميعا في بحر التعصب لأن هذا البحر عميق وستجرفنا جميعا أمواجه لهذا دعونا نجعلها مباراة في الود والتسامح والأخوة والروح الرياضية فأنت سواء أكنت أهلاويا أو زملكاويا فأنت مصري قبل كل شيء طل عمر الأهل والزمالك إيد وحدة من رموزهم التاريخيين إلى نجومهم البارزين إلى جمهورهم العظيم في كل مكان ويبقى المشهد كما صوره لنا الشاعر الغنائي حسين السيد مع الحال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وخلدته لنا بصوتها الرائع الشحرور صباح عندما شدت بها وقالت موسيقى موجودين مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله لحد الساعة سبعة قبل انطلاق المباراة معنا فقرات كتيرة جدا وفقرات أيضا ممتعة هنبدأ مع الزميل العزيز محمد سعيد واللي معاه الأسطورة والموسوعة الدكتور طارق الأدور وبعدية هيكون معاه أيضا الزميل العزيز أميري شام مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال الزهيري وآخر فقرة من الفقرات اللي قبله يصول التحليل هتكون بكل الروح الرياضية مع نجمين كبار جدا من الأهل والزمالك الكابتن أحمد بلال والكابتن تامر عبد الحميد علشان تكون فقرة إن شاء الله ممتعة بعد كده هنروح للكابتن ونجمى النادي الأهل الكابتن إسلام الشاطر اللي هنبدأ معه الاستوديو التحليل الممتع اللي إن شاء الله وليمتع كل جمهور الكرة المصرية مع الدكتور أحمد ثابت والكابتن سامير عثمان قبل ما نروح بقى للاستوديو التحليل التقيل جدا النهاردة واللي في نجوم من العيار الكبير والتقيل الكابتن زكريا ناصف زيك الكرة المصرية أيضا الكابتن عادة العبد الرحمن والكابتن تامر بدأ وإن شاء الله نستمتع بيوم حلو يوم فيه كورة جميلة إن شاء الله وطبعا يعني تنويه أخير قبل ما نروح للزميل العزيز محمد سعيد إحنا للستوديو الأهلي أو استوديو قناة الأهلي موجود مباشرة على الصفحة الرسمية إلا على الفيسبوك علشان كل ناس في مصر يقدروا يتفرجوا علينا من أي مكان هم موجودين فيه هنروح عشان نستمتع بالفقرة الأولى مع الزميل العزيز محمد سعيد فضل محمد مساء الخير عليك عمر أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير وليلة الكلاسيكو في الأسكندرية ملعب برج العرب الذي سيستضيف هذه المباراة الهامة إن شاء الله مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدور العام أكيد اليوم النهاردة يوم كبير في تفاصيل كثيرة زميلي عمر وبالتأكيد النهاردة وحنا بنتكلم على ليلة الكلاسيكو كلاسيكو الديربي الكبير وهل هي مباراة كلاسيكو أم مباراة ديربي لكن بالتأكيد يا عمر مباراة كبيرة مباراة صعبة فيها تفاصيل كثيرة النهاردة أكيد هنتكلم فيها أكيد طبعا محمد زي ما انت قلت مباراة قمة مباراة الأول مرة بتكون في الموسم الحالي مباراة بنانتظرها من الموسم للموسم محمد لكن زي ما احنا قلنا احنا عايزين تخرج ان شاء الله بالشكل السوئي طبعا السلوكي والاخلاقي والرياض اللي احنا بنتمنى فيه موضوع ممكن الكتير مننا غايب عندهم اللعيبة اصدقاء برا جوال ملعب طبعا الحب والود دايما بيكون موجود جوال ملعب وده اللي احنا بنتمنى وفي الاخر بنتمنى اكيد فوز النادي الاهلي وربنا يوفى الجميع ان شاء الله بإذن الله نشوف مباراة كبيرة النهاردة طليف باسم الكبيرين لانهم كبيرين القوم في افريقيا وفي الوطن العربي وشكرا جزينا لزميل العزيز عمر ربيع ياسين على المقدمة والاطلال النهاردة في صباح هذا اليوم ومباراة كبيرة جدا مباراة القمة مباراة الدربي مباراة الكلاسيكو هنا اختلفت الاراء ما بين الحديث على انها مباراة قمة او مباراة كلاسيكو لكن بالطبع النهاردة في كل هذه التفاصيل يسعدني في الفقر الاولى والفقر الحوارية الاولى من ملعب الاهلي للحديث عن هذه المباراة الكبيرة ونبدأ باسم الزمالك لأنها بالتأكيد هي مباراة الزمالك اليوم وطبقا لجدوى المباراة الدور العام نادي الزمالك وصاحب الملعب وصاحب الأرض ولكن المباراة بدون جمهور وبالتالي يشرفني في هذه الأثناء أن يكون معي دكتور طاري الأدور المحلل والناقض والمعلق الرياضي الكبير دكتور طاري مساء الخير عليك أهلا بك محمد وأهلا بكل أستاذ المشاهدين وإن شاء الله نتمنى قمة تتحلى بقولها يا قم واحد بالروح الرياضية اللي يعني انتهكت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وأصبحنا بنرى حاجات ما نتمناش أننا نشوفها نتمنى أن كل الأمور تطلع بشكل جيد زي ما كانوا لعيبة الأهل والزمالك زمان والقصص والروايات كانوا إزاي بيحبوا بعض وبيكلموا بعض وبيخرجوا ويصهروا مع بعض يعني يبقى طلعين الأهل كسب الزمالك كسب خرجين الصهرة الليلة دي مع بعض فده اللي نتمنى أنه يرجع لملعبنا إن شاء الله يبقى السؤال الأهم اللي نبدأ بين النهاردة وهنخش في أجواء المباراة بسرعة هي مباراة كلاسيكو أو مباراة ديربي كلمة كلاسيكو لها معنى والديربي لها معنى آخر تمام ده حلو السؤال ده قوي عشان أنا كنت ناوي أتكلم فيه حتى قبل ما أنت تسألني كلمة ديربي خلقت أو انشئت الأول على إنها المباراة اللي بتجمع بين ناديين من مدينة واحدة أو محافظة واحدة أو جابرنورة واحدة لو هي في أي مكان في العالم أو في أوروبا أو في مصر فالزمان كانت يعتبر الأهل والزمالك موجودين قفر القاهرة والجيزة لكن كلها منطقة القاهرة الكبرى قبل ما يتم التوسع بقى أو يبقى فيه محافظات تانية زي محافظة أكتوبر وكده فكانت بتسمى الديربي كلمة الديربي كانت تطلق فقط على ناديين من مدينة واحدة ده بداية يعني أما كلمة الكلاسيكو فهو المباراة الكلاسيكية يعني الكلاسيكية اللي لها تنيخ وعبق وليها ماضي كبير أوي والمباراة اللي دايما بتجمع بين الكبيرين في مكان مش شرط بقى أن يكونوا من نفس المدينة لكن مع مرور الزمن تحولت كلمة الديربي مش بس إلى ديربي اللي هو لازم يكونوا من محافظة واحدة لا الديربي بين الفرق الكبيرة وبعضها ودليل أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة رغم أن هي بتسمى الكلاسيكو طبعا باللغة الأسبانية وهي مباراة كل العالم بيتابعها وهي المباراة على فكرة الكلاسيكو أو الديربي رقم واحد في العالم ويتعامل استفتاء على كده حقولك عليه دلوقتي أصبح كلمة الديربي اتنقلت شيئا فشيئا إلى أنها المباراة اللي بين العملاقين الكبيرين في أي مكان وفي أي منطقة حتى لو ما كانوش في مدينة واحدة كان في مجلة سماعة ورد سكر لازالت تصدر الآن بس طبعا هي كان بتصدر في العصر الزهبي للصحافة الورقية والفترة اللي هي بتاعت التمانيات والتسعينات كانت مجلة لها قيمة كبيرة جدا في أوروبا وهي اللي بتحلل دولة أبطال أوروبا وتحلل المدرات الأوروبية بشكل موسع جدا وبتتناول برضو فقرة عن الكرة في أمريكا الجنوبية وفقرة عن الكرة في أفريقيا وكانت بتمنح على فكرة مسابقة لأحسن لعب في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وهكذا عملت استفتاء المجلة ديت حقول لك بالضبط سنة 1999 قبل نهاية القرن بسنة عملوا استفتاء ما هي أقوى دربيات العالم ويومها في المجلة ديته باللغة الإنجليزية وصفوا أن تحول المسمى إلى دربي بدأ يبقى مش شرط زي زمان أنه بين ناديين من مدينة واحدة لا أصبح كلمة دربي دي ريال مدريد وبرشرونة أي كبيرين في أي حاجة حتى لو ما كانوش أندي احتل الأهل والزماني في هذا الاستفتاء المركز الخامس في العالم سنة 99 يعني لسه حتى قبل ما تاخد الأهمية الأكبر من وجهة نظري في مطلع القرن دوت أو في القرن الحالي 19 سنة لعشناهم القرنة بقت أهم فكان الدربي رقم واحد هو ريال مدريد وبرشرونة طبعا كله كان متوقع وهو الفاس باكتساح يعني إنما المفاجأة أن الدربي رقم اتنين ما حددوش نوع بين أنديهم حددو حتى لو كان منتخبات الدربي رقم اتنين تخيل تلقى إيه؟ البرازيل والأرجنتين معقل أبرز نجوم الكرة في العالم معقل خروج بلاي ومارادونة وميسي ديوقتي دايما أبرز نجوم العالم أتحدك لو طلقت في الخمسة الأوال من البرازيل والأرجنتين دايما فيه اللعيبة الكبار دولتين دول بعدهم جاء الدربي الشهير جدا من منشستة اليوناتد وليفر بول لأنهما كانوا الأكثر وحتى الآن هما الأكثر فوزا بالدول الإنجليزي الأشهر والأقدم في تاريخ كرة القدم فده اختير نمر ثلاث دربي يوفينتوس وميلان ورغم أنهم من مدينتين مختلفين برضو طلق نمر أربعة ثم الأهل والزمالك طلق نمر خمسة يعني ده خلي بالك أنت لو عدت المباراة القمة في العالم هتلاقي أكثر من مئة مباراة مشهورة أن الأهل والزمالك يطلعوا في المركز رقم خمسة في العالم ده كان موقع مميز جدا للمباراة ديات على المستوى العام العالمي والدولي طيب قبل الاستفادة أكثر في مسألة الديربي والكلاسيكو لأنه كمان حاليا بيقال على مباراة إيفيرتون وليفربول لأنه من مدينة واحدة مباراة ديربي ومباراة منشستر ريونيتد وأيضا مباراة ليفربول بيتقال عليها ما بين ديربي أو كلاسيكو اختلفت هنا الأراء لكن كمباراة الأهل والزمالك تبقى لأن هذه المباراة تعتبر في عدد مباراة الدوري كديربي أو ككلاسيكو 117 لأن المباراة أقيمت منذ سنوات طويلة يعتبر هل هو من أقدم مباراة القيمة أو مباراة الكبيرة في العالم ولا هناك مباراة أقدم من ذلك كمان في قرى الأوروبية لا هو طبعا بص الدوري المصري والمسابقات المصرية بدأت عموما أول مسابقة مصرية هي بطولة الكأس كأس السلطان اللي بدأت سنة 1916 دي أول بطولة محلية البطولة دي هي أول بطولة محلية لكنها ما كملتش في أواقل التلاتينات انتهت وتوقفت تاني مسابقة وهي المستمرة حتى الآن بطولة كأس مصر اللي بدأت في موسم 21-22 عام تأسيس اتحاد الكور فبما إننا بنتكلم في أن أول مسابقة سنة 1916 وأن أول بطولة رسمية مستمرة حتى الآن كانت سنة 1921 فالدور الإنجليزي بدأ في سنة 1869 يعني هو أقدم بكتير بدأ حتى بشكل غير شكله الحالي والدور الإسكتلندي بدأ قابليه هو كان تاني أقدم دوري في العالم لأنه في الجزر البريطانية برضو فبالتأكيد مش هو الأقدم يعني أول مباراة بين الفريقين على فكرة أول مباراة تعرفها الكرة المصرية بين الأندية بين الكبيرين كانت سنة كام؟ 1917 مباراة دي بين الأله والزمالك فاس فيها الأله 1-0 المباراة دي تلعبت على وجه التحديد هقولك يوم 17-6-1917 المباراة دي تاني مباراة تعرفها مصر بشكل يعني أنها مباراة كروية في مصر أول مباراة على الإطلاق كانت مباراة من منتخب مصر وما كانش منتخب جابوا كده للعيبة المميزة وأبرز للعيبة المميزة بالتأكيد كانوا من الأهل والزمالك ولعبوه مع فرقة من الجيش الإنجليزي اللي كان موجود في ساعتها في مصر دي كانت أول مباراة يعرفها كانت في شهر أغسطس 1916 تاني مباراة في تاريخ الكرة المصرية تاخد الصبغة رغم أنها كانت ودية باستخد الصبغة الرسمية هي مباراة بين فريقين كبيرين هي المباراة الودية لأقيمة ساعت أبس 1917 بين الأهل والزمالك دكتور طرية بس مهم جداً ونحن نتكلم برضو عن التاريخ والأرقام وفكرة الكلاسيكو والدربي قدامنا دلوقتي العطاطة حصرية وخاصة لفريق النادي الأهل من داخل فندق الإقامة صباح اليوم استعداداً لمباراة الزمالك ممكن النهاردة الفريق يعني بعد الفطار مباشرةً شايفين دلوقتي كل اللاعبين داخل فندق الإقامة بيستعدوا بالتأكيد لمباراة القمة واليوم النهاردة يوم خاص جداً للسيناريو محدد من قبل الجهاز الفني والجهاز الإداري بمواعيد محددة توقيت الفطار توقيت الغدر توقيت المحاضرة توقيت التحرك كمان إلى ملعب المباراة وحسناً فعل الجهاز الفني بالتواجد فيه فندق الإقامة القريب جداً من ملعب برج العرب بالضبط خمس دقائق كل الأمور إن شاء الله مهيئة لهذه المباراة بالتأكيد هيكون فيه تفاصيل تانية كمان مهمة نعرف بها أخبار المباراة في ظل حالة اللغة الموجودة على السوشيال ميديا ما بين صور قديمة وصور حديثة لملعب المباراة وهذا اللغة الكبيرة على مباراة القمة لكن زي ما احنا شايفين كل اللاعبين ممكن لقطات خاصة لأول مرة بتعرض لعدد من اللاعبين داخل فندق الإقامة وفي الأوتيل شايفين تركيز كبير جداً من اللاعبين فيه سرية كبيرة جداً على تدريبات النادي الأهلي وعلى تشكيل النادي الأهلي خلال مش أقول النهاردة أو مبارح لا خلال الـ 72 ساعة الماضية لكن فيه تركيز كبير جداً 24 لعب فيه معسكر فريق النادي الأهلي كل اللاعبين بيتحدثوا عن المباراة الكل إن شاء الله على هبة الاستعداد لخوض مباراة اليوم أمام نادي الزمالك فطبعاً إيه نرجع تاني للقمة هي مش الأقدم لإن كان قبلها الأندية الكبيرة زي ليبربور ومانشستر يونيتد لا مش بقيله مصر بره بره كانت طبعاً سابقة الدربي ده وكان فيه برضو في البرازيل سانتوس وجريميو ناديين برازيلين كبار كانوا بالعاو برضو كانوا ما يسمى بالدربي رغم أنهم مش في مدينة واحدة اللي هي ساو باولو في البرازيل لكن كان بيطلق عليها دربي برضو سبقت المباراة دي لكن 1917 هو تقدر تقول وانت متطمن ومتأكد أنه أقدم دربي في منطقة الشرق الأوسط كلها يعني الفرق العربية والأسيوية في قارة أفريقيا وأسيا وربما طبعاً في أفريقيا الاتحاد الوحيد اللي تأسس قبل الاتحاد المصري هو الاتحاد بتاع كونغو الديمقراطية اللي هيكت اسمها زائر زمان اتأست 1916 قبل الاتحاد المصري في خمس سنين لكن ما كانش فيه مباريات أول مباريات يعرفها العالم الأفريقي والعالم العربي هي اللي كانت في الكرة المصرية وعلى وجه التحديد في مطلع القرن اللي هي المباراتين اللي قلت لك عليه طيب مباريات القمة شهدت ولادة نجوم جدد في كل المباريات وكانت تحديداً الكلام ده بتقال في فترة التمينات والتسعينات وفي بداية الألفية الجديدة أبرز اللاعبين الجدد اللي كان ولادة نجم فعلاً فيه مباريات القمة دكتور طرق من وجهة نظرك عبر التاريخ من الأسامي اللي ذكرت بعد مباريات القمة وكان لها اسم كبير وبعاً طويل بعد هذه المباريات هو طبعاً فيه عدد كبير من اللعيبة ما تقصد أنت اللعيب اللي هو ما كانش له جمهرية كبيرة ولعب مباريات القمة وخرج من مباريات القمة دي بجمهرية كبيرة جداً بزة غير ما دخلها يعني فطبعاً أنت يعني لسه بتتكلم ده تقول إيه تشكيل وسرية على التشكيل رغم أنه إيه أغلب الناس خلاص بقت عارفة تشكيل الفرقين وبالذات أكتر الزمالك لأن الزمالك كان إيه ما عندهش إصابات كتير فبالتالي كان أكثر سباتاً على التشكيل من الأهلي اللي هو يعني يمكن أدار أو دور السنة دي تتخيل عدد قياسي من اللاعبين أكتر لعيبة تشارك باسم نادي في موسم واحد في تاريخ الكرة المصرية من السنين اللي قلناها ديت هو السنة دي الأهلي أشرك حتى الآن أربعة واربعين لعب يعني أربع فرق كاملة أربعة واربعين لعب مسلوا الأهلي السنة دي في البطولات المختلفة سواء دور أبطال أفريقيا اللي انتهى العام الماضي أو بطولة دور أبطال أفريقيا الجديدة أو الدور المصري أو بطولة الكاس اللي لعب فيها الأهلي مباراة واحدة أو المباراة بطولة العربية اللي هي الأهلي شارك فيها حتى دور الستاشر نتيجة ضغط المباراة نتيجة ضغط المباراة لأن النادي الأهلي عنده ارتباطات يعني غير طبيعية غير طبيعية لدرجة أن النهاردة المباراة دي هي المباراة رقم خمسين يعني النهاردة لسه في قضل كتير على الموسم خلي بالك الموسم مش ماي ولا يونيا الموسم هيخلص في آخر التسعة وعليك خير فإنت متخيل أن الموسم ده لغاية الوقت وإحنا نعتبر إيه في الأسبوع 22 لسهلك كمان 12 مباراة في الدوري غير إن شاء الله للأهلي لو كمل ناقي دور أبطال أفريقيا عنده 6 مباراات عنده 4 مباراة في الكاس عنده سوبر مصري كل المباراة اللي بنكلم عنها دي لغاية النهاردة الأهلي لها 50 مباراة 50 مباراة في موسم واحد أو في تلتين موسم ده عدد غير مسبوك وعدد غير مسبوك من اللاعبين أرجع بقى لسؤالك أنت بتقولي النجوم كتير ظهروا النجوم الكتير اللي كانوا بيظهروا قبل كده أغلبهم بيكون نتيجة إن فيه ظروف بيمر بها فريق وفجأة الفريق يبص لي نفسه منقص من 3-4 من اللاعب الأساسيين فبيضطر الجهاز الفني وقته إنه هو يلعب بمجموعة من اللاعبة اللاعبة دي دخل بقى فصت إيه مع مع بتاقة مباراة كبيرة أهل وزمالك وبتاع هل هم حينجحوا ولا مش حينجحوا لو شفنا عدد اللاعيبة اللي شاركوا بشكل مفاجئ كده أو شاركوا ما كانوش في الحسبان إنه هم حيلعبوا وشاركوا في مرات القمة هتليقوا عدد كبير جدا من اللاعيبة لكن اللي برز منهم مش عدد كبير يعني اللي برز منهم اللي استمر بعد كده آه اللي هم استمر كلعيبة بعد كده أول خبطة قوية لفريق وكان يعني المباراة فيها فريق نقصه عدد كبير جدا من اللاعيبة فاضطر أنه يشرك عدد كبير من اللاعبين كانت مباراة الأهل وزمالك طبعا في فترة الخمسينات لما الأهل عنده إصابات بالجملة يعني إصاباتك تحت الصفوف وتقريبا كان نادي الأهل عنده زي دلوقتي كده عشر إصابات بس زمان ما كانتش كانت فرقة كلها 18 لعيب ولا حاجة فلما تقول عشر لا ما فيش فجابوا ناشي كان ساعتها بقى إيه السايس وعليو مطر المباراة الشهيرة جدا اللي اشتركوا الأول مرة وفاز الأهل على زمالك رغم أنه كان بعدد قليل جدا من اللاعبين تاني أشهر مباراة كان فيها تغيير جلد تماما كانت مباراة طرارية جهري خاد لعيب النادي الأهل وتضرب بيهم القصة الشهيرة الوقع الشهيرة فتم إيقاف الفريق كله بالكامل يعني 22 لعيب كانوا في قائمة الأهل الأساسية بالكامل كلهم برا فالنادي الأهل يعمل إيه أشرك لعيبة تحت 21 سنة كان منهم حسام حسن اللي هو بعد كده بقى من نجوم الكرة المصرية الأهل لعب لعيبة محدش كان يعرف ولا اسم ولا لعب وكاتر مباراة دي في الكاس وفي دور التمانية الكاس مصر وقتها فاز الأهل على زمانك 3-2 بس تخيل بقى إن مجموعة اللعيبة ومنهم طريق خليل اللي كان سجل هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة 3-2 والأهل كان بيتقدم في المباراة دي 1-0 يتعادل الزمالك 2-1 يتعادل الزمالك ثم طريق خليل حسم الموقف في الدقاءة الأخيرة وزي ما قلت للمباراة دي تقلق فيها حسام حسن وكان لسه صعد مسجلش أهداف ولكن جاب كرة كترتدت من الآيم بساعتها في مباراة الأهل والزمالك دي فطلع برضو لعيبة جدية بعد غير الوقاعتين دول يعني الزمالك مجاش عليه وقت اضطر إنه يلعب بتشكيلة كاملة كده من اللعبين الأهل هو اللي اتعرض له في المرتين اللي ذكرتهم وتخيل إن المرتين فاس فيهم الأهل مرة 3-1 ومرة اللي بتاعت الكاس 3-2 أما بقى بالنسبة للعيبة اللي هي ظهرت على فترات فهي لعيبة على مستوى فردي يعني لعيبة مثلا زي جمال حمزة لعيبة زي جمال حمزة من اللعيبة اللي كانوا في الزمالك محظوظين جدا في مباراة الأهل خرج من مباراة القمة بتسجيل 7 أهداف منهم 5 أهداف في الدوري وهدفين في الكاس وكان مشهور جدا بالتهديف في المباراة دي حتى وهو برى الفورمة يعني شوف يعني إيه اللعيب يكون مش في الفورمة ومش في الدماغ خالص وينزل مباراة القمة ويسجل جمال حمزة كان من اللعيبة دي في السنوات الأخيرة بدأ يخش لعيبة كتير جدا في اللعيبة اللي هي بتظهر بشكل فردي زي ما قلت لك مش بشكل جماعي ودي مباراة الأهل وزنك سنة 85 موسم 85 اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت السؤال للناشئين دي اللي انتهت تلاته دي اللي سعت بالناشئين اه بتزابط هي المباراة دي كويس اللي هل لقتونا بالمباراة طبعا كانت مباراة من المباريات التاريخية طبعا الواحد بيستمتع بالتاريخ من خلال المباراة دي ظهر بقى لعيبة بشكل فردي كتير جدا ظهر لعيبة مثلا زي اي منحف المكان مع الزمالك ونضمله من النادي المقصة متقلق في اول مباراة اللعبها ومسجل هدف في مرمج النادي الآلي ظهر برضو رمضان صبحي رمضان صبحي من اللعيبة اللي هو دخلوا في تشكيلة النادي الآلي في فترة موسم 2013-2014 كان دورة ربعية نهائية حقيقة تولى كابتل فاتح مبروك مهام تدريب النادي الآلي وكان شيء غريب جدا انه هو ايه لا النادي الآلي يمر بمرحلة تغيير الجلد فهو جازف والحقيقة دي تذكر في التاريخ وانا مش عارف ليه كابتل فاتح مبروك لازم يذكر له في التاريخ هذا الامر جيل كريم بابو رمضان صبحي بالزبط ومحمد حسن ولعيبة كتير جدا والشبراوي كان ساعتها بيلعب في الأهلي برضو وعمر جمال لسه كان بيلعب أول موسم مع الأهلي انك انت بصت لقيت فريق فجأة فريق عملاق كان فيها ابو تريكا وهو واق الجمعة على فكرة كانوا بيلعبه لغاية الموسم دوت اعتزل ابو تريكا قبل الموسم دوت وهو واق الجمعة استمر لغاية نهاية الدور الأول من الموسم ده فجأة بقى فاتح مبروك جه في نهاية دور المجموعات راح ملعب بقى مجموعة اللعيبة دية كريم بامبو بقى ورمضان صبحي وعمر جمال كان بيلعب من أول موسم وحمد حسن والشبراوي اللعيبة اللي هي لعبة الزمالك في الدورة الربعية النهائية وفازوا 1-0 بالهدف اللي جابوا أحمد توفيق في مارمان ساعتها من كرة من عمر جمال جابت استضمت في أحمد توفيق هو دكتور ما بين الماضي والحاضر دايما تلاقي الآله هو كلمة مشتركة أو عنصر مشترك ما بين الطرفين يعني بنتكلم في مباراة سنة 85 وبتتكلم مع الجيل اللي لاب حسام حسن وبراهيم حسن وطريق خليل وبعدها بكم سنة يعني بنتكلم في مباراة حوالي يعني يعتبر 20 سنة أو 30 سنة كمان أو 30 سنة نفس الفكرة ونفس العقيدة ونفس المعنى برضو بيتقرر داخل النادي الأهلي جيل من الشباب اتربى داخل النادي الأهلي استعام به في توقيت مهم جدا وكانت مباراة مش مباراة قمة بس دي كانت مباراة مهمة جدا فاصلة في مباراة الدوري مع كمان سموحة لما كان بيتلاعب الدورة المجمعة الخاصة بالطول الدوري مظبوط فكان دايما ليها رونة خاص بس مباراة الأهلي والزمانك هي مباراة من نوع خاص هقولك على حاجة بقى يعني يمكن حاجة فريدة ما حاجة كتير تناول هذه الأمور المباراة الوحيدة اللي عملت زيد عددها يعني مش تزيد عددها بزيادة عدد المباراة يعني مش النهار ده مثلا مباراة القمة رقم 117 هي 117 في الدوري في الدوري بس في الدوري بس المباراة اللي برا الدوري أكتر مباراة مزبتة بالصوت والصورة والأرقام والصحف والمجلات والإعلام وكله هي مباراة الدوري لأنها لما نقول بدأ الدوري 48-49 فده مش بعيد أوي يعني كان فيه أرشيف كان فيه الصحف بدأت تنشر وبتكتب كتير عن مباراة القمة وكلام من ده المباراة اللي زادت بشكل مضطرد جدا وبشكل كبير جدا هي المباراة اللي برا الدوري يعني الغاية مثلا من كام سنة كان عدد المباراة اللي جرت بين الفريقين في بطولة الكاس كانوا 21 مباراة مع البحث والاستفادة وحقولك مع البحث أنا لقيت إيه مع البحث والاستفادة في تاريخ القمة بتواجه صورة في البحث الأولى دكتور طريق؟ جدا طبعا نحن عندنا مشكلة في موضوع الأرشيف كل البحث اللي هو من سنة مثلا خمسين لغاية دلوقتي أنا بتكلم سنة خمسين دي يعني تعتبر سبعين سنة مثلا بس سهلة صور بقى يعني أما أقولك من بداية الدوري سهلة ممكن تجيب لأن في صحف موجودة كانت كتير وتقدر تطلع من الصحف وتطلع من المايكرو فيلم مايكرو فيلم التهرم دي تطلع منها حاجات درر يعني لكن قبل كده كان صعب جدا فلازم تبحث في كتب أو مراجع خاصة جدا عشان تقدر تطلع ده وبعدين حتى المايكرو فيلم ده عشان تتروح مثلا وتبحث في عايز تتدور على مباراة معينة فأنت بتدور على 365 يوم في السنة فجرائد كان الاطباعة بالرصاص البونت فيها صغير جدا فمباراة بقيت ايه؟ نبحث نفاجأ الله ده في مباراة كانت في دور التمانية الكاس مصر في سنة 33 كانت كذا في مباراة في دور قبل النهاء اللي بتطلت كاس السلطان كانت سنة كذا في مباراة في بطولة منطقة القاهرة في النهائي تلاقي طلعت مباراة فابتدت تزيد عدد المباراة لغاية ما وصلت لك كله بقى إجمال كدول وكاس وإفريقيا؟ دولي وكاس وكاس السلطان وبطولة منطقة القاهرة وبطولة أفريقيا بأنواع قسوة داوي أو كاس أو سوبر بطولة أفريقيا وبعدين المباراة الودين يبقى دولي وكاس وبطولة منطقة القاهرة وبطولات أفريقيا وود ست عنوين رئيسية للمباراة الأهل والزماري فخلال البحث ده اكتشفت ايه حاجة ما حدش ذكرها خالص انا كنت خايف اقولها بس بش اقولها ولا الاول عبنة كم مباراة كل المباراة 232 مباراة 232 مباراة المفاجأة بقى ان الاهل فاز في الـ 232 مباراة دي 99 مباراة في المجموع بين ودي ورسمه كله يعني لو الاهل تكسب او اي مباراة قادمة هتكون المباراة رقمية زي النهاردة بسه ان شاء الله هتكون المباراة رقمية لكن في البحث ده بقى تكتشف ايه في اكبر مباراة في الدوري اكبر نتيجة 6 واحد اللي هي بتاعت موسب 2002 وكل الناس عارفها لان دي قريبة كانت مباراة طبعا اللي هي اللي كانت يوم مايو 2002 المباراة دي كانت 6 واحد اكبر نتيجة في الدوري لكن الزمالك في الدوري بس لم يفوز اكتر من 3 واحد نتيجة 3 واحد دي الزمالك عملها 3 مرات مرة اولى موسم 1991 مرة تانية موسم 2001 مرة تلتة 2002-2003 فاكبر فوز لالي 6 واحد واكبر فوز للزمالك 3 واحد لكن اكبر فوز على الاطلاق كانوا بيطلقوا عليه او بيقولوا عليه اللي هو المباراتين اللي تاموا بالالي والزمالك وحنا كلنا عارفين ملابساتهم اللي هي انتهت بـ 6 صفر للزمالك محدش دور اكتر وشاف سنة بسنة انا بحثت اقوم اكتشف ايه ان اكبر نتيجة على الاطلاق ودي ممكن محدش قالها ابدا بين الاهل والزمالك وده مزبط بالاحصاءات انتهت بفوز الاهل تاني بص بالتاريخ باليوم يوم 17 يونيى 1933 9 واحد الاهل في فزع الزمالك 17 يونيى 1933 9 واحد وكان الزمالك اسمه المختلط في بطولة ايه كانت بطولة كأس مصر دي خرجت بمسمى كده الاول اسمه كأس التفوق المصرية على فكرة كأس مصر دي تسمت كأس التفوق المصرية وتسمت كأس السلطانية لما كان السلطان حسين موجود وعندما جاء الملك فاروق تسمت كأس فاروق الاول ولما بعد الثورة تسمت كأس مصر المسابقة الوحيدة اللي تغير المسابقة اربع مرات فكأس التفوق المصرية دي فاز الاهلي يوم 17 ستة 1933 تسعة واحد نقدر نعتبر ان هذه المسابقة اللي هي مسابقة قاس مصر حاليا بالضبط اللي هي مسابقة مصر دي ات اعلى نتيجة على الاطلاق في مباراة القمة وطبعا في ظروف الكرة الحديثة صعب جدا انك تتخالي ان الرقم ده هيكسر فده رقم اعلى رقم في تاريخ مباراة القمة اذا دكتور طاري الادور بيأكد على معلومة تاريخية مهمة جدا جدا ليست مباراة ستة واحد هو اكبر انتصار للاهل عز مالك ولكن سبع للاهل الفوز عز مالك بنتيجة تسعة واحد بتاريخ 17 يونيو 1933 في كأس التفوق المصرية بالمسمى القديم لمسابقة كأس مصر الحالي كلام مهم جدا على مصرية دكتور طاري الادور بحث وسيرش وتفاصيل وارقام تاريخية وكان الله فعونك عشان تعرف توصل للتواريخ والارقام دي في ارشيف صعب جدا بالذات للكورة المصرية بالزبط وانا هقول لك على حاجة انا خدت الصحيفة الحتة من المايكرو فيلم وشوفتها في الاهرام خدت الحتة دي وحبعتها لك حبعتها لك حتى على الواطس يعني عشان تبقى معاك الدوكيومنت دا الكلام طبعا لغة الصحافة ما كانتش كده خالص دا وقتها كان وصف المباراة حتى غير دلوقتي خالص خالص فلدرجة ان انا عايز في الكلام اشوف مين اللي جاب التسعة اهداف ما تعرفش تقرأ من الحروف اولا ان الرصاص دي كانت غير واضحة بالمرة لكن كانت مباراة طبعا مسجلة للتاريخ ودي اعلى فوز في تاريخ مباراة الاهل وزمان من الحاجات برضو التاريخية والرقمية الغريبة جدا هي ان العصر الحديث شفنا فيه هداف مباراة القمة في جميع المباراة على الاطلاق لو محمد ابو تريك طبعا زي من التاريخ السنين الحديثة سهلة وسهلة وسهلة ومعروفة يعني ابو تريك جاب 13 هدف في الزمان دا اعلى رقم من الاهداف ليسجل في المباراة الرسمية ومن اول مباراة ليه بالزبط طب ليه انا بقول انه في المباراة الرسمية لان فيه لاعب اسمه عبدالكريم سقر الناس كلها فاكر الاسم سجل 19 هدف في المباراة القمة سجل 10 للاهلي في الزمالك وتسعة للزمالك في الاهلي تخيل بس 19 هدف دول ايه ما كانوش وقتها كل المباراة الرسمية خلي بالك ان مرحلة احنا بنتكلم على اول اربع مباراة من الاهلي والزمالك ساعة 1917 و17 للمرة التانية لعبه وساعة 1918 و19 و21 كانت ما بين المباراة وديا اربع مباراة وديا اول اربع مباراة كانوا وديا فكان عدد المباراة الودية وصل في البحث الكام عارف كم من سبع تامة او عشر سنين كان المباراة المسجلة والمعروفة اللي هي وديا اللي هي اخيرهم اخيرهم خالص وديا مباراة الاهلي والزمالك كانوا في دورة رباعية في الأردن انتهت بتعادل صفر صفر كانوا ساعتها ست مباراة فقط تصور وصلنا لكام في الإحصاء كام مباراة ودية وممكن بعد كام سنة نكتشف مباراة تانية نكتشف مباراة تانية 23 مباراة ودية من ضمن 232 مباراة 23 مباراة ودية في كل المباراة دية الأهل بيتفوق في كل مباراة في كل دورة على حدر الدول 116 مباراة 43 فوز مقابل 26 فوز للزمالك و47 تعادل في الكاس 31 مباراة منهم 36 مباراة عفوا منهم 16 فوز للأهل 10 فوز للزمالك وخمسة انتهوا بالتعادل ووقتها ما كانش فيه ركلات ترجيح أو حسف كان انتهوا بالتعادل في المباراة في السوبر المصري لعبوا خمس مرات فاز الأهل تنط مرات وانتهت مباراتين بالتعادل هتقول إزاي مباراة السوبر انتهت بالتعادل هو يازم فائز مرة فاذ الاهل براك다는 الترجيح اللي هي في سنة 2014 ومرة فاذ الزمالك براك Dana الترجيح اللي هي سنة 2017 اللي هي كانت في الامارات الشوبر المصري فتلاث انتصالات للأهل وتعدلين وما فيش ولا فوز للزمالك في كأس السلطان هي البطولة الوحيدة اللي بيتفوق فيها الزمالك على الاهل تصور لعبوا شت موارد في كأس السلطان لانها بطولة عمرها كان قصية فاذ الزمالك مرة وتعدله مرتين فاز الزمالك ثلاث مرات وتعادلوا مرتين وأهلي فاز مرات دي بس التفوق الوحيد للزمالك تيجي بقى لمنطقة القاهرة 42 مباراة على فكرة بمباراة من منطقة القاهرة دي سنة 2000 كده وانا كنت بعمل إحصاء كانوا الحاملين حصر عليهم كانوا 20 مباراة بس وصلنا ل42 مباراة 42 مباراة 21 فوز للأهلي وتسعى فوز للزمالك و12 تعادل فأفريقيا لعب وتسعى مباراة كلهم في دور أبطال أفريقيا مع عدم مباراة السوبر اللي هي بتاعة الجنوب أفريقيا جوانسبرج بتاعة جوانسبرج اللي كانت في سنة 94 فاز بيها الزمالك هو الفوز الوحيد بينما فاز الأهلي 5 مرات وتلات مباراة انتهت بالتعادل وما زال الناديين حتى هذه اللحظة بيحتفظوا بلقب الأكثر فوزا بالسوبر الأفريقي بالزبط الأهلي فاز 6 مرات والزمالك 3 مرات ده أعلى رقم ده مناسبة السوبر الأفريق كان بتلاقي مباراة بين الرجاء والترجي بالزبط الودي 23 مباراة فاز الأهلي في 11 وفاز الزمالك في 8 وتعادله في 4 يعني ما عادة كأس السلطان سواء دول أو كاس أو سوبر أو بطولات المنطقة القاهرة أو الودي أو أفريقيا اللي كلهم يتفوق فيهم من دلقاء وبالنسبة اللي احنا كلمنا عن مباراة السوبر بالأمس طبعا مباراة الرجاء المغربي حقق فوز مهم جدا على الترجي تونسي في السوبر الأفريقي بهدفهن مقابل هدف وكان بيقود فريق الرجاء المغربي باترس كارتيرون المدير الفن الصابت للنادي الأهلي وأصبح الرجاء المغربي في جعبته 2 سوبر أفريقي الترجي سوبر 1 لأنه من الأندية الغريبة أنه لعب 3 سوبر أفريقي فاز بسوبر 1 وخسر 2 وتحديدا كان أمام الأندية اللي فازت بكأس الاتحاد الأفريقي بالمسمى القديم أو كأس الكونفدرية بالمسمى الحديث لكن يبقى الأهلي وزمالك دكتور طارق ممناسبة ترجيات حديث مباراة سوبر رجوانسبرج الأهلي 6 والزمالك 3 مضبوط الحاجة بقى اللي هي اللي احنا بقى عايزين نتكلم عليها النجوم اللي هم تقلقوا في مباراة القمة كمختلفين ولا النجوم المصريين لا الأول المصريين أتكلم على عموما الأعلى تهديفا أبو تريكا أبو تريكا معا رقمين أعلى تهديفا في المباريات الرسمية في تاريخ لقاءات الأهلي وزمالك ب13 هدف جاب منهم 7 في الدوري وال7 بتوع الدوري دول هم أعلى معدل للتهديف للاعب في مرمى الآخر ده أخذ بال أبو تريكا وتوتو نجم الأهلي السابق طبعا في الخمسينات والستينات جاب 7 أهداف كلهما جاب 7 أهداف في الدوري ده أعلى رقم بينما أعلى رقم سجلوا لاعب زمال كاوي كان لتنين كل واحد منهم سجل 5 أهداف اللي هم مين؟ اللي هم علاء الحمولي وآدري خليل أدري خليل أدري كلاهما سجل 5 أهداف في المباريات القبل بس أهداف أبو تريكا سجل منها 7 في الدوري وسجل هدفين في كاس مصر وسجل 4 أهداف في البطراطة الإفريقية وعلى فكرة كلهم في مواجهات نوك آوت ستيجي يعني مباراة ذهاب وعودة كلهم الأربع أهداف سجلهم أخيرهم طبعا كانت مباراة تاريخية العابة الأهلي في استاد المتعجونة 4-2 فسبي 4-2 فيه هدف بديع جدا لوليد سليمان بالضبط الهدف اللي بالكعب التصليحة وكده من أكتر اللعيبة اللي سجلوا برضو في المباريات القمة في العصر الحديث وهو بيحتل المركز الخامس في هدفي القمة في تاريخها هو عماد متعب سجل 10 أهداف منهم 5 أهداف في الدوري وهدفين في بطولة أفريقيا و3 أهداف في بطولة الكاس فبالتالي صعد برقمه إلى 10 أهداف أبو تريكا وعمد متعب من النجوم الكبار قوي اللي بدأوا تقلقهم في القمة وأنهم وحياتهم متقلقين برضو في مباراة القمة طب دكتور ترى وإحنا لسه بنتكلم عن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي قدامنا جماعة على الشاشة ده بس حي مباشر من مقر إقامة فريق النادي الأهلي في برج العرب وتحديدا في هذا التوقيت الفريق الكامل داخل مطعم الفندق لتناول وجبة الغداء زي ما قلتلكم النهاردة في موعيد سبتة ورئيسية الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الإداري محدد بالضبط موعيد تحرك الفريق داخل فندق الإقامة حتى الوصول إن شاء الله إلى أستاذ برج العرب في التوقيت ده ده معاد الغداء كلنا شايفين صوت وصورة وعلى هواء مباشرة من فندق الإقامة شايفين كل اللاعبين شوفنا محمد الشناوي علي لطفي مستر مارتن لالسارتي المدير الفني لنادي الأهلي إن شاء الله كل التقفيل يوم يا رب النهاردة يعملوا مباراة كبيرة مهم جدا لانتصار الثلاث نقاط لكن لسه المشوار في الدورة ويل لسه في حوالي 11 أو 12 مباراة باقيين على عمر الدور العام الكابتن سارد الحفيز قدامنا في الصورة المدير للكرة وبالأمس أيضا التدريب كان سري لكل اللاعبين والجهاز الفني حرصا على التركيز والاستعداد بشكل جيد لمباراة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة طيب دكتور طريق في حديثك عن مباراة القمة سبق لك التعليق بشكل كبير جدا في مباراة قمة كثيرة لكن أبرز الزكرياتك نفسها في تعليقك على مباراة القمة والله يا بوس أنا بدأت علق مباراة القمة في نفس السنة اللي كانت لسه نشأ قناة النيل للرياضة جديدة كان كلام ده هي طلعت البس التجريبي سنة 97 سنة 98 طدق البس الرسمي وكانت ابتدت البس الرسمي بكاس العالم مباراة في تحك كاس العالم أنا كنت بعلق عليها اللي هي البرازيل وسكوتلندا وقتها في كاس العالم اللي هي 98 وبعد كده بدأ بقى في نفس السيزون مع بداية الموسم الجديد أول مباراة الأهلي والزمالك أنا كنت بعلق على المباراة دي لكن أنا علقت على مباراة كانت فيها انتصارات لكل الفريقين يعني 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 علقت الفوز الأهلي على الزمالك وعلقت الفوز الزمالك على الزمالك لكن أشهر المباراة هي مباراة 6 واحد أنا كنت بعلق على قناة النيل وقتها وكان معايا كابتن طريق يحيى وكنا فيه وقتها بالنظام المعلق والكلر كلر اللي هو اللي كان يدي شوية تفاصيل فنية كان كابتن طريق يحيى طبعا موجود ساعتها وكان بيعلق أعتقد في التويد ده برضو وكان بيعلق مظبوط وكان المباراة يعني وقع طريفة جدا هو طبعا يتأثر جدا بالفوز احنا طبعا أنا عادة في التعليق ما ليش أي انتماءات فعادي ده كسب ده ما تكسبش أنا نفس المظهورة اللي بتعلق بيها واحدة يعني لو علقت في أي حتة هي مظهورة واحدة كابتن طريق يحيى كان متأثر قوي بالنتيجة فقبل ما مباراة تخلص مشي كنت لسه عسألك السوال كمّل معاك لغادي ديها 90 ولا مشي يعني بثواني كده مع دول فطبعا كانت كانت موقف الموقف التاني كان مباراة أفاس فيها الزمالي كان النادي الأهلي وقتها منو جزي بفريق عملاق فاكرينه كلنا بوتريكا وفلافيو وبركات ووائل جمعة ومحمد شوقي وحسن مصطفى ومحمد عبد الرهاب رحمة الله عليه اللعيبة اللي هي النجوم اللي عمله جيل كامل من النادي الأهلي وقتها منو جزي عمل قرار صعب جدا من حد كان غير شخصية منو جزي ياخده كان مباراة القمة الأهلي وزمالك وقال حسن الدوري قبلها بسبع أسابيع رايح 13 لعب لا رايح الأول 10 لعبة تمام اختارهم كده قال لك الحضري بال يمكن ما كانش فيه غير بيلعب غير وقل جمعة من التشكيلة اللي هي الأساني ولا عمد متعب ولا فلافيو كان محمد بركات مصاب لفترة فقاله شهرين ثلاثة فقال له بقى يا بركات أنت مصاب ويعني إيه خلاص بقى يعني يعني قال له أنا أعود أنا كمان بقى رايح قال له تعالى تعالى أنت تلعب فقال له راح له بقى في ودنه وكده قال له بص أصلا أنا عايز أجهز نفسي وفعلا بركاتك من نعيبة بتخزن طاقة يدينه نموسم الجديد قال له إيه لأ حنلعبك المطش ده وبعدين رايح قال له لأ رايح المطش ده وبتاع فمنور جزء من المرات القليلة اللي استجاب فيهم للعب هو بركات حس أنه حيبقى لوحده من النجوم الكبار ده قول أنه بيقود فريق كبير زي الأهلي وفي ظروف صعبة ظروف أنه بقى أنه مفيش عشر لعيبة من الفرقة فبركات رخر مريح بقى أحداشر لعيب فاز الزمالك بالمباراة دي 2-0 عشان بركات ما لعبش لأنه طول ما محمد بركات بيلعب مباراة القمة الأهلي لا يخسر أبدا أمام الزمالك الأهلي واللاعب الوحيد اللعب الوحيد اللي لعب مباراة القمة ولم يخسر من الفريق الآخر بس طبعا إيه مش هنجيب لعب لعب مباراة يكون كسب يوه نقول نحسبه لا لا عدد مباراة بالضبط اللي لعب محمد بركات من موسم 2004-2005 وحتى اعتزل بركات في موسم 2013-2014 لم يخسر الأهلي في وجود بركات سبحان الله المباراة اللي فاس فيها زماك تنصف المباراة اللي زول منها بركات بالضبط فخرج برقم القياسي اللي لم يخسر أبدا دكتور طاري الأدور أنا استمتعت جدا بالفقرة معك فيها يعني موسوعة أرقام قياسية وفجيتنا بموضوع تاريخ مباراة الأهلي والقمة والفوز 9-1 وعدد من الأرقام الإحصائيات اللي كلمنا فيها وفكرة الكلاسيكو والديربي فبجد كانت فقرة مميزة جدا أتمنى إن شاء الله تكون نالت تاريضة مشاهدي قناة الأهلي شكرا جزيلا شكرا لكم إن شاء الله نستمتع بقمة جميلة قمة فيها روح رياضية في المقام الأول زي ما قلت في البداية وفيها الأفضل يفوز إن شاء الله إذن الله كانت فقرة مهمة جدا مع الموسوعة الرياضية والناقد الرياضي والمحلل والمعلق الرياضي دكتور طاري الأدور لكن في هذه اللحظات زميلي عمر ربيع ياسين يستعد لإطلالة إخبارية مباشرة مع مراسلين شبكة مراسلين في كل أنحاء الجمهورية للاستعداد لمباريات القمة عمر أكيد محضر لنا حاجات كتير خلال الفقرة القادمة إن شاء الله لعد التنازل لهذه المباراة خلاص مع الوقت بيمر دقات القلب والكل بيستعد لمباراة الكلاسيكو ومباراة الزمالي والأهلي النهاردة يعني محمد قبل ما نروح نتكلم على الإخبار أو نروح لشبكة المراسلين اللي موجودين في كل مكان عايز أقول لك إن في بعض الأنباء اللي طبعا طلعت وقالت إن مباراة القمة ممكن تتأجل بسبب هطول الأمطار لكن على حسب المصادر اللي موجودة والكلام المتداول إذا تم الاستمرار في هطول الأمطار على ملعب بورج العرب فممكن نقل المباراة إلى ملعب المكس أو أستاذ حرس الحدود تعرف إن أرضية المكسو وملعب المكسو هو أفضل ملعب في مصر حاليا ممكن يستقبل مباريات في حالة طول الأمطار لكن لا نية لتأجيل مباراة القمة زي ما أنت عارف محمد إن المسافة ما بين فندق الإقامة اللي بيقيم فيه الفريقين وملعب المباراة استاذ المكس هي يعني مسافة قريبة ممكن تكون أطول يعني بشوية صغارين من ملعب بورج العرب لكن زي ما أنا قلت لا نية لإلغاء المباراة أو تأجيل المباراة على الإطلاق إجراءتي الفيصل في المباراة والوضع هو معينة أرضية الملعب محمد المسافة يا عمر ما بين بورج العرب إلى استاذ المكس تستغرق حوالي من 35 إلى 45 دقيقة وده بيتطلب بقى تغيير موعد التحرك وتحرك الحكام وتحرك الفريقين والسؤال اللي ممكن تطرحي عمر كمان يعني ملعب المباراة بتأكيد بيغطب بمشمع ليلة المباراة وبيتم تجهيزه قبل مباراة القمة لكن زملاء نبقى بورج العرب هم أكيد اللي هيدون الأخبار هناك والاستعدادات هناك وحالة مدينة بورج العرب والاستاذ هناك لأخذ هذه المباراة وكل التوفيق ليك يا عمر يا ربي في الإطلال الإخباري القادم بشكرك يا محمد شكرا جزيلا وبشكرا طبعا الدكتور طاري لأدور على الكلام والموصوعة والإحصائيات والأرقام اللي اسمعناها ونتمنى التوفيق إن شاء الله الدكتور طاري فيه طبعا هيكون هو اللي هيزيع المباراة على خلال المباراة فكل التوفيق ليك يا دكتور طاري شكرا محمد شكرا جزيلا طبعا مكملين مع حضراتكم في اليوم الخاص بالقمة رقم 117 زي ما احنا عارفين يعني قمة في كل شيء قمة زي ما احنا قلنا قبل ما تكون فيه الأداء قمة فيه السلوكيات والأخلاقيات هو الروح الرياضية يعني يعني قرينا وشوفنا وسمعنا على بعض الأنباء اللي بتقول إن المباراة ممكن تتأجل المباراة لحد دلوقتي لانية على الإطلاق إن هي يتم تأجلها في حالة معينة للملعب فيه خلال الساعات القادمة علشان نقف على الحالة اللي أرضية الملعب هتكون جاهزة لها هل أرضية الملعب أو ملعب برج العرب هيكون جاهز لاستقبال المباراة على العموم ثم هنروح ونطير بسرعة إلى الأسكندرية وبرج العرب علشان يكون معنا من جديد الزميل العزيز كريم أحمد علشان نعرف منه آخر الأخبار فضل كريم معك برحب بك من جديد زميلي عمر برحب بكل مشاهديك ومتابعيك بخلال شاشة قناة للنادي الآلي زي ما تابعت وطبعا يمكن في خلال اللحظات كان بتوافد لعبية للنادي الآلي على بتونام والوجب التألغى ده ومنها مباشرة إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة وربعة أكون محاضرة فنية أخيرة لمستر مارتن لصارتي المدير الفني لفريق النادي الآلي التكتيج بقى والتشكيل الأخير والرتوش الأخيرة على الثغرات الخاصة بفريق النادي الزمالك محاضرة أكيد أكون هامة جدا لمستر مارتن والعبي النادي الآلي ومباشرة في تمام الساعة الرابعة ونصف أتوجه مباشرة لعبي النادي الآلي إلى استاد برج العرب لأستقبل هذه المباراة الهمة والمرتقبة أكيد كمان معاكم طبعا كل لحظة وكل دي هنكون معاكم ونتابع هنكون مع فريق النادي الآلي في غلقه في حظر طبعا أنت عارف عمر وعارف طبعا الكابتن سادة عبدالحفيز بيحاول أنه يكون في غلق كبير على فريق النادي الآلي لكن إحنا كالعادة بنكون متوجدين بننقل الصورة المتوجدة على مدار اليوم على الستوديو التحليلي بيكون معاكم نتابع معاكم كل الأمور لكن حتى هذه اللحظة خلاص من كالعادة النادي الآلي بتخرج من طبعا التناول الغداء بعد تناول واجب الغداء توجه إلى غرف القامة ومنها مباشرة إن شاء الله استعداد للمحاضرة الفنية اللي اتكلمت معاك عليها زميلي عمر أنا معاك عمر كمان لو فيها استفسار كريم احنا سمعنا أنباء عن يعني فيه معاينة لملعب مباراة برج العرب حاليا علشان يتأكدوا من جهازية الملعب لاستقبال المباراة وهل فعلا لو فيه نية لنقل المباراة هل ممكن تكون فيه ملعب الماكس وساد حرص الحدود بما إنه من أكتر الملاعب المجهزة استقبالا للأمطار والمباريات اللي بتقام تحت هطول الأمطار هل ده فيه أي أنباء ترددت هل سمعت أي حاجة موجودة من هذا القبيل أو من هذا الأخبار اللي موجودة عندك أو على الساحة الصحفية والإخبارية لو بكلم عنك زمي عمر على الملعب يمكن فيه تكثيف كتير جدا للتصالات مع الحاجة عمر حسين رئيس لجنة المسابقات يمكن بدأنا وقلنا إنه ممكن يكون في نيل التأجيل في حالة طول أمطار كثيرة لكن ساعة بالظبط ندر أو ساعة وأكتر يمكن الأمطار متوقفة والشمس طلع بشكل كبير كان آخر تصريح للحاجة عمر حسين أن نلاقي الأمر خلاص يمكن يكون محسوم والمباراة تقام فيه معادها في تمام الساعة السابعة فيه كمان يمكن شغل كبير بيبذل من معلوماتنا في استاد برج العرب لشفط المياه طبعا فيه صرف متواجد كعادة استاد برج العرب لكن وطول الأمطار الكثيرة في التكتلات اللي في وسط الملعب وعلى الأطراف في حيثة طبعا يمكن صعب جدا يكون فيها انجيلة فيها تكتلات مياه في شكل كبير جدا فبيحاول المسؤولين هناك في استاد برج العرب التنسيق طبعا مع الحاج عمر حسين أن الوقوف على الحالة بشكل مستمر نحن طبعا يمكن لسه ما وصلناش إلى الاستاد أو لسه ما توجهناش إلى الاستاد لكن يمكن بتابع بشكل مستمر مع زميين المتواجدين هناك مع كل الناس المسؤولة في استاد برج العرب بيحاولوا أنهم يمدون بيئة المعلومات أول بأول إن شاء الله بإذن الله نكون معاك أمر ومع كل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي ننقل لكم الحالة الأخيرة لملعب المباراة قبل توجهنا من هنا من فندو لقامة إلى استاد برج العرب بشكرك كريم أحمد شكرا جزيلا وأكيدا نكون موجودين معاك أكتر وأكتر علشان نعرف كل ما هو جديد خاص بالنادي الأهلي شكرا كريم شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم يعني وزي ما سمعنا كريم كان بنتكلم على طبعا الموضوع الشاغل وهو تأجيل المباراة هل المباراة تتأجل هل المباراة يتم نقلها احنا قلنا لحضراتكم كود الكواليس الموجودة وتأكدنا أكتر وأكتر من كريم وقالني فيه مجهودات كبيرة جدا لشرفة المياه وأيضا طاقف الأمطار ممكن يكون سبب في إقامة المباراة في نفس الملعب وأكيد في نفس الساعة الساعة السابعة بالتوقيت القاهرة لسا نكملين مع حضراتكم وزي ما احنا عارفين أن قمة كرة القدم مش قمة بس في أو ما بين لعبي كرة القدم والجمهور أيضا الفنانين بيكونوا مشاركين في أراءهم في القمة ويطرى بين الله يفوز ورأيهم كمان وطاقعتهم في إزاي ممكن تخرج القمة تعالوا نروح ونشوف تأرير مع فنانين أو الفنانين المصريين اللي هيشاركوا هيتفرجوا على القمة ونرجع نكمل مع حضراتكم ثم 117 ما بين نادينا العظيم الأهلي والنادي العظيم نادي الزمالك حقيقة نادي الأهلي كبير وده مما لا شك فيه بشهادة مؤثقة من اتنين موظفينه منظمة المدير العام نادي الأهلي كبير 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 هو نادي القرن في القرن الأفريقية حاصد للبطولات سواء المصرية أو الأفريقية أو القرنية والحقيقة نادي الأهلي مش بس نجوم تجري على البصات الأخضر وهم كثير الحقيقة ولو إذننا عندناهم من أول ما بدأ نادي الأهلي من قومة كابتننا العظيم مختارة تيتش حتى الآن مش هنقدر نعده هننسى ناس وحنا مش عاوزين ننسى ناس ليهم فضل ولهم نجومية كبيرة جدا جدا في النهد الأهلي نادي الأهلي أيضا مليء بنجوم خارج البصات الأخضر نجومه معرفين نجومه بيحبوه نجومه بيقدروه نجومه وراءه وبجانبه وأمامه في جميع الحالات سواء كان يعني يحصد البطلات أو سواء كان مخفقا لأنه من أهل نادي من النوادي التي تستمر دائما تمرد ولكنها تموت لا تموت وزي ما قال كابتن رحمه الله الكابتن صالح سليم الأهلي فوق الجميع نهاردة بنلعب ماتش أتمنى أن يكون من النطشات الجميلة اللي بنشوفها بين نادي الأهلي ونادي الزمالك وأتمنى أن يبقى ماتش نستمتع فيه بالكرة المصرية كرة الفن والهندسة وكرة الشعاطين الحمر كرة الزمالك وكرة النادي الأهلي ونستمتع مع بعض والكويس قوي 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 واللي هاخد المصر بجدية يكسب واللي يخسر نقوله هارد لك مشاهدة ممتعة مع الأهلي والزمالك أهلا بحضراتكم من جديد تلوقتي يجي الوقت عشان نروح لفقرة الحوارات التانية مع زميل العزيز أمير يشام اللي معاه حاليا فيه على السوديو والكاتب والصحف الكبير الأستاذ جمال الزهوري أمير طبعا في البداية برحب بك ويعني مباراة قمة كبيرة جدا نحن عارفين دايما ما بيكونش فيه معايير لمباراة القمة ممكن عوامل كتيرة جدا تؤدي إلى فوز أحد الفريقين لأنك زي ما أنا قلت يا أمير لسه ناقص سبع مباريات واحد وعشرين نقطة مش معنى أن أي فريق من الفريقين يفوز يبقى حسم لقب دوري لكن هي مهمة يعني أو خطوة مهمة جدا نحو تحقيق اللقب أو نحو الصدارة للناد الأهلي إن شاء الله برحب بك يا عمر في البداية وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بكل تأكيد زي ما أنت بتقول كده هي قمة ليست حاسمة هي مهمة أكيد في مشوار الفريقين بتحديد نتمناها تكون في صلح النادي الأهلي عشان يقدر يحتل الصدارة في أول مرة هذا الموسم وهو المكان الطبيعي بكل تأكيد بالنسبة لنادي الأهلي لكن أي أن كان في حالة فوز الأهلي إن شاء الله أو لقدر الله فوز نادي الزمالك البطولة لن تحسم إلا مع نهايتها خصوصا في ظلة هذه المنافسة القوية هذا الموسم بالتحديد في بطولة الدوري الممتاز لكن إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه مباراة لكن خليه أقولك في البداية كده عمر وضح عليك الألأش إن شاء الله هنكسر لا في شاء طبعا أنت عارف أمير دايما أن اللقاءات القمة يعني الواحد عصرها سواء في البيت بقى مع الوالد أو لما كنت موجود في قطاع الناشين دايما بيكون لها أجواء أمير ويكون لها طقوس يعني أنت عارف حتى وهو مدارب أو حتى وهو مشجع الوضع بيكون مختلف التشجيع بيكون لها طقوس دايما بتصحى من النوم بدري أكيد يعني أكيد بيكون موجود عليك ألأ يعني هنعملين نهاردة ربنا يوفق النادي الأهلي إن شاء الله فأهم في نفس الوقت إحنا بتكلم فيه مباراة قمة بدون جمهور في نفس الوقت يعني علينا يعني عامل كبير جدا من كل الناس اللي يكون موجودة بتشجع النادي الأهلي من بارا الملعب ومن بارا السادبورج العرب يعني فأكيد يعني بنا إن شاء الله يوفق ويكرم اللي يستحق أنه يفوز ونتمنى إن شاء الله فوز النادي الأهلي يعني يعني هستمتع بيك بقى أمير وبشارة جمال الزهيري وفقرة حوارية إن شاء الله ونختتمها كده إن شاء الله ويكونوا الشكو حيوة على الأهلي ونقدر أن احنا نفوز ونحصد الثلاث نقاط إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بشكرك عمر شكرا جزيرا كل ما يخص الصحافة والإعلام الرياضي ما قبل هذه المباراة مباراة الأهلي والزمال كل اللي خلاص نعص عليها ساعات قليلة جدا جدا وحتكون مباراة غاية في الأهمية وغاية في القوة كمان وننضي على أرضية الملعب وإن شاء الله بإذن الله نتمنىها في صالح القلعة الحمراء والنادي الأهلي ويقدر يفوز بثلاثة نقاط أخرى بالتالي الفقرة الحالية فقرة مهمة جدا عشان معنا ديف هام جدا على ناقد الرياضي كبير جدا 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 وكل أراضي كنا مهمة بالنسبة لكل جماهير الكرة المصرية بشكل عام مش جمهور النادي الأهلي بس أستاذ جمال الزهيري على ناقد الرياضي الكبير أستاذ جمال مشرفنا منور الله يخليك أمير ومشكرك طبعا على كلامك وبشكر عمر ربيع يسين وبقول إن انتو إن شاء الله شباب الأهلي شباب الإعلام الأهلاوي في المستقبل إن شاء الله شكرا جزيلا حبارك أخبرك يا كله تمام مباراة صعبة الناس كلها متراقبة هذه المباراة خصوصا من فترة كبيرة قوي قوي ما كانش فيه انتظار لمباراة الأهلي وزمالك آه طبعا طبقا مبارية كمة بيبقى الناس كلها عايزة تتفرج على هذه المباراة وكذا لكن المراد يتوقعات صعبة قوي في مباراة الأهلي وزمالك شايفه مباراة زمالك هو زي ما انت قلت يعني طول عمر مباراة الأهلي وزمالك مهما كانت الزروف ومهما كان الفوارق بين الفريقين في النقاط وفي الترتيب حتى لو ما فيش منافسة على درع الدوري ولذلك أطلق عليها البطولة الخاصة يعني بطولة الكرة المصرية الخاصة أو الزعامة على الكرة المصرية واللي الحقيقة برضو التاريخ هو اللي بيقول كده الأهل بيكون هو صاحب الكفة الأرجح في أغلب المباريات التاريخية بدليل الأرقام يعني لكن هي يمكن المرة دي اتعمل لها برضو بالبلد فرشة كبيرة جدا كانت مليانة بروح التعصب بلا داعي من البعض يعني مش هزلم برضو كل الناس وأنا هنا بشيد بموقف إدارة الأهلي أنها لم ترد ولم تستدرج في هذا المجال يعني في محاولات لجر إدارة الأهلي أنهم يدخلوا في تلاسن ومشاحنات مع فريق الزمالك أو نادي الزمالك وبقول أن كل هذه الزوابع والمشاكل كانت خارج الملعب وما زالت ولن تكون داخل الملعب على الإطلاق المباراة حاجة داخل المستطير الأخضر النادي الأهلي بيستعد بشكل محترم وزي ما قلت الحردك بالهدوء الموجود داخل النادي الأهلي وده على فكرة في أوقات كتير بيكون هو العنصر أو أحد العناصر الحاسمة اللي هو الهدوء والتركيز وعدم الاندفاع سواء في التصريحات أو داخل الملعب في ردود الفعل تجاه مثلا قرارات معينة قرارات للتحكيم الأهلي على طول بيستعد بصمت على أرضية الملعب هذا شيء معتاد بالنادي الأهلي بالضبط طيب خليني أقول لحضراتكم معلومة مهمة جدا مع كل الاحترام والتقدير لدكتور طريق الأدور واللي متنقل معلومات أكيد هامة جدا خلال الفكرة السابقة بتاعته وكلها معلومات على مسؤوليته الشخصية ولا تمثل قناة النادي الأهلي بكل تأكيد طبعا دكتور طريق الأدور يعني موصوعة كبيرة في المعلومات الكروية بالتحديد لكن هو قال معلومة خاصة بأن الأهلي كسب الزمالك لما كان تحت مسمى المختلط في أحد الأعوام في الشوت الأول بنتيجة 9-1 لا دي معلومة تبدو غير صحيحة طبعا من قبل دكتور طريق الأدور وخلينا أقول لحضراتكم معلومة صحيحة كانت بنتيجة 4-1 طبعا مع كل التقدير والاحترام لدكتور طريق الأدور واللي أكيد رأيه أو معلوماته بتمثله هو كشخصية أكيد محترمة ومهمة جدا في المجال الإعلام الرياضي لكن معلومة صحيحة هي زي ما قلتها لحضراتكم أي أن كان إن شاء الله أنا أتمنى أن على حسب المعلومة دي يكون فيه تشابه النهاردة في النتائج مش مهم حتى يكون الفرج كبير مهم إن شاء الله بإذن الله أن نادي الأهلي هو اللي يفوز طيب أستاذ جمال عايز أتكلم بالتحديد عن التناول الإعلامي لمباراة الكما بالتحديد في الفترة دي وهل هو مختلف عن السنوات الماضية خصوصا في عصر السوشيال ميديا في عصر المواقع العديدة للرياضة المصرية أو للأخبار الرياضية المصرية إيه أوجه الاختلاف ما بين العصور السابقة والعصر اللي إحنا فيها لها؟ لا طبعا بالتأكيد أنه فيه اختلاف ضخم يعني يعني حنقسم الموضوع لجزئيتين زي ما أنت قلت أمير أنه فيه حاجة اسمها الإعلام اللي هو الإعلام بمعنى أنه مهما كان انتماء الإعلامي والصحفي إلا أنه بيكون كلامه موزون يعني موزون بمعنى أنه لا يخاطب فريق واحد أو جماهير فريق واحد يعني مثلا برضو أنا مش داخل معاك في المعلومة اللي حدك قلتها قوي فمش حقدر أحسن إذا كان أنت الصح أو الدكتور طارق كل واحد فيكو عنده المستند أو الدليل على صدق معلومته لكن مجرد حرصك وأنت في قناة النادي الأهلي أن أنت توضح هذه المعلومة أنا بقولك أنا أنا مش بحسم الجدل بس مجرد أن يدور هذا الحوار في قناة الأهلي أنت ممكن كنت تتعديها يعني تسعة واحد أحسن نعم ممكن نستغلها أو تقول 12 كمان لكن ده دورنا الإعلامي بالضبط كده يبقى إذاً مش بالضرورة عشان أنت بتتكلم في قناة الأهلي أو داخل النادي الأهلي مش بالضرورة أن أنت تخلي الأهلي فوق قوي 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 والزمالك تحتها أنت بتقول الحقيقة بالضبط الواقع بيقول كذا هو ده اللي أنا أقصده بقى فيه فرق بين الإعلام يجب أن يكون فيه منطقية كمان هو كلمة هي كلمة الإعلام أنا مش جاية دي طبعا دروس في الإعلام لكن لكن ده خليمالك ده من حقي برضه لأن أنا خريج إعلام طبعا قبل ما بحب الأهلي أو بحب الزمالك أو بحب الكورة أو الكلام ده كله أنا خريج إعلام فاللي أنا تعلمته في الإعلام وهو ده بيت القصيد بقى اللي أنا عايز أكلمك فيه أنه لما أنا أكون أهلاوي وبشتغل في الأخبار أو في الأهرام أو في الجمهورية أو في أي صحيفة أو وسيلة إعلامية لازم أفرق بين حكتين حتى لو أنا بميل للأهلي الميل بيبقى ميله ميلا خفيفا بمعنى أن أنا ما استفزش مشاعر الزمالكويه لأن أنت في قراءة أهلوية في قراءة زمالكويه فهل أنت من مصلحتك أن أنت تطفش المشجعين الزمالكويه لا طبعا وبالتالي كان زمان أو الفترات اللي احنا اشتغلناها كلها في الإعلام الرسمي الرسمي بمعنى الإعلام المنتظم اللي هو فيه مسؤول وفيه مسؤول أعلى وفيه مسؤول أعلى فبيتم مراجعة يعني حديك مثال احنا واغدين في أخبار اليوم عنوان الزمالك والأهلي الليلة في قمة الروح الرياضية أو صدام الأقوياء صدام الأقوياء في قمة الروح الرياضية ببرج العرب أو بستاذ برج العرب ده أخبار النهاردة فبناء على هذا الكلام احنا كتبينه ليه هل ده معناه ان احنا ملناش في الأهلي ولا في الزمالك؟ لا طبعا كل واحد فينا له عنده انتماءات طبعا لكن احنا لما بنيجي نختار هذا العنوان ويخضع لمناقشة حتى من مجلس تحرير الجورنال أو ييجوا يقروا ويوافقوا على هذا العنوان فده معناه انه فيه أهلاه وفيه زمالكاوه وفيه اسماء الله وفيه كل الانتماءات مش هقدر اقول بقى انه يعني العنوان ما يكتبش بطريقة انه انا بميل للأهلي أو للزمالك هي مباراة الزمالك هي مباراة مباراة فلازم لازم هتقول الزمالك الأول تمام وليس في هذا تقليل لا من شأن الآلي ولا تعظيم للزمالك فهو ده الفرق اللي انا اقصده اللي هو انه الاعلام المنتظم الرسمي الذي يراعي جميع المستمعين او المشاهدين او القراء لازم تحترم عقلية القارئ او المستقبل صح الاعلام الحديث او نيو ميديا بقى فيه نوع من انواع المجاهرة بالكراهية يعني مثلا واحد بيحب الزمالك فيحاول يخصف بالارض بالفريق المنافس والعكس اللي بيحب الاهلي لازم يخلص على الزمالك وهذا انا في رأيي ليس دور الاعلاميين واخبالك يعني انت بتطرح كل وجهات النظر ما ينفعش مثلا انك تلاقي ده طبعا عنوال الحركة لسه كنت بتتكلم عنه في اخبار اليوم النهاردة الزمالك والاهلي صدام الاقوياء في قمة الروح الرياضي ليه لان الاعلام له دور مش فقط ان هو يبقى معه او ضد الاعلام له دور في تنقية الاجواء وترسيخ المعاني الكويسة هتقول لي طب احيانا ده مش موجود على ارض الواقع انا مليش دعوة انا بقى كاعلامي اه كاعلامي انا بتمنى ومحدش قال لي انها قمة الروح الرياضية صح بس انا لما انا اختار هذا العنوان ممكن اقول مثلا في قمة السقر اللي هو الطار ممكن اختار العنوان ده ليه على اعتبار ان مثلا اخر لقاءات الفريقين كان الزمالك والفايز فممكن اقول قمة السقر قمة رد الاعتبار قمة اللي يروح مايرجعش حاجة كده يعني انت حسب اختيارك فمن هنا بتيجي بقى ثقافة والروح اللي موجودة عند الصحفي او الاعلام ده مش معناه انه اللي بيكتب العنوان ممكن يبقى اهلاوي فبيتمنى اكيد الفوز للاهلي طبعا لكن ده لو هو هيكتب مقال حتى بيكتبه رأيه يعني بيقول فيه برضو نفس المعين ان هو ممكن يكون اه 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 بتمنى فوز الاهلي ماشي لكن بتمنى اكتر يعني احنا عندنا الكابتن شاوي حامد زميلنا العزيز فاخبار نريدها قمة اخلاقية ده الاهم فعلا فترة مش كده رغم انه هنا مش هتشكك في انتماءات زميلنا وصديقنا شاوي حامد ولا في انتماءات فلان يعني كابتن أحمد شبير كاتب مخار التعصب إن هو يرفض التعصب وهكذا لساس فاتحي سانت قمة المشعارف إيه يعني فيه كلام مسؤول في فترة مهمة بالضبط أنت بقى هنا جبت الخلاصة قمة أصلي كلام المسؤول غير كلام اللي بيكتب من وسع اللي هو بيكتب اللي في دماغه لو حتى لو ولع الدنيا مواصف النهاية هناك فريق سيفوز طبعا ممكن يتعدلوا لكن افرض فريق منهم كسب مش هتبقى نهاية الدوري ولا نهاية العالم وخبارك والأهلوية هيبقوا فرحانين جدا إن هم أكثر فوزا على الزمالك على مدار التاريخ سواء في اللقاءات الخاصة أو في عدد البطولات يعني الموضوع مش بطولة أو لقب أو درع هو اللي هيخلي العلاقات تصل إلى الحضيط لزبط الإعلام بقى اللي هو اللي زي بقول لحدك المواقع مثلا في بعض المواقع ملتزمة برضو عشان أبقى منصف بيحاولوا إن هم يتمسكوا بالقيم الإعلامية أو الصحفية وغالبا بيكون مسؤول عنها أو بيودرها صحفيين أو إعلاميين جايين من مؤسسات القومية تمام المشكلة كلها بقى الكبرى في السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك وتويتر اللي هو كل واحد بيقول اللي هو عايزه كل واحد بيقول رأيه لا بيقول رأيه بالطريقة اللي هو عايزة بالطريقة اللي هو عايزة وما يهموش الدنيا يجرالها إيه أنا بقول هو من حقهم يعمله كده لأن ده رأيه الشخصي لكن المفروض إن إحنا ما نساعدش ما نديش المادة الخام اللي يشتغلوا عليها ما هو أنت عما يجي واحد نجمه كورة في الزمالك مثلا أو الأهل ويطلع يبقى قراءه متعصبة جدا طب ما هو اللي بيكتب على السوشيال ميديا هيستشهد بكلام هذا النجم يعني أنا مدلوش حيقولك ده فلان قال كذا على رأيك يا فلان آه يعني فهي الفكرة كلها الإعلام طبعا على مدار السنوات الطويلة الماضية اتغير اتغير اه اتغير مفيش كلام لكن لابد من وجود ضوابط لأن فيه نوع من الإعلام اللي هو الجديد اللي احنا قلنا عليه محتاج شوية ضبط للإقاع مش شوية بس ده شوية كتير شوية كتير حسب حالته يعني لو هو حالته متأخر قوي محتاج شوية كتير شوية كتير طيب يعني طبعا زي ما بيقولك يا أستاذ جمال الزهيري النقد الرياضي الكبير إن الإعلام بيبقى ليه دور مهم جدا في تناول الأحداث الرياضية وخصوصا بالتحديد لما تكون مباراة كبيرة جدا جدا وبيتابعها الوطن العربي كله وأفريقيا أو يعني ناس كتير من مختلف أنحاء الإعلام بيتابعوا بكل تأكيد مباراة الأهلي وزمالك مباراة القمة خصوصا في ظل المستوى الرائع للفريقين في هذه الفترة بالتالي دور الإعلام هو تناول الأحداث والمباراة وما قبل المباراة بتحديد حتى كمان ما بعد المباراة بطريقة إعلامية صحيحة دون إصارة فتن أو زيادة تعصب ما بين جمهور الفريقين وده في الحقيقة الدور الأساسي بالنسبة للإعلام وده اللي تعلمنا وبالنسبة أنا كمان خارج إعلام يا أستاذ جمال وتعلمنا الكلام ده بكل بكل تأكيد وده دورنا المهم حتى لو إحنا متواجدين في قناة النادي الأهلي لازم يكون فيه عندنا منطقية أو منحزين مصدقية بكل تأكيد منحزين بكل تأكيد للنادي الأهلي اللي تربنا فيه واللي عاشنا فيه لكن لازم يكون فيه جزء من المنطقية والمصدقية في تناول كل الأحداث وكل الأخبار وده دورنا كإعلام في الفترة الحالية الاهتمام الإعلامي بالمباراة هل أصبح زايد ولا طول عمر مباراة القمة بمباراة الأهلي والزمالك لها اهتمام إعلامي خاص هو هو بنفس الريتن نفس الاهتمام يمكن الزيادة الوحيدة في عدد الوسائل الإعلامية لكن لما كان عندك ثلاث صحف أساسية وصحف أخرى تباعة مثلا لمؤسسات حزبية أو غيره كان على طول نحن نعتبره فرح بيتعامل كل سنة مرتين زاد بعد كده بقى يتعامل مرتين دوري زهاب وقياب ثم أفريقيا ثم سوبر ثم كذا ثم كذا المهم أنه في النهاية هو فرح إعلامي كان بيستثمر بشكل رائع جداً أستاذ جمال خليني بس سريعاً نروح لمداخلة مهمة جداً في ظل الأخبار المتدولة حالياً مع الأستاذ أول حاج عامر حسين رئيس لجنة المسبقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يا حاج عامر مساء الفل على حضرتك الفل إذا حضرتك أحيات أستاذ جمال أهلا بيك حاج عامر أهلا بيك حاج عامر في الظل هطول أمطار كثيرة مما يؤثر على أرضية الملعب التطورات وسل التحدي إيه وهل في نية فعلاً لتأجيل المباراة أو نقل المباراة لأستاذ المكس وضح لنا حاج عامر لأ هو باختصار إن كان فيه أمطار وصف الزيول من 10-12 للليل لغاية 10-11 للصف تمام وبعد كده المصريين كلهم يعملوا في الملعب الحمد لله نتكلم حالي ذاتي الملعب جاه نتكلم حالياً طوائس إنما إيه الأمطار اللي يحصل على كده ده حاجة بقى تغربنا إنما هو طبعاً حتة النقل المبارادي طبعاً صعبة جداً إنه دي محتاجة قرارات أمنية إنه هما بيحضره للشيء اللي بيش يغلعب لها بيومين ثلاثة وميدويش ينعي لهم من ملعب لملعب طبعاً بجد لاختلاف لروف كل استاذ فطبعاً موضوع نقل المبارادي صعب جداً بحالة يحصل الموضوع الثالث الأخير والأهم عشان الناس برضو تبقى عرفوا القانون إن الحكم هو صاحب القرار الوحيد في إقامة المباراة والغاقة لأنه هو المسؤول عن سلامة اللاعبين في المباراة فلازن الحكم يروح الملعب ويد مهلة ويروح عبلها صعب نصف ساعتين المهلة غايت عبل المباراة ويشوف اللاعيدة ويشوف اللاعيدة وفي الآخر هو اللي يأخذ القرار المناسب يشوفه في مصلحة اللاعبين يعني القرار في النهاية سيكون لحكم المباراة الحكم الروماني أو اللي سيروح قبل المباراة بساعة أو ساعتين بالكثير عشان يشوف مدى إمكانية إصدافة الملعب لمباراة الكاملة القرار خاص به هو بس طبعاً لازم نأكد على الكلام دوت إنه فكرة أن القرار بتاعنا أننا ممكن أقول أجل المباراة بالنسبة كام حاجة عامر بالنسبة كام جاهز أنا أحدثك دلوقتي مية في المية مية في المية كويس دلوقتي الحالي بس هو ألقام من اللي جاي من اللي ممكن يخطو أمطار أخرى طبعاً إنه فيه أمطار لسه خفيفة بتنزل فما نعرفش المسرى والطبعاً الله أعلم في الآخر النسرى بكل نفعل سبعة في أمطار كل حاجة دي محدش يعرف بلسعيل من ذلك بخلاف الأمطار هل أرضية الملعب نفسها كان طبعاً في كلام كتير على ستاد بورج العرب مما دفع التحاد الأفريقي إنه يطلب تغيير ملعب الأهل والزمالك في البطولات الأفريقية بالتحديد في الظل سوق أرضية الملعب بسبب ضغط المباريات وبسبب استعدادات لبطولة الأمم الأفريقية وكل الكلام ده إن جيلا نفسها كان تم تصحيحها بالوضع الصحيح حاجة عامر وأصبحت مهيئة بشكل كامل بخلاف الأمطار طبعاً استضافة المباراة الحمد لله إن الملعب حاجة مشغيفة جداً كويس ويمكن أني طلعت صور مكتنعة كده من حالة الملعب إنما طبعاً لا وإن الملعب طبعاً نتلعب أكيد الوضع حجرار إن نجده طبعاً وضع طبيعي إنها تبقى صريح إنما الوضع الحالي إن لا من حالة الملعب 70% من الحالة الطبيعية بتاستدق بيش بورج العرب تمام يعني هتلاقي من نجيلة وسوى النجيلة كل الحاجات ديت حتيها مختلفة أتمام أكيد إن شاء الله نتمنى كل التوفيق توفيق حج عمر لا لا أنا بشكر والله هو هو في الحقيقة بيعمل مجودات كبيرة وتتحمل لا هو بيتحمل كل حاجة لقد راجئت إن رخايف يحملوا مسؤولية الأمطار لا ما أعطى كدسنا بالتوفيق حج عمر بالتوفيق حج عمر شهر أربعة ما حطلت لا ما عندنا في الخائرة موجودة كمان لا ربنا يوفق حضرتك حج عمر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة الهمة جدا واللي وضح لنا في الحقيقة العديد ده من الأمور الخاصة بهذه المباراة وقال بنسبة 100% حتى اللحظة دي لحد الساعة 2.5 هو الملعب جاهز إن شاء الله حسب تصرحات الحج عمر حسين جاهز بنسبة 100% إن شاء الله أنا أتمنى الأمطار ما تغطلش تاني على أرضية المعرب عشان نقدر المصرية اللي مستدني المباراة دي من أكثر من أسبوع بكل تأكيد أعتقد خبر جيد طبعا وهو الحقيقة بالفعل هو الحكم هو اللي هيحسم الأمر قبل المباراة مباشرة لأنه ممكن الناس تقول لك تاب الحكم يروح دلوقت يشوف لا ما تضمنش الظروف الجوية إيه ممكن قبل المباراة مباشرة بساعة أو بساعتين ده أثناء المباراة هو ممكن يلغي كمان فهذه حاجة بقى في علم الغيب ونتمنى إن شاء الله أنها تكتمل وتمشي على خير بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأمور كلها تبقى جيدة في هذه القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي لأن الزمالك صاحب المباراة زي ما قلنا كنا بنتكلم على التناول الإعلامي وحدم المتابعة والاهتمام بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السابق وفي الحالي هل هو نفس حدم المتابعة ولا لا 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 هو زي ما قلنا إنه هو زي ما قلنا إنه هو موسم حتى للإعلام يعني كان الصحف يمكن دلوقتي مش زي الأول بس الصحف كانت بتعتمد في التوزيع على مباراة للأهلي والزمالك وبعدين الصحف كانت بتعتمد على إن هي ما كانش فيه وسائل إعلام أخرى كتير صح حتى على مستوى التلفزيون كان برنامج أو برنامجين وبيجوا ويعني فترات محنودة مرة في أسبوع تقريبا فكان حتى المشاهد كان بيشتري الجورنان عشان يعرف إيه اللي بيجرى جوه المعسكر غير دلوقتي أنت دلوقتي بتنقل المعسكر على الهواء ودلوقتي بتتكلم الحج عمر يعني ممكن ده من عشرين سنة مثلا الكلام الحج عمر ده ينزل بكرة يعني الناس ما تبقاش عارفة أي حاجة عن الموضوع والكلام يتقال يوم بعد المباراة يعني يعني أنه كان حصل كذا وكذا لا النهاردة أنت اون اير في كل لحظة ناربعة وعشرين ساعة اه ناربعة وعشرين ساعة فالإعلام ده مختلف وعلى فكرة ده كنا بندرسه وإحنا أقدم بقى منكم بكتير نبرا فكنا ده بندرسه يعني كنا بندرس أنه بعد كام سنة حيكون الإعلام شكل وكذا فالقصة الاهتمام هو 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 شكل الاهتمام بقى شكل التغطية هو اللي بيختلف بيتحكم في الإعلام بشكل عام اللي هو جزية الاهتمام بالمباراة ومدى الاهتمام بيها بيتحكم في ايه في التغطية في التغطية والاهتمام بالمباراة ونقل أهمية المباراة بنسبة لجماهير ولا جماهير الكرة المصرية بنسبة لهم هي المباراة مهمة أصلا عارف المباراة دي من غير من غير إعلام خالص الجمهور مهتم بيها. هو دور الإعلام إنه هو بيلبي احتياجات الناس. الناس عايزة تعرف كل صغيرة وكبيرة داخل فترة الإعداد للمباراة. صح. وبالتالي نقدر نقول إنه الاهتمام هو هو شكل الاهتمام هو اللي اختلف. شكل التغطية هو اللي اختلف. إنما يعني يبقى زي ما قلت لك إنه المباراة نفسها طالما فيه أهلوية وفيه زمالكوية في الشارع وفي الأستاد وفي أي مكان هتفضل بنفس الأهمية. ومهما أنتك سبت الزمالك عشرين مرة وهتلعب معا تاني هتلاقي برضو جمهور الآن. إنت معايا يعني زي بالزبط قصة الدوري تكسب الدوري. هل الأهلي محتاج دوري؟ مش محتاج دوري. إنما ما عندوش استعداد جمهور يخسر الأهل يخسر ولو بطولة. صح. فدي حاجة مرتبطة بالناس وبتفكيرهم واهتماماتهم. أجه الاختلاف ما بين المنشتات الصحفية الخاصة بمباراة القمة في السابق وفي الحالي. هل فيه اختلاف كبير في التناول المنشتات دي أو فيه سرد المنشتات الخاصة بالصحف؟ في الصحف التحديد؟ لا الصحف أعتقد أنه نفس التوجهات يعني على حسب الانتماء الجريدة. تمام. لو هي يعني مثلا لو هي صحف خاصة بالاندية مية في المية مجلة الأهلي مثلا أو الصحف الأهلوية بتعلي جدا من استعدادات الأهلي. وخبالك الزمالك بيعلي من استعدادات الزمالك وطموحاته. إنما هو الجديد في الإعلام هو مسألة إعلان الإعلان عن الهوية. يعني أنه حتى لو لو تلاحظ لما بيجي الأهلي والزمالك بيلعبوا في أفريقيا ابتدى يبقى فيه نغمة في السنوات الأخيرة اللي هو تمني الشر للفريق الأخر دي نغمة خاطئة في الحقيقة نغمة سخيفة نغمة سخيفة نغمة سخيفة يعني أنا مثلا لما كنا بنروح تونس بدون قطعت حضرتك وأنا ممكن أتمنى خسارة مثلا الزمالك في بطولة دقابك لو بلعب معك نفس البطولة لكن لو هو بيشارك في بطولة مختلفة خالص عن البطولة لا بيشارك فيها لا لازم نتمنى للزمالك كل التوفيق وأنه هو يحرز لقب هيضاف لمصر بكل تأخير بالظبط فيه ناس بقى بيعتبروا الكلام ده راح عليه يعني في بعض الناس لما تيجي تقوله أنا بتمنى الزمالك يكسب في بطولة أفريقيا يقولك لا 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 ده كان زمان فالمجاهرة بالكره ده للأسف أن في بعض المسؤولين بيه سخانوا هذا الموضوع وإنت عندك دلوقتي نوع جديد من الإعلام اسمه إعلام التحفيل إعلام التحفيل على السوشيال ميديا يا سيدي استنى ما أنت ما أنت هتلعب بكرة استنى ما تكسب طيب يعني أنت شمتان في الفريق المنافس ربي إيه ده شوية أنت بكرة هتلعب وممكن تبقى في نفس المشكلة فبقى السوشيال ميديا عبارة عن معارك صح كويس بس أنا مش عايز أعتبر السوشيال ميديا ده دي هي المعيار الإعلامي تمام لأن لو اعتبرناها المعيار الإعلامي الناس هتقطع بعض أكيد والصحف هتقطع بعض دي صحيفة رئيس التحرير أهلاوي وده زم الكاوي هنقلبها هتبقى مأساة يعني طبعا ومن هنا نرجع للنقطة اللي أنت قلت عليها أمير اللي هي نقطة المسئولية صح إن أنا أبقى عارف أنا الكلمة بتاعتي هتولع يعني يعني الكلمة كان زمان بتتعلق الجرائد يعني بس كان كل واحد بيشيد بفريقه يعني مثلا الأهلي حتى بتلاقيها في الأفلام العربي الأديمة Wojesta ملاك ووورع الحيطة على الأهلي وحبس المزيد ووصول أبقى أبلغ لا هم واحد زبال كاوي وبيبقصد بس دي أنا باعتبرها يعني مشروعة ومدعبات خفيفة مقبوش مش داي اللي احنا بنشوفه أكيد طيب خلينا نروح سريعا نشوف تقرير عن نجوم حفروا أساميهم من زهب في تاريخ مواجهات القمة وفي الكرة المصرية بشكل عام نروح نشوف تقرير ونرجع نواصل هذا الحوار الهام والمميز جدا مع أستاذ جمال الزهري أنا أقدر رياضي في كبير بعد التقرير يجري حسين إمام حكم المباراة عن قرارتين رئيسين طريقين شهدت مباريات القمة بين الأهل والزمالك على مدار تاريخها مولد العديد من النجوم خلال تألقهم اللافت في مباريات القمة على مدار تاريخها يأتي على رأسهم محمود مختار التيتش رمز الأهلي الخالد وأحد نجوم النادلالي والكرة المصرية في حقبة العشرينيات والثلاثينيات حيث خاض العديد من مباريات القمة كان له بصمة واضحة بعدما نجح في هزي شباك الأبيض في ثلاثة عشرة مناسبة بواقع عشرة أداف في مواجهات الفريقين بدور منطقة القاهرة وهدفين في بطولة كأس سلطان وهدف واحد في بطولة كأس مصر نجح محمد أبو تريكا نجم النادلالي والكرة المصرية الأسبق وأيقونة مواجهات الآلي والزمالك في الألفية الجديدة في بلوغ قمة المجد الكروي بعدما أصبح الهداف تاريخي للقاءات الفريقين بعدما تمكن من تسجيله ثلاثة عشر هدفا في شباك الزمالك بواقع سبعة أداف في بطولة الدور ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في بطولة الدور الممتاز وذلك بالتساوي مع توتو وأربعة أهداف في مواجهات الفريقين بالبطولات الإفريقية وبواقع هدفين في بطولة كأس مصر ترك سيد محمد عطية توتو مهاجم الأهل الأسبق في حقبة الخمسينيات بصمة لا تنسى في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما سجل ثمانية أهداف بواقع سبعة أداف في بطولة الدور الممتاز ظل الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدور على مدار نصف قرن حتى نجح أبو تريكة في معادلة رقمه في الألفية الجديدة بالإضافة لهدف وحيد لتوتو في شباك الزمالك بكأس مصر نجح عماد متعب مهاجم الأهل الأسبق وأحد أضلاع المثلث الهجومي الأخطر لفريق الأهل في زيارة شباك الزمالك في عشر مناسبات في مختلف المسابقات بواقع ستة أداف بالدور ليصبح بمثابة الهداف التاريخي الثاني للقاءات الفريقين في بطولة الدور الممتاز سجل متعب ثلاثة أداف في مواجهات الفريقين بكأس مصر وهدف وحيد في بطولة دوري الطالي إفريقيا لم يعرف صفوة عبد الحليم المايستر الصغير قائد الفريق الأول كرة القدم في حقبة سبعينيات للفريق الذي يعرف بجيل التلمذة طعم الهزيمة أمام الزمالك نجح صفوة في زيارة شباك الزمالك في مناسبة واحدة وعلى نفس ناج صفوة عبد الحليم سارى محمد بركات الزبقي نجم الأهل الأسبق وعحد أفراد الجيل الذهبي في الألفية الثالثة والذي لم يتذوق طعم الخسارة والآخر أمام الزمالك بعدما خضى ثمان عشرة مباراة انتهى ثلاث عشرة مباراة مباراة منهم بفوز النادي الأهلي وخمس مباراة انتهت بالتعادل نجح بركات في زيارة شباك الزمالك في خمس مناسبات بواقع أربعة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وآدف وحيد في بطولة الدوري يعد بركات الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين في البطولات الإفريقية برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكا دوان خالب بيبو مهاجم الأهلي الأسبق اسمه بأحرف من نور في تاريخ لقاءات القمة بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة سوبر هاتريك وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس السادس عشر من مايو الفين واثنين وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة ستة لواحد ليرفع بيبو غلة أهدافه في شباك الزمالك لخمسة أهداف جميعها في بطولة الدوري الممتاز ليعد مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي هو آخر حبة في عنقود المواهب الحمراء المتألقة في مواجهات الزمالك بعدما نجح في مزاحمة الكبار وتمكن من تسجيل خمسة أهداف في مرمى الزمالك بواقع أربعة أهداف في بطولة الدوري وهدف وحيد في بطولة كأس السوبر المحلي ونجح وليد سليمان لاعب الفريق الحالي وأحدهم معناصر الخبرة في الفريق في زيارة شباك الزمالك في أربع مناسبات بواقع ثلاثة أداف في بطولة الدوري الممتاز وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا ترجمة نانسي قنقر مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وهذه هي التخطية الخاصة للقمة 117 ما بين الأهلي والزمالك هذه المبرأة الهمة جداً لكن توضيحاً للأمور والجدل المصر في هذه اللحظات على المواقع وعلى صفحات السوشيال ميديا فيما يخص النتيجة الحقيقية سواء كانت 9-1 أو 4-1 والذي كان قالها دكتور طرق الأدور في الفقرة السابقة هو كان قال 9-1 وإحنا كنا عدلنا قلنا 4-1 لكن في الحقيقة إحنا اتشفنا أن فيه وصكتين بيقولوا النتيجتين فحنعرضهم مع الشاشة دلوقتي شكراً يا سامير فيه وصيقة على اليمين بتقول أن النتيجة العلمين 4-1 يا جماعة صح العلمين النتيجة 4-1 دي بتاريخ كام؟ بتاريخ 27-6-1931 اللي على الشمال بتقول 9-1 للأهلي على المختلط دي بتاريخ 17-6-1933 دول وصكتين يا جماعة وفي الحقيقة إحنا حاولنا نقرى الخبر أنا وأستاذ جمال الزهري طبعاً دفيق العزيز في هذه الفقرة لأن الخبر والكلام هو نفس السيغة ونفس الكلمات بالزبط اختلاف التاريخ واختلاف النتيجة فدول وصكتين إحنا بنحاول بكل الطرق إن إحنا نقول الحقيقة دايماً من خلال شاشة قناة النادي الأهلي مع كل الاحترام طبعاً ليه دكتور طارق الأدور هذه القيمة الكبيرة والمنصوعة الرياضية الكبيرة بكل تأكيد وهو أكيد معلوماته ممكن تكون بنسبة كبيرة صحيحة وأيضاً ورد إن تكون الوصيقة الأخرى هي اللي صحيحة لكن الأهم إن إحنا منحاول نعرض لحضراتكم كل الحقيقة ودول الوصيقتين اللي منتشرين والمعروفين بخصوص نتيجة مهورات الأهلي والمختلط اللي هو الزمالك تحت اسم المختلط في هذا التوقيت سواء في عام 31 أو 3 أو 30 31 قاله كان النتيجة 4 و 1 أو 3 أو 3 قاله النتيجة كانت 9 و 1 بصراحة أنا أتمنى إنه تكون التسعة و 1 اللي صح لكن أياً كان طبعاً كل الاحترام والتقدير لجمهور نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك بكل تأكيد لكن أياً كان إحنا حاولنا نعرض لحضراتكم الوصيقتين عشان يبقى الأمور كلها واضحة بنسبة كل جمهور نتيجة صراحة نتيجة صراحة بس معرفة يعني السبب في كده ممكن يكون يا أستاذ جميل أصلي ممكن جداً أن تكون خطأ الكمبيوتر نفسه حد لاعب في النتيجة يعني سهل أنه غير رقم يعني ده يركبه صورة واحد على حاجة يعني ممكن جداً وارد فإحنا نفترض حسن النهية وفي النهاية تقدر تقول أنه الأهل انتصر الأهل يغلب زي ما هم كذبين المختلط في كأس السلطانية وخلص وده كان تبقى ليه جريدة اسمها الألعاب الرياضية في هذا التوقيت يعني طيب المهم خلينا في النهاردة وفي هذه المباراة الهمة وبالتالي عايزينا تناول بعض عنوين الأخبار للصحف النهاردة وبالتحدي نبتدي بالأهرام واللي قالت أن الليلة الزمالك والأهلي والأوراق الرابحة صاحبة الكلمة كمان الأهرام قالت الزمالك والأهلي مواجهة بعنوان كش ملك الأبيض يناور بأوراق الهجوم من الطرفين ولغة المنطق تصافحه الأحمر يراهن على الصغرة واسترداد كمته المفضلة خلينا نبتدي بالعنوان الأولاني يا أستاذ جمال واللي تطرق للأوراق الرابحة هي اللي حتكون صاحبة الكلمة من وجهة نظرك من الأوراق الرابحة في الفرقيتين اللي ممكن يكون ليهم بصمة ودور لترجيح كافة فريق عن الآخر كتير 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 ويعني يمكن بان بالنسبة للنادي الأهلي بان تأثير هذه الأوراق الرابحة بعد عودة عدد من اللاعبين اللي كانوا مصابين كانوا بعيد عن الملاعب من فترة زي علي معلول زي جونيور أجيه وليد أزارو ما عرفش يبقى موقفه إيه هل راجع ولا لأ وليد أزارو وجاهز بدنيا وفنيا وكل حاجة لكنهو كلها حسب طبعا رؤية فنيا حسب رؤية المدير الفني لو جاهز وشارك أعتقد برضه يبقى من الأوراق الرابحة جدا في الزرية تقلق مراوان محسن بالزبط ومراوان محسن عندك كمان من الأوراق الرابحة عندك ناصر ماهر عندك رمضان صبحي يعني يعني في مجموعة عندك حسين في لعبة إيلة من الآخر لعبة إيلة جمده ما هي عشان كده القمة هذه المرة مختلفة لأن الفرقتين يعني في بعض الناس أنا كنت متحفز جدا لما كانوا بيقارنوا الزمالك المتصدر مع الأهلي اللي في المركز الأخير جماعة الأهلي كان لعبة أربعة متشهود بالضبط يعني لسه بدي عندهم مماريات مواجلة كان عندهم مماريات مواجلة كان عندهم مماريات مواجلة قريبا الناس كانت بتتكلم على إن الزمالك حسن بطولة الدولة أنا أنا مش بتتكلم أولاي عشان أنا في قناة الآخر لا أنا بقول لك ده بقوله في أي مكان بروحه. التقييم ده كان تقييم يعني غير دقيق. ليه؟ انت بتتكلم على المنافس اللي مجاش. اللي ليس ملعبش. طبعا انت استنى عليه لما يلعب. الواقع بقى تقدر تتكلم عليه دلوقتي اللي هو إنه المنافسة قوية جدا. الفرق نقطتين لمصلحة ناد الزمالك فرق يعني. لكن نتيجة مباراة الليلة هتحسم ممكن تخلي الموقف يختلف تماما. لو الأهل يكسب هذه المباراة فهو يتصدر. والناس برضو كتير الآن من تصدر الأهل لسبب. لأن الأهل لما بيتصدر ما أعتقد أنه هو حيبق صعب جدا أنه هو حد يسبقه يعني. فالأوراق ربحة زي ما قلنا كتير موجودة وبعين عندك أوراق ربحة برضو في الخطوط الأخرى يعني. الزمالك بقى فيما يخص الزمالك. فيما يخص الزمالك عنده طبعا مجموعة من اللاعبين الجيدين جدا. عنده عمر السعيد عنده حميد أحداد. خالد بطيب معرفش يلعب ولا ناكام فيه. متاح متاح. عنده فرجاني. فرجاني ساسي. ده نجمل فريق أعتقد. ده أنا بأعتقد أنه هو من أخطر وأهم اللاعبة اللي موجودة في الزمالك. ولو الأهل فرض عليه الرقابة بشكل سليم. أعتقد أن فرقة الزمالك حتقل أداءها كتير لو فرجاني ساسي عنده يوسف أوباما. برضو لعب متقلقه في مكدو. يعني خلينا نقول أن الفرقتين عندهم أوراق كثيرة جدا. ومن فترة أو مرة نشوف الفرقتين. فرق واحد. فرق واحد. الأهلي أكثر أقل دفاعا. الأهلي أقل دفاعا. بقيادة لا سارتي. لما الأهلي بيحقق التفوق. بيهدو. بيعرف ينظم أداءه. بيعرف يقلل الحماس والريتم ده. تمام. لمصلحته. الزمالك ممكن يكون عندهوش هذه الانضباطية. يعني فيه لعيبة كتير في الزمالك وخصوصا الظاهرين. تمام. لما بيتقدموا ما بيرجعوش بسرعة. تمام. طيب. خلينا ناخد بعض العنوين الأخرى الخاصة بالصحف المصرية النهاردة. طيما يخص مبارات الكمة ما بين الأهلي والزمالك. وحين ناخد المسا. مثلا بيقولوا أنه فيه هدوء قبل العصد. طيب ناخد الأخبار الأول. الأخبار. اوكي. نقولناه عموما. احنا كنا قلناه خلاص. آآ آآ. الفوز شعار الأهلي والزمالك في القمة مية وسبعتاشر ببرج العرب. أخبار اليوم كمان بتقول تركيز وجدية في معسكر الأحمر. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري ومنورات بالأوراق الربحة. ودي اتكلمنا فيها الجمهورية كمان قالت الليلة بصافرة رومانية في برج العرب. كمة الكبار. نار. مواجهة سويسرية أورجوانية بأقدام مصرية. كمان الجمهورية تطرقت للعناصر اللي في الأهلي وفي الزمالك اللي ممكن ترجح كافة فريق عن آخر. وده اللي اتكلمنا فيه وتناولناه مع أستاذ الكبير أستاذ جمال الزهيري. كمان المسا قالت إن فيه هدوء قبل قبل عصفة القمة لسارتي وجروس توم وجيريد في برج العرب. الزمالك ساسي كلمة السر وأحداد ده. مفاجأة الأحمر يناور بصلاح ورمضان. طيب يعني معظم العنوين كلها بتتكلم عن الأوراق الربحة. وبتتكلم عن أول كمة لمستر لسارتي المدير الفني الأرجواني. وكمان أول كمة لمستر جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك. هو التعامل مع المباراة؟ التعامل مع المباراة؟ يعني هو التعامل مع المباراة هو الفيصل على ضوء نتيجة المباراة. إزاي كل مدرب حيقدر يتحكم في رتم بفرقته ويمنع الآخر من التعويض. يعني وأنا بقول برضو ده تقييم شخصي إن اللي صارتي في الفترة اللي هو قاعدها أو اللي ظهر فيها مع الأهلي قدر يحقق نجاحات. قدر يؤكد قدرته على التحكم في رتم المباراة أكتر من جروس. ولكن يبقى في النهاية ظروف المباراة هي اللي بتحتم يعني. تمام. أكيد نتمنى إن شاء الله بإذن الله كمة في الروح الرياضية والأخلاق أولا. وكمة في المتعة ثانيا. وكمة لصالح النادي الأهلي سالسا بإذن الله. ده اللي احنا منتمنى بكل تأكيد. أستاذ جمال في حاجة استمتعت من خلال تواجد حضرتك معي النهاردة. نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا يا أمير وسعيد بوجودة معك. أنا سعد ربنا خليك. ده كان لقاءنا وفقرتنا الأخرى من خلال تغطيتنا الخاصة لقمة رقم 117 مع الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير. أستاذ جمال الزهيري. خليني سريعا أروح لزميلي العزيز عمر ربيع يسيني. عمر أخبارك إيه؟ كل تمام. يعني أكيد أمير فقرة مميزة جدا. وفقرة الحوارية التانية مع الكاتب الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري. يعني استمتعنا بالحديث ونتمناها إن شاء الله أن هي تخرج قمة قروية بعيدة عن الشحن. وبعيدة عن أي تعصب. زي ما أنت عارف أمير طبعا بسا كمان في حديث ممتع حيكون من خلالك مع النجوم من نجوم الأهلي والزمالك سواء كابتن أحمد بلال كابتن تامر عبد الحميد أيضا حيكون حديث شايت جدا بكل تأثير. لا يعني أنت تخيل كمان أمير أن احنا في قناة الأهلي بمستقبل يعني واحد من نجوم نادي الزمالك اللي بيحبوا نادي الزمالك جدا جدا واللي موجود هنا في بيته في قناة النادي الزمالك وده أكبر مثال إلى أن الأهلي وزمالك كيد واحدة إخوات وحبايب طبعا المباراة ليها تقوص خاصة وزي ما أنت عارف مباراة بثلاث نقاط لكن طبعا الوضع اللي احنا وصلنا له أن المباراة القمة مباراة مهمة لكن الزمن الجميل وأيام طبعا الكرة الجميلة كان دايما بيقدموا درس فيه نبذ التعصب والروح الرياضية بغض النظر عن أي شيء مباراة ثلاث نقاط يا أمير مهمة لكن ده ما يمنعش تاني أن المباراة يكون فيها روح رياضية يكون فيها أخلاقيات وهو ده اللي بقى اللي بيعكس القمة القمة يا أمير مش قمة كوري قدم ولا قمة فيها جمعة نجوم كوري قدم boundary Ouais النجم والقمة بتكون في السلوكيات بتكون بنبذ التعصب hole انا ده أكيد أنت متتفق مع ي explic لما كان بيتكلم اكيد كان بيتطفق مع amanة إن إحنا دايما بنبص على الشكل الحضاري والشكل اللي يليق بسمعة مصر وسمعة الندين يا أمير أكيد بكلك بكما أكيد ان شاء الله انا أنتمنىination هو ده اللي يسود خلال travelling مباراة اليوم بين فرقتين كبار جدا يملكون العديد من اللاعبين المميزين في الحقيقة من فترة طويلة أول مرة نشوف الفرقتين عندهم لعبة كبار جدا ده هيؤدي المتعة كبيرة جدا خلال المباراة وزي ما قلت لك عمر كده إن شاء الله الفرز يكون لصالح النادي الأهلي هروح لك بقى سريعا عشان تبتدي الفقرة الخاصة بتاعتك عمر شكرا جزيلا طبعا قمة 117 هي الحديث اللي هيكون كل كلامنا عليه النهاردة من البداية من الساعة واحدة وحتى قبل نهاية أو انطلاقة المباراة اللي إن شاء الله هكون الساعة سبعة مع كابتن ونجب مصر كابتن إسلام الشاطئ اللي هيكون موجود بداية من الساعة أربعة قمة 117 أكيد قمة ما بين اتنين مدربين كبار جدا اتنين مدربين أول مرة يلعبوا قدام بعض في نفس الوقت يعني مستنين بقى الامتاع من اللعيبة أمير يتكلم وقال إن من فترة كبيرة النجوم اللي موجودة فيه أهلي وزي ما لك الأول مرة نشوف عدد كبير من المحترفين النجوم المتقلقين أيضا اللعيبة اللي موجودين سواء أهلي أو سواء زمالي أنا أتمنى أن نحن نستمتع بكرة قدم جميلة أي نعم طبعا كان فيه أمطار وكان فيه طبعا هوى وفيه طبعا بعض الأتربة لكن الحج عامر حسين دخل وقال إن خلاص رسميا هيتم طبعا لعب المباراة على ملعب برج العرب علشان كمان تكون في نفس المعاد الساعة سابعا أتمنى أن أعضية الملعب والأمطار ما تأثرش على كنترول اللعيبة أو الاستلام أو حتى الطباط أو أي شيء يأثر بالسلبة على كرة القدم أو مباراة اليوم طبعا بنشوف بره إن في حالة طول الأمطار طبعا بيكون الملعب مجهزة وبتكون طبعا حتى الأدوات اللي بيلعب بيها لعب كرة القدم بتكلم على جسمة الكرة بتكون مجهزة بشكل تام لكن طبعا في شهر طبعا آخر شهر ثلاثة ما بيكونش مستعدين خالص لوطول أي أمطار دخلنا في فصل الربيع خلاص والشتة انتهى لكن هو ده يعني حالة المناخ في برج العرب وفي ملعب برج العرب ما تمنى إن شاء الله أن هي تكون قمة قمة محترمة قمة فيها سلوكيات وأخلاقيات قمة فيها روح رياضية ما بين اللعيبة ما بين طبعا الأجهزة الفنية اللي هتكون موجودة طبعا الحضور الجمهيري الحاجة الوحيدة اللي احنا هنتحرم منها من خلال تواجدنا ومشاهدتنا لمباراة القمة لكن إن شاء الله بعد بطولة أمم أفريقيا اللي هتكون في مصر إن شاء الله هتكون نكحة وبإذن الله ربنا يوفق المنتخب بالفوز بالبطولة من بعدها هنقدر نستقبل مباراة الدور التاني ما بين القدبين الكبيرين بشكل يكون فيه حضور جماهير كبير جدا الجمهور هو اللي بينجح أي عامل أو أي مباراة لكرة القدم بدون جمهور مفيش مباراة هتكون نكحة لكن لظروف البلد بنشكر طبعا كل الجهات الأمنية على توفير كل صبل الراحة وكل صبل التأميل علشان تخرجوا المباراة بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه كان الله في العون كل ناس أكيد عنده استعدادات أكيد عنده بعض الارثبطات لكن كله بيصخر مجهوداته لمباراة القمة اللي زي ما حضراتكم شايفين لما بيكون فيه مباراة قمة بنبدأ من بدري جدا وبنتكلم عليها من كتر حلوتها ومن كتر التشويق اللي احنا بنكون مستنيينه لمباراة القمة على فارغ من الصبر طبعا عشان كده بنكون موجودين معاكم من بدري طبعا لسا نكملين معاكم ومعنا فقرة اللي جاية أكون فقرة مهمة جدا 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 معنا واحد من نجوم نادي الزمالك واحد من زمالكوية جدا اللي زي ما بقوله أفضل أقوله بنرحب به في بيته نادي قناة النادي الأهلي وسواء كابتن تامر أو أي حد من نجوم نادي الزمالك أكيد بيشرفونا وبينورونا في قناة النادي الأهلي طبعا نجم مصر اللي يكون موجود معنا وهو كابتن أحنا بلال نجم النادي الأهلي علشان نقدم لحضراتكم فقرة بكل روح رياضية وازاي بقى نسترجع الذكريات اللي ما بين أهلي وزمالك أو زمالك وأهلي ونتكلم على أهم المواقف ونتكلم على مباراة اليوم ونتكلم بشكل كبير وبشكل مختلف شوية عن المباراة مع تنين من نجوم مصر سواء أهلي أو زمالك زي ما قلت لحضراتكم احنا حبايب يعني بره وجوه الملعب لكن مباراة فيها منافسة بلا خصومة ومنافسة بشرف على ثلاث نقاط أي أن كان مين يستحق المكسب ربنا يوفى اللي يستحق واللي ما توفقش النهاردة سواء أهلي أو سواء زمالك عندنا 21 نقطة سبع مباريات دور جديد نقاط جديدة أعتقد أن الموضوع هنتكلم معه أكتر مع نجومنا اللي يكونوا مشرفين بعد ما نروح لتقرير جديد مع نجوم الفن ورأيهم عن مباراة القمة وبعديها نرجع نستقبل ديوفنا الكبار في الستوديو نروح للفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اللقاء ده بالنسبالي لليوم اللي حيبق فيه اللقاء بيبقى ليه وضع خاص يعني أنا وأصدقائي الأهلوية إن شاء الله حتقبلوهم النهاردة كلهم صعب نشغل في اليوم ده أنه بيبقى تركزنا منصب على المباراة نحن أهلوية جمدين شوية يعني صعب نشغل بأي حاجة تانية فأنا عن نفسي بالتعاون مع زملاقي في المسلسلات بشغل فيها تسابوني خالص النهاردة عشان أتفرج على المطش براحتي إن مش هقدر أعمل أي حاجة غير المطش ودايما في مطشات الأهل وزمالك بنجتمع مجموعة كده على رأسها طبعا الأستاذ الكبير محمد عبد العزيز بن رخي السينمائي أستاذ فاروق الفشاوي وأستاذ كمال أبراية وأستاذ هانيم هنة مجموعة كده من أصدقاء مقاربين أستاذ عماد محرم لازم نتقابل في اليوم ده وتنشوف المطش سوا ودايما إن شاء الله إن شاء الله بيبقى والشناء حلوة على الأهل تمانيات المباراة ديات إنها أولا تطلع مباراة جيدة هذه نستمتع بكرة قدم مستوى رفيع من فرقتين والمباراة ديات أقدر أقول يعني أن جمهور مسنيها بالذات لها وضع خاص يعني أنتم عارفين مبارا ديات هتحدد لمرحلة ما أول الدوري وتاني الدوري وأتمنى من الجمهورين إن هما يتقبلوا النتيجة يعني سواء كسب الأهل أو خسر الزمالك فهنهني لفايز إن شاء الله طبعا طبعا يعني بتمنى الفوز الناجي الأهلي وأعتقد إن حيبقى فيه مفاجآت في التشكيل مش في أول ما تشاهد في آخر تلت ساعة ممكن وأعتقد إن الأهلي حيستطيع إن شاء الله برجالته إنه يعدي مباراديات وسنرى نصور الناجي الأهلي تحلق بسماء برج العالم أنا بحب الأهلي أوي وبحترم نادي الزمالك جدا لأن الناديين الحقيقة يعني شرف للكرة المصرية وللكرة الأفريقية بس بما أني يعني أهلاوي وأحب الأهلي أوي فأنا يمكن شوية منحاز للأهلي دي بتبقى حاجة غصبا عن الواحد لأن احنا اتربينا على الكرة الأهلوية وخطيب وطهر أبو زيد ومختار مختار ومصطفى عبد ومصطفى يونس الماس بتوع زمال هم مجيلي يعني لما يبقى فيه مباراة بقى يعني داربي كده بين الأهلي والزمالك لاسي ياما المباراة بتاعت النهاردة هنشوفها بعد شوية الأفريق المباراة دي لها يعني ملابسات خاصة شوية لأنها جت في توقيت الناديين في حالتين متشابهتين يعني النادي الزمالك الحمد لله السنادي مستقر فنيا ومستقر إداريا وظروفه كويسة الحمد لله النادي الأهلي زي ما عودنا دايما طول عمره ظروفه الإدارية وظروفه الفنية إن شاء الله الحمد لله كويسة فالناديين فيه ظروف حلوة الاتنين وأنا أعتقد أن المباراة تبقى مباراة قوية جدا وتنفسية جدا وأتمنى أن كل اللعيبة يعني يشتغلوا يلعبوا بروح طيبة وتبقى منافسة شريفة وقوية ومشرفة للكرة المصرية كلها اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم من جديد طبعا فقرة بكل روح رياضية فقرة مهمة جدا قبل ما نبدأ للستوديو التحليلي مع نجمين من نجوم الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي نبدأ طبعا بتضيف للمشرفنا ونهارنا نجم زمالكاو الكبير جدا واللعب الكبير جدا الكابتين تامر عبد الحميد شرفنا كابتين شرف لي أنا ومتشكر على الدعوة الجميلة دي طبعا كنت تتمر بيتك وزي ما هذاك عارف يعني حبيبتك أو أي نجم من النجوم الزمالك من التشرب بيها هنا فقناة الأهلك طبعا نجم مصر ونجم الناد الأهلي واحد من المهاجمين المميزين جدا 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 كابتين أحمد بلاي كابتين مصر زاكى عامد زاكى كابتين اذاكك كابتين فقرة بكل روح رياضية كابتين تتمر معنا بقى زمالك وعلى كابتن بلال أهلي وأتمنى بقى أن هي دي كابتن الأخلاق والاحترام والروح رضاية لتسود دايما ما بين الأهلي والزمالك عكس يعني عكس اللي مصار في الفترة الأخيرة من بحن ومن كلامنا لكن كابتن المباراة تلت نقاط عادية جدا الناس ما بتعرفش كابتن مدى العلاقة اللي بين لعب الأهلي والزمالك بره الملعب جوه الملعب ومدى الارتباط اللي ما بينكم والصحبية اللي دايما بيكون موجودة كابتن تاني مبدئيا بحي صاحب الفكرة أو صاحب الصبق أن هو دعوني النهاردة كواحد من أبناء نادي الزمالك كواحد زمالكوي حتى النخاع طبعا كواحد يتمنى أن نادي الزمالك يبقى في أعلى الضراجات لا مزايدة على زمالكوية أي حد من أبناء نادي الزمالك المخلصين وأنا بصراحة أول ما الأستاذ محاور القصي كلمة ما ترددتش لحظة لحظة واحدة لما قال لي بكرة محتاجينك معنا أو عاوزينك معنا في خناة النادي الآلي عاملين فكرة مع عمر ربيع عسين أول ما قال عمر ربيع عسين يعني امتهت كنت فكرت لا 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 خالص كنت فكرت طب مين معايا ضيف تاني قال لي أحمد بلال قلت له تمام زي الفل قال لي إيه قلت له ما فيش حاجة اسمه غاية جاي فورا ساعة كام قال لي امتهت قلت فورا جاي ما فكرتش لحظة ما ترددتش لحظة لعدة أسباب السبب الأولين طبعا انت ابني تعرف طبعا انت ابني طبعا اللي ما ورنتوهم كمان والدك صديق عزيز كبير كابتني أحمد أخويا الصغير وحبيبي وكابت المصر كلها الفكرة نفسها عجبتني لأن احنا محتاجين قوي 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 التصرف دوت في الوقت ده مش عيب أبدا نهائي ان انا كون زمالكوي كبير قوي واقول كلمة حق كويسة في حق النجل احنا مش عيب صح جاي مش عيب ان انت تكون اهلاوي كبير قوي وتقول كلمة حق في نهاية زمالك مش عيب على عكس اللي ماشي اليومين دول اللي هو المتاجرة بمشاعر الجماهية واللعب على أوطار الانتماءات بشكل مبالغ فيه جدا لكسب بعض المناصب الزائفة او لكسب بعض الماديات الاكثر زيفا او لكسب بعض المواقف اللي الجماهية بتبقى عارفة كويسة قوي مين الزمالكاوي ومين مش الزمالكاوي مين اللي بيشتغل مصلحته الشخصية من عدم كل التحقيق والتقدير دكتور محمد العالي رئيس القناة اللي تشرفت ان انا اخذ فنجان القهوة معاه ليك يا عمى كابن من ابناء النادي الاهلي والعبت في نادي الزمالك كابتن احمد بلالو على فكرة يعني النمازج قدامنا كتير عمر لعب في نادي الزمالك كابتن ايمان شوقي حبيبي جدا لعب في نادي الزمالك كابتن زكريا ناصف احد رموز النادي الاهلي لعب في نادي الزمالك هنعد هكاوي فيه لعيبة كتير قوي مشتركين ما بين هنا وهنا النهاردة الصوت بتاع البرنامج صوت الاحترام صوت العقل صوت راجل زمالكاوي قاعد مع راجل اهلاوي في فيت النادي الآلي في عقود هنا ا wield الله اهلاوي اللي كلنا نتشرف الفنادي الاهلي زم ما تشرف اهلاوي ان زكريا ص 표현 ص ح كابتن بلال طبعا يمكن كابتن تامر qualité قال اهم الحاجات اول اهم الحاجات مهمة جدا جدا بتكشف يعني طبيعة العلاقة الحميمة مشغرت الما بين النادي الآلي وما بين النادي الزمالكاو ما بين ابناء النادي الآلي وابناء النادي الزمالك قلة قليلة بيحاولوا في أوقات كثيرة جدا أن هم يعني يهدموا أو يعرقالوا العلاقة الطيبة دي لكن يعني الحمد لله يمكن إحنا هنا النهاردة هو في قناة النادي الأهلي بنصطدي في كابتن من كبات النادي الزمالك وأنا ممكن أنا بتشرف كابتن تامري ممكن أنا يعني أوقات كثيرة جدا كان لها لقاءات كثيرة معاه هو واحد من الناس المحترمة جدا يتكلم في كرة بشكل كويس جدا ويعي يعني يعني إيه العلاقة الحميمة أو الصداقة اللي بتربط ما بين العايب النادي الزمالك اللي بيحاول بقاء القلة القليلة أنهما يخرجون عن الاترارات دي من قلب ناد الزمالك، لعيبة النادي الزمالك، لعيبة ولات nuoك لعيبنا لحنا كلنا مع بعض المنتخبات كنا بنوعد في وض four 1 كب صحيح يعني كتير جدا أوهات كتير كنا موجودين في وض dados طب مين يا مين من المواقف أو من اللعب ناد الزمالك اللي الحركة كنت موجود معها أو كانوا دايماً أريبين منك في معسرات المنتخبات لا لعيبة كتير أيو لا بس كنا لسه يا فوقتين جبب بعض احنا من اصواب صحيح واتحان ايه ده اه زود صحيح دورة عبد الحمده تاجر كبير واحد من الناس اللي انا بحبها اعادت مع ابو العيلة كتير طبعا ذات زمالك عادت مع عبد الحليم علي طبعا وعد كتير جدا وليد صراع عبداللطيف لا اسمها كتير العيبة كتير خد بالك طول ما انت بتلعب اه في النادي لالفنات زمالك هتقابل اللعيب في كل مكان صحيح في افنتات كتير حتى ممكن يكون بعيد عن الكورة انا كابت انتمر كنا في حتة يعني ما بنلعبش كورة بس حتة برضو معزومين ومدعوين وحنا مع بعض وفي نفس المكان في نفس المنطقة خد بالك ده خد بالك بتقرب المنسفات بشكل كبير جدا وبتنهي قصة التعصب دي ممكن احنا مختلفين داخل الملعبة كبير طبعا ممكن نختلف ودوارت جدا فكرة القدم وطبيعة جدا لكن برا ملعب احنا متفقين تماما على كل حاجة اصدقاء اصحاب اخوات لعيبة امكانية لما حدي بيسألني مثلا اي راك في كابتن تامر او راك في كابتن مسعب حيمي او حازم او 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 يعني بنقول رأينا بمنتهى الامانة احنا كمان هنا في خناة النادي الاهلي بنقول رأينا في نادة زمالك بمنتهى الامانة بمنتهى الاجابية يعني ما بنجيش فينا في خناة النادي الاهلي ،وحنا بنحل الان يقول النادي الامان لไهوحش إننا نلعب في منافسة واحدة، دائماً أنا بحب إننا كون كسباً. إنما لو بتلعب في حتة مختلفة، نحن نلعب في طولة أفريقيا، خلاص انت تتمنى للزملك يوفق لأنه هو ممثل عن مصر. هذه هي العلاقة الطيبة اللي ما بيننا وما بين بعض. لا ما بنخرجش عن العلاقة دي تماماً، بعض الناس بيحاولوا يخرجونا، لكن احنا عارفين الكلم ذا قوي جداً. احنا نعي حتة ان انت ازاي تبقى هلاوي بتتمنى الخير للعيب اتناد الزمان يعني انا عمر في حياتنا ما انا اتمنى مثلا ان واحد يتصاب او واحد يتعطل او او ما فيش الكلام ده على الاطلاق عشان برضو الجميل تبقى فاهم يا كابتل طبعا 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 واحنا بنشتغل في الملعب انا عايز اكسبك جوا الملعب بس لكن عايزك تبقى كويس عايزك تبقى صحة كويسة جدا عايز يبقى انت لعيب اسمك كويس عايز يبقى اخلاقك كويسة انا بتمنى كلمة لان احفل اول في الاخر احنا صحاب مرينا بمراحل كتيرة جدا فيها صدقات كتيرة جدا مرينا منتخب شباب منتخب اولمبي منتخب اول لعبنا بعض فترات كتيرة جدا فبالتالي العلاقة الشخصية بالنسباننا مهمة جدا 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 يعمل طبعا زي ما رأيكم شايفين دي العلاقات الطيبة ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك وزي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معنا فقر التروح رياضية اهلاوي وزاملكاوي بلها تعصب زي ما كابتن بلال قال كابتن بلال اكيد يتمنى توفيه لأهلي كابتن تامر يتمنى توفيه ايضا للزمالك وده احنا كلنا حرصين عليه ان اهلي وزمالك كلنا اخوات وحبايب وما فيش ما بيننا اي مشكلة ولا اي تعصب ولا الشحن اللي مطار فيه الفترة الاخيرة كابتن تامر يعني مباراة القمة دايما لها تحوص مختلفة وليها استعدادات مختلفة طبعا يعني مختلف الاجيال جيل حباكو والجيل كابتن احمد بلال اكيد طبعا كان جيل حضرتك بقى لي بعض الاستعدادات الخاصة ممكن اقول ان المباراة كان مفيش سوشال بيديا بقى مفيش وسائل اعلام كبيرة بتغطي المباراة لكن كلمني عن بقى ابرز الاستعدادات الخاصة بلقاءة القمة كابتن خليني بس اوضح للناس النهاردة ان يعني ده اكبر دليل يعني عشان الكلام اللي فات دوت ما يمرش كده انت النهاردة هت هتتفرج عماطش فين معك كابتن مع حضرتك نازم تبقى عارفين يا جماعة نحنا النهاردة كلنا متجمعين عندنا متجمعين في مطعم كده بتاع السمك حلو قوي بتاع واحد صاحب ناس مقسمة شعيشة اه اعمارة احمد اعمارة صح وخالب بيبو وعمارة عسين وابو كابتن ربيعسين وكابتن محمد عاني صح وحشام حانا في احتمال يجي لو مش هيوح المرش وياسر ريان انا بتكلم بتقول لنا اللي قال له وهنجيب بلال جلوات معانا عمالية طبعا وهنجيب بلال معانا والزامالك بقى رايح حشام ياكا كابتن اشام ياكا ورايح تامر عبد الحميد ورايح عبد الحليم علي ورايح خالد لطيف ورايح طارق السيد ورايح يعني وطارق مصطفى واخبالك واحتمال متحة عبد الحدي كلنا متجمعين ناكل سمك الاول تمام نفرج عماتش بس من نمشي يا كابتن ربينا نفسي من نمشي من نمشي من نمشي تمام ادي التجمع النهاردة اللي هيحصل ساعة مباراة انا بصنفها واحدة من اقوى المباراة في الموسم ده الجماهيرية شعبية كورة كل حال ده الوضع هو وانت عرف عرف كده كويس يعني انتيمي في الصداقة مين وانت عرف وامارة وليت صلاح الدين صح ما بنفترقش تقريبا وبيخش معنا كمان طريق مصطفى في بعض الاحيان يجي ويب فاحنا كلنا يعني ايه جروب واحد تيم واحد ولازم الكلام ده وقت يتقال الناس بشكل كويس فيما يخص السؤال بتاعك طبعا زي ما انت قلت قلت كلمة مهمة جدا زمان ما كانش فيه سوشال ميديا زمان كان الاستعداد لمباراة النادي الاهلي بعد ما اخر مباراة بتلعبها بصفات الحكم بتنتهي فيها يعني مثلا بتلعب قبلها باسبوع مثلا قدام مثلا للتعاد حكم صفة من ساعتها لغاية ماتش النادي الاهلي انت مستعد الفرق بقى ثلاث تيام الفرق خمس تيام الفرق اسبوع الفرق عشر تيام الفرق شهر واخد بالك فمباراة الاستعداد للقاء النادي الاهلي بيبقى دائما وابدا يعني من نهاية اللقاء الاخي والاستعداد الحقيقة زمان كان بياخد صور مختلفة شوية عن عن دلوقتي لان برضو خلي بالك الشحن الزمان ما كانش زي دلوقتي يعني دلوقتي الشحن المعنى وانت دلوقتي قدت ممكن مثلا ايه زمان يقولك مثلا متفتحش التلفزيون كتير يشيلوا الاريال بتاع التلفزيون علشان يبعدك شوية النادي الأهلي ممكن أفتكر أن كان فيه ضرب في سنة أو اتنين اتخذوا الفرقة تحطت في معسكر تحت شهرة تقريبا أو حاجة أسبوع أو عشرة أيام مقفولة على التيم بشكل جديد أو فيه صحفيين تخش تغطي التدريبات مفيش صحفيين تخش تغطي التدريبات جرايد ما بتقراش جرايد تمام فهي ده كانت الوسائل اللي انت تقدر تتواصل بيها مع برا النماء دلوقتي الوضع اختلف طبعا دلوقتي انت المعاك المبايخ بتفتح بالدينية كلها بتيجي عندك أي برنامج تقدر تشوفه مواقع طبعا يعني مفيش أكتر منها فيسبوك انستجرام واتسقاب فانت عندك النار ده وسائل التواصل مع العالم الخارجي متواجدة معك يعني الحل الوحيد هيعزلك ازاي مش رافي عزلك بشكل او بشكل او باخ انما خلينا اقولك ان ماتش الاهل والزمالك ده بيبقى اسهل مباراة في الاعداد النفس اللي اتنين مدربين لانه ما بيعدكش نفسي انت معدي نفسي جاهز طب اكبت هنتكلم يعني هنتكلم بالتفصيل اكتر محرك لكن هنروح لفاصل سريع بعدها نرجع نكمل معاكم بكل راح راضية مع اتنين من نجوم الاهل والزمالك بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد القمة 117 فقرت بكل روح رياضية مع نجمين كبار جدا كابتن تامر عبد الحميد نجم نادية الزمالك والكابتن احمد بلالك كابتن احمد يمكن نتكلمنا مع كابتن تامر على اجواء القمة من منظور الجيل اللي كابتن تامر كان موجود فيه اكيد الوضع تغير والوضع بدأ فيه يعني بعض كده الامور اللي هي علاقة بالسوشال ميديا الصحافة بدأت والاعلام بدأوا انهم يتناولوا الموضوع بشكل كبير وبقى منتشر وبقى كل العالم خلاص يعني بيتفرج على القمة وبدأ ان هو يتابع القمة بشكل كبير بص الموضع الوضع اختلف او طبيعي يعني لوجود السوشال ميديا انتشر الصحافة بشكل كبير جدا المادة العالمية بقت اكبر بشكل كبير ولكن برضو استيل بقول ان اللعيبة دي شوية كابتن يعني ما عندهمش حظ ما عندهمش حظ انهم ما بلعبوش قدام الجمهور يعني انت المعرضة لك انت تخيل مثلا نمورات الاهل والزمالك يعني لم يحضر احد يعني تبقى حاجة صعبة بالنسبة للعيبة اللي ابتلع في الانديا كبير يعني دائما اللعيبة اللي ابتلع في الانديا كبير هو سلاحه ورؤيته وتركيزه كله مع الناس اللي بتشجع مع الجمهور لان هم دول اللي بيدلوا اللجومية تمام هي الفكرة مش ان انت ايه تقر اسمك في التشكيل بالزبط في التشكيل الفكرة ان انت الجمهور يتفاعل معاك اثناء اللعبة وبعد المباراة وانت في البيت وانت في كل مكان النهاردة الامور اختلفت شويتين تلاتة يعني اه الوضع الامني لا يسمح في الوقت الحالي ولكن نتمنى الفترة اللي جاية الامور تسمح لان اخد بالك تواجد الجمهور في ملعب ده شيء مهم جدا دي هده علامة كرة القدر المميزة وحدك بتتكلم دلوقتي على اللقاءات القمة وعلى الجمهور وعلى حظ اللعيبة الحالية نعمش بتلعب بص عليك الجمهور بل الملعب حاجة تفرح ازاي كبير دامر اكب تنحمد واضع كبير مختلف مصرح واو يعني لعيب كرة القدر دامن هم هم اللي بيعملوا الأدوار وهم اللي بيستعرضوا محتاجين حد بقى حد يسقف وحد يقول الله وحد طبعا يقول السلام وهم اللي بيعلوا أداءك جوه الملعب وبيزيدوا فرحتك أجابتك يعني بيعلوا أداءك جوه الملعب لما بتبقى متقلق وبتسمع بقى الأهض بتاعتهم وبتسمع التشجيع بتاعهم انت شخصيا بتعلق يعني انت شخصيا بثقتك وتلاقي نفسك في منطقة من الابداع كده عندك بتظهر تمام مع التشجيع بتاع الجمهور والعكس صحيح خلي بالك يعني لما بتبقى قليل أو مستوك مش كويس والناس بتزوم عليك أو بتهاجمك في المدرجات تلاقي المنطقة التانية اللي عكسها بقى يعني بتظهر برضو تلاقي نفسك بتعمل كل حاجة غلط تريد ترجع البيت تفكر انت بتعمل ايه غلط بتفكر في نفسك بتفكر في مستوك صح اكيد طبعا يعني عشان كده وصة كابت انقواد كتير بيقولك المباراة الكبيرة بتاعت الاهل وزمالك زمان دقا مش دلوقتي انها بتخلق نجوم بتتولد فيها نجوم نجوم عشان التفاعل مع الجمهور داخل الملعب هو ده النهاردة مثلا ممكن لعيب يلعب كويس محدش في تكر المباراة مهما كانت قمة يعني قوة المباراة ومهما كانت قمتها ومهما كانت القيمة بتاعتها ولكن تبقى المباراة حتى ولو قليلة قدام الجمهور افضل بكتير جدا مباراة كبيرة جدا كابتن في عدم حضور الجمهور هو دفن ميزة كبيرة جدا اعتقد ان العيبة محرومة من الفترة الحالية في سوشال ميديا بتتكلم بشكل كبير ناس بتعبر عن رأها ودي برضو حاجة سلبية وحاجة إجابية يعني سلبية لما ندخل في حتة بقى اننا متعصب قوي واننا ما بحبش الاهلي او ما بحبش العيب الفنان او ما بحبش المدرب الفنان إجابية لما تكون بتتكلم بحيادية حتى لو كنت انت مثلا اهلاوي او حتى لو كنت زمالكاوي البيجس الموجودة الكتير جدا على الفيسبوك او الانستجرام والحاجات اللي ازاي كده ممكن الناس اللي بتشتغل عليها ممكن عندهم فلورز بالملايين دول ممكن يتحكموا في شريحة من الناس واحد بيتحكم في شريحة كبيرة طبعا طبعا وده خلط لو ما كانش فيه حيادية بتبقى بيبقى امر سلب جدا لو فيه حيادية بيبقى امر إيجابي بشكل كبير جدا 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 اللعيبة في بعض الاوقات بتكتسب مش في بعض الاوقات في معظم الاوقات بتكتسب ثقاتها من الجمهور اللي بيشجع بتكتسب ثقاتها من الكلام اللي بتقال عليها انت متخيل انت انا يعني هقولك على حاجة مثلا زمان يا كابتن مثلا كان يبقى فيه موزيع مش عاجبه اللعيب فلان يفضل يقطع فيه تقوله مطورة ولو عمل حاجة كبيرة بيحتكلوش فيبقى انت خلاص الجمهور بيقض على اخد بالك بيسمع احيانا ما بيركزش في بعض الاحيان بيسمع بسا حظ يعني اول حاجة احياء يا كابتن يعني هو الجمهور قاعد حتى لما بتمل حاجة اجابية بينسى فهم عظيم يقول اه ده فلان اللي بصاق فلان اللي خلاص عليه فتلاقي يعني خلاص انت الجمهور يعني بقى في حتة تانية خلاص بيد عنك حتى لو كنت بتقدم شكل كويس ايه لان يعني يهدى عليك يهدى عليك يهدى عنك وخلاص كده بعد كده تلاقي كل الكلام كابتن تامر يعني لقاءات القمة اكيد كتيرة بس اكيد فيه حضرتك لك كده مواقف او ليك مباراة لا يمكن تنساها مواقف لا يمكن تنساها مع العيبة كتيرة زواء اهلي او زمالك او سواء مع الجمهور او سواء مع الحكم كابتن بقى عن المواقف الشخصية لحضرتك لا مش مراح ده يعني يا جمالينة زمالك عرفتني حبيتني من مطشط الهلي وزمالك يعني اول لقاء اهلي وزمالك ليا في حياتي جموسي 90 و90 دي انا كنا بنلعب كاس عالم في البرتغال لمنتخب الشباب طب تعالى كابتن يعني معنا التليفون مع واحد من نجوم نادي الزمالك طبعا يعني هتقول قالول اول نرحب بيه بعد كده اكيد هتعرفون من صوته طبعا السلام عليكم عليكم السلام وصلوا وكاته باك عمر كابتن اخبار حضرتك عرفتوه مين ولا لسه كابتن ايسام فاروق نجوم نادي الزمالك نادي فايتن الدروتر دام كابتن ايسام براحب بيه كابتن ايسام على قناة الاهلي ويعني دايما بنراحب بيك في بيتك وكابتن تامر موجود في بيته ويعني دعوة لنبزع تعصف في فقرة بكل روح رياضية كابتن ايسام دي حاجة جميلة جدا الله عمر اولا بتسلم على كابتن تامر افحميد زميل وعشرة عمه 33 سنة انا عرف تامر من 66 تابنين لما رأيبنا كاس العلم للناشئين بقى وبعد كده الشباب وانتخب هولومبي عشرة عمه حبيب يا كابتن ايسام منور الدنيا كلها والله حبيب يا سنة ربنا يا برايك لك يا حبيب وسهلا طبعا كابتن احمد بلال يعني انت جلت اتنين من اعظم العيبة في مصر في الروح الرياضية وفي التاريخ وفي الاخلاق وفي البطولات كمان الله يخليك يا ربنا كريمك يا رب والسلامة طيب وان شاء الله تكون دايما بخير وانوارنا هنا في قناة الاهلي اكيد ربنا يبرك لكم جميعا يا رب ان شاء الله يعني اكتن ايسام حركت مش واحد غريب على قناة الاهلي دايما بيت حضرتك وبتكون موجود معاي وبنتكلم في الكرة العالمية بشكل عام لكن النهاردة هنتكلم على الاهلي وزمالك وحركة موجود معنا عشان نتكلم على روح الرياضية ما بين الفرقين وبنتكلم على نفس التعصب اللي موجود دايما ما بين الجمهور تلاعب خلاص لكن عدم وجود جمهور ايضا بيؤثر على مباراة القمة ما فيش كلام بساط زي ما انت قلت كده عمرض يعني الدول المصري كان اقوى دوري في البنطية العربية وكله عارف كده انا شايف ان البساط بيتسحب يعني غايدة موايدة شوفنا الدور السعودي عاملت زي الدوريات في الخريج الدور التونسي الدور المغريج كنا بنمتاز بالحضور الجماهيلي المكثف دي بعد يمكن عشان ظروف البلد اوكي كلنا يحب البلدنا ولكن فنيا بقى اعتقد ان قمة لأهل الزمالك في المنطقة العربية يكفي ان اقول النهاردة في ماتش النهاردة في رئيتين فيتا عيبا 12-13 لعب كانوا في كاس العالم الاخيرة في روسيا عشرين 18 نظبوط لابن العيبة اساسية والعيبة احتياط يعني وكرمنا عن نادي القهدي فيه الشيناوي في عيمن عشر خساعد سمير علي معلول ناحية التانية في نادي زمالك فيه الوينش كان معلسكواد نفس الشيء بالنسبة طريق حامد فرجان الساسي طريق حامد طريق كهرباء فمفروض يعني المستوى كان معكاس عالم اعلى مستوى في الدنيا كلها ويمكن انا شايف ان المبراء بعيد عن الشرد العصبي والموجود على السوشال ميديا فنيا حيكون مستوىها راقي لان السادتين هلعبوا على المكسد اتمنى ان شاء الله المبادرة اللي انتم بتونجد بيها روح الرياضية ونفذ التعاصل المبراءة تخرج بشكل نبين الوجه الطيب للرياضة في مصر بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة وفنيا اتمنى ان شاء الله ان انا اتمسع بالنبراء لان انا من صهرين عايشين على مباريات اهل الزمالة التلاث القمة وان شاء الله الاهضب يفيد بيها كابتن نهيسن بشكر حك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناة النادي يا الاهلي وزي ما يعني كابتن نهيسن طبعا يتكلم معنا وفي نفس الاطار اللي احنا بيتكلم فيها كابتن تامر لكن نرجع بقى للذكريات ولقاء اهل الزمالة موسم تسعين وحدة تسعين وحدة كنا بنلعب كاس عالم في البرتغال لمنتخب للشباب اللي شعفت ان انا كنت كابتن منتخب مصر في يوكامبالي خمسين يوم بعيدة عن الفائل كان جعنا خلصنا البطولة وجعنا في الطيارة كان تاني يوم مباراة الاهلي والزمالك طبعا حزين جدا في الطيارة راجع كان نفسي اول عب ما لقيتش قبل كده مطشط اهلي وزمالك خالص حيطة الجماعيات اللي انت كنتوا بتكلموا في كان نفسي افعال ومليش نصيب يبقى السنة الجاي بقى وعلي خير نزلت وانا نازم على سلم الطيارة لقيت اللي هو قبيل والكابتن سميل السيد المدير الإدايا رحمة الله علي مستنيني على باب السلم خير قال لك هاتشانطيتك وإيه وتعالى معنا على معسكر ناد سميل مطش بكرة قال لك اه انت موجود معنا كان ساعتا المدير الفني كابتن أبرجيلا والمدارب العام كابتن حلم طول اقتمعت معهم فقالوا لي انت بكرة معنا فين في الستاشر كان ساعتا لسا ستاشر مش في الانتاشر صح فقلت لهم بكرة موجود قالوا لي اه موجود احتياطي وبالنسبة لنا تغيير وطيت بوست يجلين الكابتن أبرجيلا قلت له نفسي أبتدي قال لي لا تبتدي انت بلغ خمسين يوم بيد عن الفئة وبلغ ثلاثة أربعة أيام مخلصين البطولة ولا اطمرنت ولا حتى اطمرنت تميينة خفيفة مع فئة ما ضاش يبتدي بيك قلت له بتدي بيها كابتن ولو يعني انا عارف ان فيه جابة قوية جدا في النادل آلي ساعتها لو ما وقفتهاش ما بطنكم انا جاي لك اه جاي لك واي تقل اتقل تاخذ حاجة نظيفة وامي في المحاضرة جاءت كابتن أبرجيلا مفاجأة بادي بي المباراة كان بيلعب قدامي ساعتها رضا عبدالعلم ما كانش لسه جي النادل آلي وكانت الجابهة دية مين بقى في النادل آلي كانت كابتن عباسي وقدامه كابتن علاء ميوب وقصه مع عابي تلاتة دول كانت جيسة وبعها تلاتة تلاتة فقال لي اقف تتدمش اقفل لي الجابهة دي ما حدش عدي خالص ويضع عبدالعلم كده كده ما بيدفعش فياخد هو الجزء ياخد هو الجزء قلت له طب خلاص ماشي بس خلي كابتن اسمعي يوسف في مين نحيتي شوية ولقى الجام يعني اللي نحيتي شام ياكن بحيث ان ايه شام بيغطي كان ساعتها الشام ياكن ونبيل محمود وقشوف قسم ايه لبهة فقال لي خلاص ماشي والمهم نزلنا لعبنا اللقاء وابتديت ايه يعني شوية شوية كده مع كابتن قصام عربي وفي واحدة كده واحدة ايه داخل فيه داخل الجام ده واحدة خليها لوكيت فوليمي فمين بقت يعني سيخن قوي والجنن كابتن عباسي فجي اللي قال انت هاد صغير اعمش اسمي لسه قول مطلع بقى قال انت هاد صغير اهدى شوية يابن طوله يا كابتن اسمي تاما ما تقوليش واد صغير والجدع يجي هنا اعمش هواه طوله لو انت اوحد انت لا يجي لا اقطع الواجلين جاي جماليك جي جماليك شايف وابتاق مش عفتلع بقى الكابتن نقصام اعاردي وعملوله بقا كذفو مش عيف هو بتعخ trim ونزق بقى عيني م administrav يعني فجي لي جماليك شايف قالي لو خلعت كذفو التاني هوتو ضك قالي لما خلعت كذفو التاني هوتو ضك و الخلصت كده تغير بقى وعوة هو النحي التانية خلص لان كانت الدنيا قفلت خلص وساعتك الكابتن طبعا يعني كان بقى ايه في ايه صنائيات ما بينه ما بينه هو باكليفت بيتقدم على طوله وانا واقف مكان والحمد لله بالعلمين افلنا الجابها ديه التمام التمام الشروط التاني ربنا قرمنا بمكسب حلو اتنين صف جن بتاع عيمان يونس ومصطفى ابراهيم ده مطش التاني كان في نهايه تلاتة وتسعين وربعة وتسعين على ما اتذكر كانت كنت تغيير نزلت مكان ششيني كان اتعوى نزلت وفي سبينت ما بيني وما بين ياسر ريان جال انا شد في العضلة الضمه وياسر جاله قطع في الخلفية فتغير وكملت انا اصلا نزل تغيير فمش هينفعت له بتغيير ما بليش ديتيه فكملت فطول ما انت بتكمل على الاصابة طول ما هي عملة ايه تزيد معاك تزيد معاك تزيد معاك تزيد معاك اه اخر خمس ده وعشر ده في اللقاء خلاص بقى كنت ايه خلاص بقى ايه كانت وقف على شعرائي وبعدين ايه بقى هاجمة طبعا انا واقف ما بقى هاجمش فاشرف قاسم لقيته بيقول لي طلع طلع فينا انا مش قادة قال لي طلع اتقدم قلت له مش قادة اتقدم فيه وعملي القرى قدامي ما هو مانحب مانحباك من همش بضعك؟ ايه غزب بيقولني مانحباك غزب بيقولني ان لا بقى لم يتحدث ايه أسحباك غزب بيقولني ان بقى صدرت على ايه غزب بلkr كمي يتحوز بس الاسعور بوستني مانحباك من الاسعور رحت رايح مستيلم الكوة كان جمال مساعد سعيتها بيلعب لقيته فضال السكة فانا بخلص بيني وبينك يعني فهدتوا فضال السكة رواحت ضايص عليها رايح تمامه واحتعام الكروس باص لأيما منصور واحد صفة في خالد الضبع واخدنا به دور عام وكانت الدنيا اتقلب فزكرياتي الحمد لله بالعالمين في ماتشوات النادي الأهلي تقريبا تقريبا كلها قرى تقريبا تاني يوم بقى الماتشو الأولاني كان فيه معسكر منتخب أولمبي ومعسكر منتخب أول فكتنا طبعا في المنتخب الأولمبي وكابتن قصير معربي في المنتخب الأول سألت عليه طبعا سألت عليه يعني ما تكسفتش بيني وبينك وأنا عرف أنه هو مهزب وإنسان جميل ومحترم طبعا خبطت عليه فشافني عايز أقولك استقبلني في القوضة قال لي ايه ده تعالى 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 عادنا مع بعضهم تزعلش أنا آسف قال لي كده تزعلش منا كابتن هيا طبعا الروح ده يا ضيلا دايما كلنا بحرسين عليها جوه وبورا الملعب لكن أكيد الكابتن نحن بلال عنده بقى أجواء مختلفة وذكريات اللي يمكن ينساها ويعني حراك راس حربة فكرة دايما يعني عليك مسؤولة كبيرة جدا انت اللي هتكسب الأهلي النهاردة ودايما كان أكيد بيكون عليك رقابة لثيقة جدا فعايز أعرف مين من اللعيبة أو مدفعين الزمالك اللي بيكونوا منتوا من معاك وفي نفس لقت الزكريات اللي حراك اللي يمكن تنساها أيوا كده أخد نفس كده وقل لي بقى يابني 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 الزكريات أو اتنين لا بص طبعا ماتشاط الزمالك بتبقى ماتشاط لها طبع خاص يعني غير دلوقتي خالص يعني كابتن تامر تكلم على حاجة يعني مهمة جدا جدا ان انت أول مباراة بتلعبها قدام النادي بتبقى يمكن أهم مباراة بالنسبة صح في حياتك كلها صح يمكن أنا صدفتني حاجتين حاجة حلوة وحاجة يمكن وحاجة وحشة أقول لك الوحشة ده كنا بنلعب ماتش اتنين واحدة كابتن ايو اللي هو الزمالكز باتنين واحدة ايو وانا كنت عبتدي للماتش تمام كابتن حسام حسن لسا ساعتها كان موجود في الأهلي وتأوى والليوم اللي قبلي عاملين تراي ماتش لوله الأربع والماتش بجمعة وخلاص هلعب يعني وعندي تننتش في سنة لس وبعدين خناءة حصلت لقيت مش خناءة مشادة يعني في المصدي في المو عسكر بالليل سمعت كده أصوات غريلة فقلت له من مش هلعب بكرة على الفكرة كان معي كابتن هدي خشبك أنا معي فقلت له كابتن هدي بصة أنا سمعت بي منك كلام كده بس أنا مش هلعب بكرة اللي بتأكد رأييك كابتن لقلك عرف كابتن هدي يعني خلص قال لي لا دا انت بقلك وسبوق بتتمرن وحسام حسن بقلك وسبوق ما بتمرنش قال لي كابتن نفوس قال لي كابتن نفوس يا كابتن بلاد قال لي كابتن نفوس إزاي ما يفرحش قال لي قال لي كانت شكلها كده لأ فالتاني يوم الستاشر كنا برضو سعدها الستاشر جاء الستاشر أنا موجود طبعا كل حاجة بس التشكيل حسام حسن طبعا الشيط لأول عدة مغربين واحد صفر تعدلنا على إبراهيم واحد واحد ماشي بتاع كابتن حازم إمام اعتقبت اثنين واحد كلبالي اه بتاع كابتن واحد هوول ما تشل اوتوفيستا ايوه الشيطة اللي جاء واول ما تشل اوتوفيستا اه اوتوفيستا 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 اه صغير برزو كده سوء الجابني كده والله لكن الوضع بالنسبة لي كان مؤلم جدا الحي و الوادايه من نادي الاهلي كانت ملابسة و يتعدنا اثنين اثنين وكتنا أنا كان حظي دايما في ماتشاة زامالك بابا دايما بتعور قبلها على طول مش عارف قبلها على طول المهم كنت جاي من إصابة بتاع شهرين كده وجاي عشان هلعب المباراة وكان ساعتها السنتر باكس الاثنين المدافعين متوقف زامالك كان متحت عبدالهادي وبشير التبع واثنين برضو عوتي يعني طبعا تقال قوي 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 بشير التبع أول مرة ألعب يعني نلعب أنا هو قصاد بعدي فلقيت بشير التبع جاي تعرف بعض اللوته بتاع بقول لك ايه في ملك جاي بقى متعصر طبعا طبعا بقول لك ايه تلو نعم خيري علي يومر مجيش إنه حياني هو ملعب الله ممنوع طيب طيب يعني يعني كنتمتمر يعني باشرع شكرا جزيلا على وجود حدك معايا يعني كان نفس ان احنا نوع دكتر من كده لكن عايز اشكر صد ايمان بادر طبع صاحب الفكرة واللي ابتداها السنة اللي فاتت بوجود الكابتن ايمان يونس هنا هوت في القناة برضو في مطشا اليوزا مالك فلو وجب علي ان انا اوجه له الشكرا شكرا كابتن تامر طبع الشرفين عورتين وبيت حباك في اي وقت شكرا كابتن تامر بنا خليك كابتن بلال شرفين عورتين وسترقعت جدا بالحديث اللي كان بين حركوا بين كابتن تامر بنا خليك يا رب تسلم طبعا وسعيد بنا خليك كابتن تامر سمك جاي السمك جاي سمك جاي سمك جاي لان الأدلاتي بان رجال وسلم حضركم نهاية الفقرة بكل روح رياضية مع التين من نجوم مصر الكابتن تامر عبد الحميد نجم مصر ونجم نادي الزمالك والكابتن أحمد بلال نجم نادي الأهلي ونجم مصر هنروح لفقرة مهدام من الكابتن تامر بجاته علشان بعديها نرجع ونستقبل الكابتن إستامي الشاطر وديوفه الكرام في ملعب الأهلي احترام اهم حاجة من نظري في الحياة كلها هو الاحترام وأكتر حاجة تدل على وعي البني آدم وتحضره هو الاحترام إذا كنت هتكلم عن الاحترام في العموم خلينا اتكلم عن الاحترام في الرياضة وازاي ممكن ننقل الاحترام من الرياضة لحياتنا العداد من أول احترام المدرب للولد الصغير هو لسه حيلعب حاجة احترام موهبته وبعد كده واحدة واحدة هتلاقي الولد يحترم المدرب وبعد كده نتقل من احترام المدرب للولد والولد للمدرب هتلاقي الاحترام الزميل في الفريق وزاي يحترمه وبعد احترام الزميل احترام المنافس في الملعب وبعد كده احترام الحكم اللي هو أساساً بيحترم القانون بتاع اللعبة فهي سلسلة ودايرة كاملة من الاحترام اللي هي أساس الرياضة أو أساس اللعبة اللي بنلعبها فمن غير الاحترام الكامل بين كل الأطراف دي لا يمكن تقوم الرياضة في الأساس وما كان خلينا نوصل لاحترام اللعب للنادي بتاعه احترام الفريق وبعد كده احترامه للجمهور وبعد كده احترام الجمهور لللاعب والاحترام ده على فكرة لازم يبين من أول ما بيبقى فيه بطولة أو فيه مطش معين بتلاقي الفريق أو اللاعب يقف قدام عالم بلده ويعمله النشيد الوطني وتلاقي كله يحترمه حتى لو مش عالم بلده أو مش نشيد بلده بيقف يحترمه ده وبعد كده تشجيع الجمهور للعيب وهو نازل بيسقف له وتلاقي اللاعب بعد كده بيسقف للجمهور بعد المطش بيقص أو في وسط المطش اللاعب لو خارج من المباراة بتلاقيه فيه يسقف للجمهور جمهور بيسقف له وهو خارج حتى لو خسران حتى انك تخسر لازم بقى فيه احترام برضو الاحترام بروتوكول نظام ولازم يباني والاحترام بيخلي الناس تشارك بعض حاجات كتير قوي زي وقفت ديئة الحداد قبل اي مطش او اي قبل اي بطولة على مثلا شخصية ماتت رياضية او غير رياضية ضحايا حروب ضحايا زلازل ضحايا اي كارثة طبيعية حصلت يعني دي بتبقى واقفة دقيقة احترام دقيقة تحضر دقيقة ريسبكت وعندنا احترام الوقت وهو ده اللي احنا محتاجينه جدا احترام الوقت خاصة في بلدنا بس ده تقدر تسأل ده للحكم اللي بيحسب اخر ديئة المسلمين اخر ديئة في المطش الجمهور كله مستمي اخر ديئة او اخر ثانية في المطش لو اللعب محترمش الوقت ده لو احترم الديئة او الثانية دي وانه يقدر ممكن يكسب فرقته لو احترم الديئة او الثانية دي ويتغير الموضوع بالنسبة لفرقته له الجمهور وكل الناس حواليه بسبب احترامه لديئة دي تقدر تسأل عليها اللعيبي اللي بيجيب جون في اخر لحظة في الدقائق دي تقدر تسأل عليها ماركل جوردن لهو بيرمي اخر بسكت بالنسبة لفرقته في اخر ثانية وكرة في الهواء ويكسب بيها فرقته ممكن تسأل بيها برضو مايكل فليبس في اخر لحظة من السباق وهو داخر جزء من السانية جزء من السانية ومايكل فليبس بيحط ايديه بيكسب بيها السباق الاحترام بقى ده لو اتنقل لحياتنا واحترام الوقت احترام اخر دقائق العمل احترام دقائق المواصلات ومواعدها احترام اخر ثانية في اشارة المرور ويمكن اخر ثانية دي ممكن تبال في الناس اللي شغالين في البورصة احترام اخر ثانية في البورصة مهمة جدا عندهم وبما اني بتكلم عن احترام في المجتمع عمتا ففي نقطة مهمة جدا احببت ان انا اتكلم فيها وهي نقطة احترام دي والاحتاجات الخاصة او الاسباشل نيدز احترام وجودهم احترام حقوقهم احترام اماكنهم في الاماكن العامة ماشيهم في الشارع اماكن البوركينج بتاعتهم انتظارهم حقوقهم عمتا في كل مكان ودي نقطة مهمة جدا لازم نهتم بيها احنا بعيد شوية عن الاحترام العام عندنا مشكلة في الحتة دي الاحترام العام احترام جيل لجيل الاحترام الوقت احترام الحقوق احترام العام ولازم كل واحد لازم نعل confiance له لولادنا لازم تتعب شوية مع ابنك و ابنتك مhouse لازم نتعلموا خلال البيت أول حاجة وبعد كده احترام في المدرسة الشارع في النادي في كل حتة من جيل لجيل لما نقدر نعمل مع ولادنا ده هنقدر من جيل نجيل نرجع لاحترام الولاد دول نفسهم واحترامهم لنا واحترامهم للمكان واحترامهم للحقوق وفي الآخر احترام لبلدنا كلها الاحترام هو بداية التقدم والتحضر من غير احترام بشبه في نظام ومن غير نظام شبه فيه لا مؤسسة نجحة ولا جيل ناجح جيل يقدر يحترم الماضي والحاضر ويخطط للمستقبل جيل يقدر يرجع بداية الاحترام لتقدمنا لنا والبلدنا وللانسانية كلها فكرة اتمنى انها تبقى موجودة بنا بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الاهلي نهاردة الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين او زي ما حضراتكم شفتوا من الساعة واحدة حتى الان الساعة الرابعة عمر ربيع يسين محمد سعيد وامير هشام عاملين تغطية رائعة الحقيقة خلال ثلاث ساعات اللي فاتوا حكون مع حضراتكم من دلوقتي حتى الساعة السابعة وقت المباراة هل ستلعب المباراة ولا لا كلام كتير جدا من الصبح الغاية دلوقتي وزي ما حضراتكم شفتوا وزي ما الناس شافت النهاردة طوال النهار ومطر شديد جدا في برج العرب في الاسكندرية وامور كثيرة جدا حدثتوا الجو ومش الجو انا مش عايز اأكد بس ولا عايز انفي ولكن الاقرب الاقرب ان القمة النادي الاهلي ضد نادي الزمالك هتقام في تمام الساعة السابعة حتى هذه اللحظة كل الكلام اللي طالع من اتعاد كرة القدم ومن الحج عامل حسين ان المباراة ستقام الا اذا كان للحكم رأي اخر لو جينا بصينا للحكم وانا برضو هتكلم مع الموضوع ده مع النجم الكبير كابتن سامير عثمان الحكم من رومانيا وبالتالي رومانيا فيها امطار كتيرة جدا وفيها الملاعب كلها دايما بتبقى غرقانة في فصل الشتاء وبيتلعب عليها المباراة وبالتالي اذا طلاقت رغبة اتحاد كرة القدم وهي الرغبة الاكيدة في لعبة هذه المباراة وعدم تأجيلها تاني الرغبة الاكيدة في لعبة هذه المباراة هي رغبة اتحاد كرة القدم وعدم تأجيلها لان ما فيش وقت خلال الفترة اللي جاي ان يتم تأجيل هذه المباراة اذا طلاقت هذه الرغبة مع حكم المباراة اللي أنا من وجهة نظري حيلعب المباراة دي بشكل كبير بنسبة 90-95% هتتلعب هذه المباراة إن شاء الله في تمام الساعة السابعة هتتلاقى رغبة اتحاد كرة القدم مع رغبة الحكم في لعب المباراة خصوصا أن المسؤولين في برج العرب اللي هي خلال الأسبوعين اللي فاتوا تحديدا كان هناك صيانة شاملة لأرضية ملعب المباراة وكان من المفترض أن هي هتظهر بشكل رائع النهاردة وده كمان إحنا شايفينه وعارفينه خلال الفترة اللي فاتت اللي أنا بقوله لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا ستقام مباراة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك في تمام الساعة السابعة إلا إذا جد جديد هنقوله لحضراتكم على طول وعشان نعرف إيه اللي بيحصل خلينا نروح لمرسلنا كريم أحمد يؤكد أو ينفي أو يشوف حيقول لنا إيه في هذا الموضوع الكريم كابتن إسلام بجد التحية ليك برحب بيك وكل مشاهدين وكل جمهور لا مش لابستين قبل مكره حبي يا أوفا كويس كابتن إسلام تبقى للطقس والمناخ المتواجد في هذه اللحظة وأكتر كمان لا يبقى كابتن إسلام لأ جو بردي يمكن جو بردي جدا وفيه هوا بشكل كبير جدا هنا لكن بأكد لك كابتن إسلام الجو من ساعة ونص أو من ساعتين مفيش أمطار الأمور يمكن حتى هذه اللحظة مفيش أمطار وده اللي بنأكد عليه حاجة عامر حسين كمان يمكن بصرح بتصرحات عديدة جدا من صباح اليوم ممكن يبقى فيه أمطار في تمام الساعة الخامسة أو الساعة أربعة الأمر هيبقى فيه مشاكل ممكن تبقى فيه نية للغاء المباراة لكن أنا بأكد لك كابتن إسلام باللي احنا شايفينه بين وجود الحاجة عامر في ملعب المباراة وأيضا كمان المعاينة للملعب فيه شغل كبير بوزل في استاد برج العرب من الناس المسؤولة طبعا فيه الاستاد على تجهيز الملعب فيه شفط تم بشكل كبير كان فيه تكتلات طبعا ليه المياه لكن بأكد على كلامك أن فيه إصرار كبير من اتحاد الكورة لإقامة هذه المباراة لأن ما فيهاش نقل الوقت دايق جدا ظروف الجدول انت عارف كابتن إسلام صعب بشكل كبير لكن التقس حتى هذه اللحظة التقس متميز جدا ومميز جدا لإقامة المباراة بنعمل أن يبقاش فيها تأجيل لانت عارف الشهر ده النادي الآلي وقلنا يمكن كمان في مدخلتي معاك أمسا كابتن إسلام النادي الآلي عنده التحاد السكندري هنا في الأسكندري ومن الوارد أن يكون في أمطار أيضا كمان في خلال غدا أو بعد غد لكن إن شاء الله بإذن الله الجو والتقس والمناخ والأجواء كلها المحيطة في فريق النادي الآلي تكون مهيئة ليه لإقامة هذه المباراة ومنها إن شاء الله النادي الآلي أدي أداء رائع يسعد جمهور النادي الآلي ويحصل إن شاء الله على الثلاث نقاط اللي منتظرونهم وكل جمهور النادي الآلي منتظرهم بشكل كبير عايز كمان أكلمك كابتن إسلام على الأجواء الخاصة وأيضا كمان الترتيبات الأخيرة المحاضرة الفنية التحرك اللعبين كل الأمور الخاصة في فريق النادي الآلي أجواء تركيز على أعلى مستوى هنا في فندوق الإقامة طبعا لحظة بلحظة معاك تمام كابتن إسلام اليوم النهاردة طبعا من البداية صباحا كان الفطر الصباحي كالعادة لفريق النادي الآلي الغداء كان في تمام الساعة الثانية ظهرا المحاضرة فنية كانت تسريعا لمستر رامارت الأسارتي واجتماعه مع الجهاز المعاون اللي بشكل مستمر قبل كل مباراة وليلة المباراة ويوم المباراة كمان بلحظات بسيطة أو بساعات بسيطة بيكون في اجتماع فني للجهاز الفني قبل المحاضرة الفنية الأخيرة اللي بتكون في فندوق الإقامة بعدها مباشرة ما نقدرش نقول أن في أي حد من لعبة النادي الآلي كان متواجد في اللوبي المحيط بفندوق الإقامة مجرد أن الغداء أو الفطار بيكون انتهى مع اللاعبين الكل بيتوجه مباشرة إلى الغرف ده اللي احنا بنأكد عليه وده اللي محسسنا كمان كابتن إسلام من التركيز هي سيمة اللاعبين وسيمة معسكر فريق النادي الآلي محاضرة فنية هتكون بعد يمكن أكثر من عشر دقايق يعني أربعة ونص أو خمسة إلى ربع بكتير ويكون المحاضرة الفنية لمستر مرتل سارتي المدير الفني مع لعبة النادي الآلي على أن يتوجه مباشرة مع التأمين الخاص هنا بالنادي الآلي خمسة وربع تتوجه حفلة النادي الآلي إلى أستاذ برج العرب رغم عدم حضور الجمهير كتيرة كابتن إسلام زي ما احنا عارفين والأرقام المعلنة لكن فيه تشديدات أمنية كبيرة جدا وفيه تأمين على أعلى مستوى زي ما أكدنا قائد المنطقة الشمالية وأيضا كمان قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين من مديرية أمن الأسكندرية فيه ترتبات على أعلى مستوى بشكل كبير جدا لهذه المباراة نقطة كمان مهمة حابة أتكلم معك فيها وهي وصول لناب رئيس النادي الآلي معاني الوزير عمري فاروق لمؤذرة الفريق مع الكابتن بيبو اللي أكدنا وقونا أنه كان متواجد مجرد وصول لعب النادي الآلي ومجرد وصوله كان متواجد مع اللعبين في التدريب الأخير على أستاذ برج العرب المؤذرة والرسالة واضحة جدا للعبين من مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب الكل ممكن مركز كابتن إسلام في هذه المباراة ينقصنا التوفيق والظروف الخاصة به المباراة إن شاء الله بإذن الله المباراة تخرج بشكل يليق باسم النادي الآلي وأيضا كمان النادي الزمالك كمان احنا بنحاول نحن نكون متواجدين معاك وبنعمل لقاءات كمان مع الجمهور المتواجد بنشوف التوقعات القراء الناس شايفة المباراة ازاي في التقسي الصعب جدا هنا فيها الأسكندرية لكن عايز أأكد على موضوع التقسي إنه ما فيش أمطار الأمطار يمكن سبتت بشكل كبير وده اللي احنا إن شاء الله بنأمله على معاد المباراة يكون أرضية الملعب ما يبقاش فيها أي تكتلات لكن من الواضح إنه يبقى فيه طينة كتيرة كابتن إسلام بلغة الكرة لأن تعارف برج العرب يعني مستهلك بشكل كبير جدا خلال المرحلة الماضية في إنجيلة وفي شغل بيوبزل لكن إن شاء الله بإذن الله كل الظروف تكون معنا بإذن الله إن شاء الله كابتن إسلامي كلنا فرحة كبيرة مع اللعبين والجهاز الفني أنا معاك كابتن إسلام هل في أي أخبار عن التشكيل هل في أي أخبار عن من سيكون في وسط الملعب ولا لسه الكلام ده لم ينتهي حتى الآن ولا كابتن إسلامي انت عارف طبعا يمكن الكل متكتم على هذا الأمر لكن لو قدر أتكلم معاك ونقدر نقول قبل انطلاق المباراة الأقرب واللي نقدر نقول اللي جاهز بدنيا واللي بيشتغل عليه مستمرت الرجمغالق التدريبات خلال الأيام الماضية قدر أقول لك في الشناو في حراسة المرمى محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول في المنتصف عمر السلية وحسام عشور ونحط تحت عسام عشور خطنا كابتن إسلام رمضان صبحي أجيه ناصر ماهر ومروان محسن ده الأقرب وده اللي احنا بنحاول إن احنا نكتهت فيه إن احنا يكون معنا هذا التشكيل اللي ميجد جديد مجرد وصلنا للملعب الأمر ممكن يكون مختلف ممكن تبقى فيه رؤية ليه مستر إمارت اللي صارتي والجهاز الفني بلافة لاعب بلافة لاعب لكن الأقرب إن شاء الله الكل جاهز لكن ده الأقرب يعني ده دمش التشكيل الرسمي وبالتالي مهم جدا نعرف إن ده وجهة نظر كريم وجهة نظر هنا ملعب النادي الأليو لأ دمش الرسمي بالزابط لها ممكن دمش التشكيل الرسمي بالزابط يا كابتل الإسلام بس ده اللي أنا عايز أكدلك عليه من خلال معلوماتنا ومن خلال أسئلتنا ومن خلال المجتهاد اللي احنا بنحاول إن احنا نكتهاده التمرين مغلق بشكل كبير ونت عارف لكن فيه مفاجآت وارد إن هي تكون بشكل كبير لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن التشكيل بشكل رسمي لكل متكتم بشكل كبير لكن الأقرب من خلال إلا أنا أكلمك عليها كابتن إسلام من خلال التدريبات ومن خلال معلوماتنا إن شاء الله بإذن الله الكل يكون جاهز اللي هيكون متواجد كريم حكم المباراة قعد في نفس الفندق ولا في فندق تاني عدد كبير من اللاعبين متغير بشكل كبير حكم المباراة قعد في الفندق ولا في فندق تاني عفوا يا كابتن اسلام حكم المباراة قعد في نفس الفندق ولا في فندق تاني لا في فندق اخر يا كابتن اسلام حكم المباراة لا لا في فندق اخر هو العبت النادي الالي مع النادي الزمالك الجهاز الفني هنا وهنا لكن حكم المباراة غير متواجد في فندق القامة متواجد في فنده آخر بيبعد يعني يمكن ده نقول خمس داية وعشر داية عن ملعب استاد برج العرب لكن كل الأمور إن شاء الله يكون مهيئة لفريق النادي لأي لك البلبلة اللي بتحصل من الصبح لغاية دلوقت يا كريم برضو وده مهم جدا إن احنا نتكلم عنه هل اللعيبة بعيد عن هذا الموضوع يعني طبعا أكيد اللعيبة عندها فيسبوك و سوشيال ميديا يعني وبالتالي هل هم بعيد عن البلبلة اللي بتحصل لأن المطشح هتأجل المطشح هتلعب المطشح مش هتلعب أصل المطرة أصل الساعة أصل كذا هل اللعيبة انت شايف طبعا وانت قاعد مع اللعبين طول الوقت هل شايف إن هم بعيد عن الموضوع دا ومركزين فقط في ملعب المباراة وكيف سيفوز النادي الأهلي إن شاء الله دي النقطة المهمة يا كابتا الإسلام إن بالفعل الساعات اللي ماضية مجرد إن هطول الأمطار بشكل كبير لكل اجتهد وقال إن كالعبت النادي الأهلي بتقول إن المباراة أو ممكن حطوا لعبة النادي الأهلي في جمل مفيدة أو غير مفيدة لكن بأكد لك اللعيبة فصلة نفسها بشكل كبير جدا وده دور كبير بيقوم بيه الكابتن سيد عبدالحفيز المدير الكرة مع أيضا كمان ميسا مارتن جاهزية اللعابين للمباراة تحت أي ظرف وده اللي إحنا لمسينه من اللعابين حتى لو فيه أمطار اللعيبة خلاص يمكن الكل جاهز الكل نفسيا وبدنيا وزهنيا لكل جاهز المباراة بالنسبة للعبت النادي الأهلي من السمارة نشتغل بشكل كبير فنيا لعبت النادي الأهلي ينقصها النهاردة تكون موفقة ينقصها تكون الجدية والأداء المميز والفدائية والشجاعة المعروفة عن فريق النادي الأهلي وشخصية البطل إن شاء الله تكون متواجدة النهاردة فيه المباراة فصل تام وفصل كبير وده اللي معروفة كابتن إسلام على العبت النادي الأهلي هو الهدف هي المباراة تحت أي ظرف مهما كانت الغيابات مهما كانت الظروف مهما كانت طقس المتواجد إن شاء الله بإذن الله كل هذه العوامل تخلق دوافع كبيرة جدا للعبت النادي الأهلي ومنها إن شاء الله يفوز النادي الأهلي يسعد الجمهور وإن شاء الله بإذن الله تكون نقاط المباراة من نسبنا كابتن إسلام وإحنا بنتكلم قبل الهوى يا كريم وده سؤال يا جماعة يعني مهم جدا لأن جزم الكرة هي دي سلاح لعيب الكرة جزم الكرة اللي بتتلبس في رجليه هي دي سلاح لعيب الكرة يعني أنا كنت طبعا بتكلم مع كريم طول النهار النهار ده وقال لي أن معظم اللعيبة حتى الجزم اللي هي الست ستارز الحديد دي على على كتابها كده وهي مشة رايحة التمرين وجام التمرين بتاح السوبة لسخوت أمتار أعتقد أن ده شيء مهم جدا يا كريم بالضبط يا كابتن إسلام لعيبت النادي الأهلي بعقلية المحترفين وجهازهم الفني بعقلية المحترف كان فيه طبعا أكيد رؤيا بالفعل ممكن يكون فيه تواجد أمطار وهطول أمطار نظرا كمان لعدم جهزية استاد برج العرب بالشكل الكبير أنه ممكن يقدر استابل أمطار كبير ما يبقاش فيه أي تجمعات للمياه لعيبت النادي الأهلي جاهزة يعني ستارز بتاع المطر متواجد ستارز أيضا كمان غير المطر متواجد الكل جاهز ينقص من شاء الله زي ما بقولها كابتن إسلام توفيق مع اللعبين حكم المباراة كمان إن شاء الله بإذن الله قراراته تكون صائبة النادي الأهلي ياخد حقه بلغة الكورة وأيضا كمان نادي الزمالك الكل جاهز وأكد لك كمان على موضوع الحزاء لأنه انتشر بشكل كبير أنه لعيبت النادي الزمالك والنادي الأهلي ما عمش أحزية المطر وده كان كمان على السوشيال ميديا بيناقش بشكل كبير جدا لكن أقدر أقول لك الجهازية تم كل الأدوات الرياضية اللي بتتبع أفريق النادي الأهلي مع الجهاز الطبي لعيب النادي الأهلي الكل جاهز والجميع جاهز إن شاء الله بإذن الله الجهازية دي تنعكس علينا كابتن إسلام في ملعب المبرارة عموما إحنا معاك أي وقت حتبقى أو يتحرك الأوتوبيس لعيب النادي الأهلي من فندوق الإقامة إحنا موجودين معاك على الهواء مباشرة أنا أشكرك جدا يا كريم على كل هذا المجهود الحقيقة بقى لك ثلاثة يام مجهود رائع نتمنى إن شاء الله أنه يكلل بالنجاح في نهاية هذا اليوم الرائع ونتمنى يوم رائع للجميع شكرا أنا كريم وأي حاجة معاك إحنا على طول تيجي معانا عشان نتكلم فيما سيحدث خلال الفترة القادمة الثلاث ساعات أو الساعتين ونص اللي جايين إيه اللي حيحصل زي ما قلت لحضراتكم شيء مهم جدا 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 فيه ناس ممكن تتاريق على الكلام ده لكن جزمة الكرة حتفرق معاك كتير جدا 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 عشان كده كنت بتكلم مع بعض باللعاب النادي الأهلي من ثلاثة أربعة أيام تقريبا قلت لهم أهم حاجة وكانت كابتن سال عبد الحفيز برضو تكلم معاهم في هذا الموضوع لأن أنا كنت في النادي من كام يوم وشفته بيتكلم معاهم في هذا الموضوع إن جزم الكرة الست ستارز اللي هي الحديد دي اللي بتبقى مسكة في النجيلة في ظل الأجواء دي أو مع صعوبة هذه الأجواء وإحنا مش بتعودين إن نحن نلعب في هذه الأجواء المطرة الشديدة والكلام ده كله هتفرق كتير جدا 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 وخدوا بالكو بقى قد تكون هي عامل الحسم في هذه المبارا ليه؟ إن أنت لو رجلك مسكة على الأرض كويس هتقدر تعمل اللي أنت عايزه عايز تعدي حتعدي وواحد بيعدي منك هتقف قدامه مش هتتزحلق لو لعبت نادي الأهلي النهاردة وده اللي أنا عارفه إن هم مجهزين نفسهم تماما خلال هذه المباراة مجهزين نفسهم هتفرق كتير جدا 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 وجود جزم الكرة اللي هي الحديد اللي هي بتبقى مسكة فيه النجيلة بشكل مميز لأنها زي ما أنتوا عارفين طبعا جزم الكرة دي هي سلاح لاعب كرة القدم نتمنى يا رب إن شاء الله أن نحن النهاردة نشوف قمة تليق باسم الفريقين الكبيرين سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك ونتمنى إن شاء الله أن هذه القمة تقام في تمام الساعة السابعة اللي أنا بقول لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا حتى الآن وتطمينات من الناس اللي موجودة في برج العرب يقولون إن شاء الله المباراة هتتلعب في تمام الساعة السابعة نشيل بقى من دماغنا أن المباراة مش هتتلعب عايزين نشيل من دماغنا الموضوع بخالص ونركز بقى ما تنسوش بالمناسبة المسابقة اللي إحنا عاملينها النهاردة أو إن بارح نقولنا على حضراتكم المسابقة للفيديوهات وحضراتكم وإنتوا بتشجعوا النهاردة بعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة النادي الأهلي بعتلنا تشجيعاتكم على الصفحة وحنختار أفضل خمس تشجيعات حضراتكم عملتوها في البيت بقى في الكافية في أي حتة في أي مكان حضرتك موجود فيه بعتلنا الفيديوهات دي واحنا هنختار خمس فيديوهات ندي لهم لكل فيديو هندي تسكرتين للمباراة القادمة لنادي الأهلي في دور الثمانية في البطولة الأفريقية نادي الأهلي ضد نادي ساند داون مهم جداً نحنا نعرف أن المباراة دي مباراة صعبة ومباراة مهمة وأنا آسف أن أنا بأكرر هذا الكلام ولكن هي دي الحقيقة لازم أقولها لحضراتكم كل شوية مباراة مهمة ومباراة ديربي مباراة خاصة جداً ما بين الأهلي والزمالك ولكن خدوا بالحضراتكم من سيفوز بهذه المباراة مش معناها أنه هو فاز بالدوري العام ومن سيهزم أو يتعادل في هذه المباراة مش معناها أيضاً أن الدوري العام انتهى لا لسه في 11 مباراة ب33 نقطة أعتقد حكون لهم دور كبير جداً جداً في تحديد من هو بطل الدوري العام هذا الموسم كلها فرق صعبة وكلها فرق كلها مباراة صعبة خلال الفتر اللي جاي نتمنى إن شاء الله أن ندي الأهلي يستطيع أن يفوز في مباراة الكل الحقيقة متفائل الكل ينتظر أداء فني جيد من النادي الأهلي الكل ينتظر أداء جيد من الفريقين الحقيقة ونحن نشوف مباراة الكل ينتظر العالم العربي بالكامل ينتظر العالم العربي طبعاً وهنا في مصر الكل ينتظر من سيفوز في هذه المباراة والكل ينتظر المستوى الفني اللي حيظهر به سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك في هذه المباراة خلنا نروح نشوف الجرافيك اللي عندنا النهاردة في المباراة مباراة الأهلي والزمالك النهاردة 30 مارس 2019 السبت الزمالك سيولاكي أنادي الأهلي طبعاً الزمالك لأنه هو صاحب الملعب مباراة مؤجلة من الإسبوع 17 من الدور الأول أكثر اللاعبين مشاركة في القمة كالعادة نجم الكبير ده في الدوري فقط يعني لأنه هو حسام 37 بس هو 37 دوري وكاسو أفريقيا لكن 33 مباراة في الدوري فقط حسام عشور نجم الكبير حسام عشور كابتن النادي الأهلي 33 مباراة في الدوري فقط أهلي وزمالك أيضاً النجم الكبير كابتن عبدالواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك السابق لعب 27 مباراة قمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وكالعادة عشور يحطم كل الأرقام طبعاً موقف النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الزمالك في المركز الأول من 22 مباراة فاسف 16 تعادل في 5 هزم في مباراة له 50 هدف كأقوى خط هجوم عليه 20 هدف يملك من النقاط 53 نقطة أما النادي الأهلي في المركز الثاني ب22 مباراة فاسف 16 أيضاً تعادل في 3 مباراة هزم في 3 مباراة له من الأهداف 38 هدف عليه 15 هدف كأقوى خط دفاع ثم يملك من النقاط 51 نقطة هداف نادي الزمالك واحد من هدفين الدوري محمود علاء مدافع نادي الزمالك أما هداف النادي الأهلي المتقلق هذه الأيام مروان محسن نتمنى له كل التوفيق في مباراة اليوم يبقى النهاردة لو مروان لعب حيلعب هداف الأهلي حيلعب على هداف الزمالك طيب الجدول اللي احنا بنعمله لحضراتكم ده جدول مهم جداً بالمناسبة ده بيعرف قد ايه أو امتى نادي الأهلي بيجيب جوان وامتى بيخش في نادي الأهلي جوان نفس الكلام بالنسبة لنادي زمالك امتى بيجيب جوان وامتى بيخش في أهداف 38 هدف أحرزوا من نادي الأهلي في الدوري حتى هذه المباراة من الديئة واحد للديئة 15 في أول ربع ساعة نادي الأهلي غالباً ما بيحرز أربع أهداف أما في ربع ساعة الثانية من الشوت الأول بيحرز ست أهداف ثم تأتي الربع ساعة الأخيرة من الشوت الأول ست أهداف أيضاً أول ربع ساعة في الشوت الثاني خمس أهداف أما النصف ساعة الأخيرة تخيلوا حضراتكم أن النصف ساعة الأخيرة 17 هدف في النادي الأهلي 8 أهداف من الدقيقة 61 للدقيقة 75 وتسع أهداف من الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90 إذن تقريبا نص الأهداف اللي جابها النادي الأهلي أحرزها أو 17 أهداف أقل من النص شوية أحرزها في الدقائق الأخيرة أو في النص ساعة الأخيرة من عمر المباريات اللي لعيبها النادي الأهلي الـ 22 مباراة لعيبها النادي الأهلي طيب إمتى الأهداف برضو بتخش في النادي الأهلي فأول ربع ساعة هدف ثاني ربع ساعة في الشوت الأول هدف ثالث ربع ساعة في الشوت الأول أيضا هدف أما الشوت الثاني وهو الأكثر استقبالا للأهداف بالنسبة للنادي الأهلي أول ربع ساعة في الشوت الثاني ست أهداف ثاني ربع ساعة هدف وحيد آخر ربع ساعة في المباراة خمس أهداف إذن تأتي الربع ساعة الأولى من الشوت الثاني كأكثر استقبالة للأهداف بالنسبة للنادي الأهلي يبقى لازم ناخد بالنا دائما من الربع ساعة الأولى والربع ساعة الأخيرة إنه تم إحراز منهم 11 هدف من الـ 15 هدف اللي استقبلهم شباك النادي الأهلي خلينا بقى نروح لنادي الزمالك نادي الزمالك بقى أهدافه طبعا جايب 50 هدف كأقوى خط هجوم عدد الأهداف فأول ربع ساعة 7 أهداف ثاني ربع ساعة 7 أهداف ثالث ربع ساعة في الشوت الأول 9 أهداف أما بداية الشوت الثاني 9 أهداف ثم تأتي قوة نادي الزمالك في الربع ساعة القبل الأخيرة من الديئة 61 وحتى الديئة 5 و70 كرقم كبير جدا 10 أهداف ثم الربع ساعة الأخيرة 8 أهداف وبكده النص ساعة الأخيرة هي نقطة قوة نادي الزمالك وأيضا نقطة قوة النادي الأهلي 18 هدف لنادي الزمالك في آخر نص ساعة و 17 هدف في آخر ربع ساعة بالنسبة لنادي الزمالك طيب إمتى النادي الزمالك بيستقبل أهداف بقى لأ هتولي الفاتحة إمتى النادي الزمالك بيستقبل أهداف نادي الزمالك استقبل حتى الآن 20 هدف 20 هدف استقبلهم نادي الزمالك في 22 مباراة أو ربع ساعة نادي الزمالك دايما بيخش فيه أو دخل فيه هدفين من الـ 22 هدف ثاني ربع ساعة أربع أهداف ثالث ربع ساعة أو نهاية الشوت الأول تلت أهداف أما من الدقيقة 46 والدقيقة 60 تلت أهداف والربع ساعة القبل الأخيرة في المباراة اللي هي من الدقيقة 61 للدقيقة 75 لم يستطع أي فريق حتى الآن أن يحرز أهداف في نادي الزمالك ثم الربع ساعة الأخيرة ثمن أهداف من العشرين هدف أكتر برضو من التلت تقريبا أو يعني تقريبا تلت الأهداف اللي تم استقبالتها شباك نادي الزمالك تم إحرازها في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة إذن زي ما قلت لحضراتكم نقاط قوة واضحة جدا ونقاط ضعف واضحة جدا طيب المشكلة بقى اللي عندنا أو يعني نبارح تكلم معنا كابتن فتحي نصير وكابتن سامير عثمان أيضا هيكون معنا في الفقرة الثانية النهاردة نتكلم عن طاقم التحكيم وأنا الحياة مأجل كل كل كلامي عن طاقم التحكيم بغاية لما إن شاء الله كابتن سامير يجي ونتكلم معاه في هذا الموضوع حكام المباراة النهاردة ستيفن كوفاكس من رومانيا حكم مساعد ميهاي أوبيديو أرتن أيضا من رومانيا وفزان فلورن من رومانيا حكم رابع أونت ماريوس من رومانيا إذن طاقم تحكيم من رومانيا هناك بعض علامات الاستفاهام الموجودة على هذا الحكم أو على هذا الطاقم التحكيمي الحقيقة ولكن خلينا ما نتكلمش وخلينا ما نطولش في هذا الكلام لغاية لما يجي لنا الخبير التحكيمي وخبير اللي بيبقى دايما معنا نجم الكبير كابتن سامير عثمان نحن نتكلم معاه أكتر وأكتر عن طاقم التحكيمي خلينا نروح نشوف لو شريف شعبان جاهز يا جماعة ولا مش جاهز الحقيقة يعني برضو عايز أقول لحضراتكم المباراة دي بالنسبة لنا هنا في قناة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة خاصة وكل حاجة ولكن في النهاية هي مباراة بثلاثة نقاط نتمنىها يا رب كفوز أو بالفوز إن شاء الله للنادي الأهلي النجم الكبير حسام عشور الحقيقة واحد من أفضل وأهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي خلال من أول 2004 الحقيقة وحتى الآن واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي حتى الآن نيوم الكبير حسام عشور خلينا نطلع نشوف تقرير عن حسام عشور ونستقبل عندنا النهاردة تلت فقرات تلت فقرات فقرة الأولى هيكون معايا دكتور أحمد ثابت ودكتور أحمد ثابت هنتكلم معايا عن أرقام لعبي النادي الأهلي وأرقام لعبي نادي الزمالك وعلى المقارنات من وجهة نظره ما بين النادي الأهلي أو لعبي والنادي الأهلي واللعبي ونادي الزمالك ونشوف نقاط القوة الموجودة والضعف الموجودة في نادي الزمالك نطلع نشوف تقرير عن المصمار حسنا معنشور وبعد كده نستقبل الدكتور أحمد سيد هو واحد من أبرز لاعب القلعة الحمراء خلال الألفية الحديثة سطر اسمه بأحرف من الذهب في سجلات التألق الكروي ضمن كتيبة المارد الأحمر والتي هيمنت على البطولات الواحدة تلو الأخرى على المستوى المحلي والإفريقي كما تواجد مع الأهلي في جميع المشاركات في بطولة كأس العالم للأندية هو المصمار الأحمر حسام عشور قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الذي يستعد لزيادة أرقامه بين لاعب الأهلي للجيل الحالي كأكثر لاعب شارك مع الأهلي أمام الزمالك وذلك خلال القمة رقم 117 خضى 33 مباراة بالقميص الأحمر ضد الغريم التقليدي الزمالك يعتبر حسام عشور اللاعب الذي دائما ما يضرب به المثل في العطاء والانتماء لما قدمه من جهد مستمر لأكثر من 14 عاما حصد خلالها جميع أنواع البطولات مع النادي الأهلي ووصل عددها لأكثر من 33 لقبا يعتبر هو اللاعب الأهم في تشكيلة النادي الأهلي وهو أيضا أكثر لاعب شارك في المباريات خلال العقد الماضي يعد حسام عشور أصغر من حمل شارة الكابتن داخل القلعة الحمراء وذلك في مباراة الدور الثاني من موسم 2009-2010 أمام فريق اتحاد الشرطة وانتهت المباراة بفوز الآلي بأربعة لاثنين وذلك في بداية الشوط الثاني ومنذ أن تم تصايده للفريق الكروي الأول من قطاع الناشئين بناء على طلب من المدير الفني الأسبق مانو الجوزي حصد عشور 11 بطولة للدوري 9 بطولات للسوبر المحلي 5 بطولات للسوبر الإفريقي 5 بطولات لدوري أبطال إفريقيا 3 بطولات لكأس مصر لقب وحيد للكونفدرالية الإفريقية بكل تأكيد حسام عشور هو أحد عناصر القوة التي سيعتمد عليها مارتين لسارتي خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر شكرا نانسي قنقر 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 نانسي مهم نانسي قنقر 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 برج العرب نانسي قنقر 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 إذا جروس فكر أنه يغير من طريقته سيبقى في أصلحة الأهل إذا حب أنه يفاجئ النادي الأهلي بحاجة سيبقى في أصلحة النادي الأهلي لا، أنا أكلم عن التكلفات التشكيل هو كي إنما التكلفات اللي بيأخذها اللعب أنا أتوقع أن زيزو سيبقى عنده دور دفاعي أكثر منه دور هجوم ليه؟ لأن أنت دلوقتي ما تقدرش تطلب من أوباما وساسي أداء دفاعي علشان أنت عايز أنهم يلعبوا في التلت الهجوم يهجموك شوي زيزو المفاتيح في الأطراف مهمة قوي عند الزمالك لأن كهرابا وعبدالله جمعة ده مهم جدا أن هاني ورمضان أو أجاي الجابهة دي لازم تكون مقفولة كويس قوي لأن دي جابهة حتكون هجومية هنا بقى التكلفات إذا كان جروس هيدي تكليف لعبدالله جمعة يزيد أو لا هيدي حازم إمام تكليف يزيد أو لا هم عندهم الحتة دي لكن هل هيتقلهم يجموه ولا لا دي بترجع لي التكلفات المعادلة الصعبة في مواجهات الآلي والزمالك بتيجي دايما في التفاصيل الصغير يا أسلام وانت عارف بتيجي في جل مبكر بتيجي في طرد وهنا هنقف عند الحكم وأكيد كابسامير هتكلم عن الحتة دي لأن الحكم دي يعني سهل قوي بيطلع كروت وبالتالي النادي الآلي معروف ومشهور جدا عمدت تاريخنا أوروبا ساعة دي مهمة جدا للنادي الآلي إزاي بتستخلص كورة إزاي الفايتنج سبيرت بتبقى عالي قوي عند العيبة عشان تقدر تخلص الماتشي بادري بخلق فرص بإحراز أداف وبالتالي أنا شايفي النادي الآلي عنده فرصة في الأداء الهجومي على حساب الأداء الدفاعي لنادي الزمالك لأن أنت مطالب بطارق أنه يدافع كتير أو يعش كده هتلاقي زيزو بيدافع جنب الطريق حان هتلاقي كهرباء نقطة ضعفة في الأداء الدفاع ما بيدافعش كويس وبالتالي مهمة أوي أنك تلعب على المنطقة دي على عبدالله جمع في الحتة دي بالذات ويروح له لهاني ويروح له كمان أجيئ أو رمضان وبالتالي أنت عب تضغط باتنين على واحد كهرباء ضعيف في الأداء الدفاع وبالتالي المفاتيح عند النادي الآلي في الأداء الهجومي يا إسلام أنا شايف أنها متميزة جدا بشرط أن العيبة تكون هادية جدا عند أسلقف نفسها جدا تفصل ما بين أن وإنت معك الكرة إزاي هدوءك ده بيخليك تاخد قرارات سهلة وإنت معكش الكرة إزاي بتبقى الشارس جدا عشان تجيب الكرة ودي معادلة عند اللاعب إنه هو إزاي بيبقى نسبة تركيزه عالية جدا في الجيم من هو بيسخن من قبل اللقاء وبالتالي الجزء الأولاني لو خدنا سيناريوهات هتلاقي ما تقدرش تقف عند السيناريو واحد طول التسعين دي أفقالي الزمال مؤكد هيبقى فيه ضغط عليك شوية كان طبعا خمس سيناريوهات مؤكد طبعا مؤكد فأنت لسارتي المفروض إنه هو مذاكر نادي الزمال كويس مفروض إنه عارف نقاط قوة وضعفه كويس وبالتالي اللاعبة اللي موجودة ما عندهش مشكلة إنها تلعب قصاد الزمال حتى لو ناصر ماير قول ماشيلي ما عندهش مشكلة لأن ناصر خلاص بقى عنده صدقة بنفسه وهو عارف المسئولية اللي عنده إنه هو بقى كي بلاير جوه النادي الآل بيقدر إنه هو يتحرك بالعرض كويس كاميراته البينية مع تحركات أجاييه ورمضان ومروان السلاسي ده مهمة قوي إن التمرير اللي تطلع من رجله تبقى مظبوط أنا سعيد جدا عنده مفتاح لعب باعتبره أكبر مفتاح لعب هو معلول معلول أرقامه كلها مؤثرة جدا وبالتالي كل تمريراته اللازم بيقى فيها دقة اللازم اللعبة تخشله الثمانتاشر عشان ياخده العرضيات بتاعته هاني في دوره الهجومي مهمة قوي لأنه عنده قدرات هجومية تطور بشكل كبير وعنده القدرات دي إنه يقدر يفوت واحد على واحد بيقدر يطلع الكرة بالعرض مظبوط فأنا أعتقد إن الأداء الهجومي للنادي الآلم يتبقى بس دور السلية الهجومية هلا سارتي حيديله الحتة دي لأنها عنده عنده إزاي بيزين ولا المره دي الماتش ده ولا الماتش ده يديله آه هنا بقى هلا سارتي هو اللي بكلب دي الاستراتيجية للهجومي كابتن عادل على الجانب الأخر برضو نادي الزمالك نادي الزمالك محمود علاء هو واحد من أفضل المدافعين في الدور المصري واحد من المدافعين الهدفين كمان وحمد نقاز أيضا واحد من اللاعبين الجيدين جدا في نادي الزمالك وله دور كبير ومفتاح لعب كبير هل غيابهم النهاردة سيؤثر بشكل سلبي أولا على الناحية الدفاعية وبعد كده نبقى نتكلم على الناحية الدفاعية أول حاجة عايزة أبدأ بيها إن جرس ما مش بتعمل فجعاتي يمكن أعرفه جيدا يا كابتن زكريا يعني نمطي جدا حرك لعبت قدامه 3-4 مبارات لعبت قدامه كتير أنا عارف إنه هو حتى هو كان مسك الأهل السعودي كان عنده حتة النمطية النمطية حتى لما بيغاية العيب بالعيب بنفس الوظائف بنفس الشكل هو ما بيحبش يعمل مفاجآت لأنه هو بيعتمد على طولة البال شوية مبين في تشكيله يا عادل دايما تشكيله سابت دايما سابت وبيشتغل على طول البال شوية اللي هو الوقت اللي نادي الزمالك علشان كده بيقولك من الحاجات اللي أنا بنيت عليها استراتيجية إنك لازم تمسك فرجان الساسي لأنه جرس مش بتاع سيناريوهات كتير ودي أنا عرفه جيدا حتى تلاقيه في الكور السابتة كمان ما فيه سيناريو واثنين وثلاثة حتى الكور السابتة بتاعته بتتلاعب على العرضة البعيدة لما أحمد علاء لما كان بيبقى متواجد فأنا أقولك هيلعبها برضو النهاردة رغم إنه عنده أطوال قليلة لكن النهاردة نادي الزمالك الخطورة الكبيرة اللي تبقى في نادي الزمالك في الحتة بتاعت الكهرباء وأوباما وزيزو لما يعلّاه قدام هي دي مهمة جدا هتلاقي النهاردة الشغل في وسلملعب هتلاقي العدد قليل رغم إنه المفترض إنه العدد يبقى كتير في مطشط أهل وزمالك مطشط أهل وزمالك كنتوا عارفين كبات إنه قبتوها كتير يعني من أسهل المباريات اللي ممكن لعيب يلعبها ولن بتلاقي مساحات ثانياً بتلاقي أنت بتلعب وأنا بلعب أنا بقى في مساحة إحنا اللي اتنين عايزين نكسب مافيز زوندفنس بيتعامل أحياناً يتعامل في أوقات لما أنت جيب جون عامل زوندفنس شوية الفرقات تانية تزيد عليك لكن بتبقى شكلها أفضل الحاجة اللي عاوزة أرجع لها إحنا لو فاكرين من زمانة كابتن زكراوي ممكن إنت ممكن تفتكر الموضوع ده كان ودكوتي لما كابتن فاروج عفر كان أفوأ واحد في نادي الزمانة وطرق كان بيحصل ليه علشان يلغي حسام عشور معاشكبالة أكتر من مرة وأكتر من مباراة كمة حسام عشور معاشكبالة كان بيمسكوه وانت كابتن إسلام كنت موجود فهي الحتة النهاردة اللي عاز أقولك عليها الإطراف هيتبقى أفضل بص أفضل من أوراق للأهل والزمانك هيبقى من الترفين إذ كان هنا عبدالله جمعة وحزم إمام عندهم سرعات ولكن ناحية الدفاعي عندهم ضعيفة قوي ناحية التانية معلول ومحمد هاني فيه واحد عنده سرعات وبيلعب على الأمام وبيهاجم كويس قوي ومحمد هاني النطج اللي جاله غير عادي بقى ناضر غير عادي حتى لما بتبص محمد هاني يقدر يلعب سردباك كويس بيلعبها بيلعب في نص الملعب كويس يعني محمد هاني هتلاقيه النهاردة ومعلول بيهاجم هتلاقيه داخل سردباك الثالث النهاردة بقى التكلفات واضحة هي واضحة ومحمد هاني دايما من اللعيبة اللي يدي للمدرب الفكرة دي أني أنا لما يكون عندي باكين كويسين واحد بيهاجم كويس قوي زي علي معلول ومفتاح لعبة هايل فأنا أخليه يشتغل كتير قوي الجابعة التانية أقلله شوية في الحتة الهجومية وخليه صحة عكب تنسى وعارف الأمور دي يمكن أنت كنت بيتقامل عليك برضو مفتاح لعبة أحيانا وأحيانا كنت بتققف لما بيكون عندك الطرف الشمال سيد معوض مثلا كان هو اللي بيزيد فترات في المباراة أنت بتقفله خالص ولما أنت بتزيد سيد معوض أنا أفتكر أن النهاردة الصراع حيتحسم من الأطراف مهمة جدا وحيتك في الجانسة في الجانسة طيب تامر برضو كان سؤالي مهمة جدا محمود علاء وحمدي نقاز هيفرقوا دفاعيا الأول قبل ما هيفرقوا هجوميا ولا أنت شايف أن حازم قريب من النحية الدفاعية حازم إمام قريب من حمدي وهنا مين اللي عند مكانه محمد عبدالغاني قريب من محمود علاء طيب في البداية كمان عاوز أقول لنقطة كمان هضيف على كلام كابتن عادل اللي قاله مظبوط والراجل كمان لما كان مسك بتكلم على كريستان جروسا كابتن إسلام لما كان مسك شتونجرت في ألمانيا وتوتنم في إنجلترا راجل تقليدي يعني راجل ما بيخدش zero risk ما عندوش النهاردة مثلا محمود علاء في نسب إنه ما يقديش بنفس الكفاءة اللي بيقدي بيها من أول الموسم قعد مش هاخد risk إنك بعد ربع ساعة تلاقي إن مثلا عندك صداع أو مش شايف كويس فأخسر تغيير لا مش هلعب بيك فمن البداية حتى برضو زي ما كابتن عادل قال إن مثلا خسران أو متعادل وعاوز أكسب في مدربين إسلام ياخدوا رسك يعني أنت مثلا لعبت مع جوزيه جوزيه مثلا يبقى كسبان يوم منزل أنيسبوغ البان مثلا بالضبط أنيسبوغ البانيوم عامل زيادة عددية في نصف الملعب هو عاوز يكسب خلاص وعاوز يوصل للمكسب اللي هو عاوز يحققه فبيعمل زيادة عددية ويأمن عاوز يكسب مثلا أحيانا كان بيطلع وقل جمعة مهاجم لو تفتكر وتبدأ تشتغل على الطويل مرات قوليلة طبعا لكن بياخد الرسك ده اللي أنا أصلي عليه هو ما بياخدش رسك كبير ده بالنسبة لتشكيل ناديل الزمالك لكن محمود علاء وحمد النقاز مصبوط أولا حمد النقاز من وجهة نظر الشخصية إسلام سبب إصراره على حمد النقاز هو سبب تغييره بإبراهيم حسن بزيزه وهشرح لك الكلام ده على الشاشة نعم كابتن زكريا قال وكابتن عادل قال أن من وجهة نظر الشخصية كمان وبتفق فيها معهم نقطة قوة ناديل الزمالك في النواحي الهجومية هي هي نقطة ضعف ناديل الزمالك في النواحي الدفاعية الأطراف حمد النقاز عبدالله جمعة أقوية جدا في النواحي الهجومية وضعاف جدا في النواحي الدفاعية وبالتحديد حمد النقاز أضعف كمان من عبدالله جمعة في النواحي الدفاعية هشرح لك الموضوع ده على الشاشة وبقولك ليه كمان أكتر بس حمد شخي لعب النهار ده حازم اللي حي لعب أنا بشرح لك ليه حمد النقاز عشان أقولك ليه إبراهيم حسن بدأ يقعد إبراهيم حسن بدأ يقعد لأنه هو عوض حتة في الأول لو تفتكر في بداية الموسم كان شوية فتوح شوية بهاء مجدي لغاية لما يبدو أنه مش مقتنع بحد فيهم ووظف عبدالله جمعة اللي هو أصلا بلعب وينجر في الطرف اليمين بالرجل العكسية في قلب الملعب زي طريقة روبين أو أي لعيب أشول لغاية لما وظفه كباك لفت قدامه كهرباء زي ما كابتن زكريا قال ما بيجيتش قوي النواحي الدفاعية فبدأ يقف عبدالله جمعة الحتة الثانية اللي هو الطرف اليمين عمله صدوع شوية إبراهيم حسن ما بيجيتش النواحي الدفاعية اللي هو لعيب الإسماعيل السابق ما بيجيتش النواحي الدفاعية ووراه كمان حمدي النجاز ما بيجيتش النواحي الدفاعية وجهت نظر الشخصية عشان كده الرجل طلب التعاقد مع زيزو وأول لما زيزو جيه لو تفتكر الدور الأول أو الثاني قعد بس مطشينه وبعد كده أم على طول دفع بيهم ودي من المرات القليلة اللي عمل فيها كده جروس مصبوط وبأكد كلام كابتن زكريا موافقه وكابتن عادل طبعاً اللي حقنا في الأول إن اللي هلعب رقم عشرة هو أوباما أوباما مش هلعب على الطرف يعني زيزو وكهرباء سبتين وأوباما هو اللي رقم عشرة ما بينهم ووراه خالد بوطايب زيزو النهاردة هيكون عنده واجبات دفاعية وده سبب من أسباب الدفع بزيزو النقطة الأخيرة هرجع لها تانية إسلام عشان أدي لك الفرجاني ساسي من وجهة نظري برضو يا إسلام إن الفرجاني ساسي النهاردة لازم فيه اتنين هم اللي يتبادلوا الرقابة أو إن أنا أقرب منه باستمرار ما خلوش يطلع الكورة اللي هو مشهور بيها اللي هي الكورة الغير متوقعة للمنافس اللي هو النهاردة النادي الأهلي لازم أدايق عليه مساحة ما خلوش يلعب الكورة الغير متوقعة اللي بتعمل إزعاج للمدافعين بالتبادل ما بين ناصر وعمر السلية ليه لأن حسام عشور لازم يتفرغ ليوسف أوباما لازم باستمرار ليوسف أوباما مش الفرجاني لا أصلا هو حسام عشور يا إسلام هو الهولدنج ميتفيلدر اللي هو الرجل اللي واقف اللي هو بيبقى أول محطة دفاعية قدام سعد وقدام أيمن أشرف ده بيبقى حسام عشور اللي عنده حرية حركة بيروح بيكمل مع الهجمة وبيرجع لما الفرقة بتخسرها هو عمر السلية يعني بتتحول الأربعة واحد أربعة واحد الأربعة اللي وراء ولو فيه طرف منهم طبعا زايد يعني لكن حسام عشور بيقف واللي بيكمل معهم كان بيبقى كريم نيدفيد اللي غايب النهاردة للإيقاف وبيبقى ناصر مهر والوينجرز بتوعك سواء بيبقى جيرالدو أو حسين الشحات أو رمضان صبحي وآآ أجاية فالتنين اللي يتبادلوا النهاردة تديق المساحة شوية على فرجاني ساسي هو ناصر مهر أولا ثم بعد كده عمر السلية طيب هنرجع نتكلم عن كل هذا الكلام من الناحية الفنية والتشكيل الفريعي من الناحية الفنية ولكن نروح نشوف برضو ماذا يحدث في أرض الملعب مع زميلنا محمد قلبة الناقض الرياضي محمد برضو في الملعب وحيقول لنا ماذا يحدث في أرض الملعب محمد تفضل طبعا برحب بيك كده طبعا وكل جمهور الناد الأهلي اللي بيشاهدنا دلوقتي طبعا الأجواء هنا يمكن حماس فيها شوية بغد نظر عن أو على عكس برودة الجو اللعيبة براكترة جدا للدنيا هنا كل الناس في اهتمام طبعا إسلامي كبير جدا صحفيين ومصورين وأستاذ الإعلامين طبعا مجرات الأهلي والزمالك طبعا حضرتك عارف لسه كنا وقفين حتى دلوقتي في قدامه غرف لبس النادي الأهلي طبعا في حماس كبير جدا مع اللعيبة شفنا تعد سمير بيحفظ في زميله شفنا كل اللعيبة قبل ما تنزل الأرض الملعب مباشرة استعداد جد جدا تركيز شهيد جدا 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 يمكن سعد سمير يا كابتن كان بيقول اللعيبة يلا رجالة نركز من أول دقيقة لكم طبعا الكلام ده حضرتك تفهمه كواس جدا يا كابتن الإسلام حضرت طبعا إنت وضيوفك الكرام فإن شاء الله إن شاء الله الأمور تبقى مستقرة والمباراة تخرج لسلح الندر محمد الملعب تمام والدنيا تمام ما فيش أي أمور قد تعوق أي شيء خلال الفترة القادمة أو قبل المباراة يعني اللعيبة أكيد نزلة التسخين دلوقتي الساعة ستة ونص لا لا الأمور تمام يا كابتن إسلام الملعب يعني مش عاوز أقول كويس جدا لأن ده طبعا مش ده المستوى الملعب اللي نأمل إنه يتلاب عليه مباراة أهلي زبالك ولكن مقارنة بالإشعاعات اللي طلعت صبح الصور اللي تقالت لا هو جاهز لإستضافة المباراة نعم واللعيبة طبعا بشكل طبيعي جتسخن دلوقتي والأمور جيدة وطبعا تواجد طبعا ضعيف حتى الآن ما فيش يمكن حد خالص في المدرجات أعداد قليلة جدا لا تذكر متوقع طبعا زيادتها قبل بداية المباراة بلحظات نعم يعرفنا أن فيه طبعا بعض الدعوات من جانب نادي زمالك تم طبعا وتوزيعها نتمنى كابتن إسلام إن شاء الله إن شاء الله من حالة التركيز اللي احنا شفناها داخل غرف ملابس النادر أهلي تبقى في الملعب وبإذن الله نقدر نخلص المباراة بادري بإذن الله كل التوفيق لنادر أهلي محمد أنا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات والفريق نزل يسخن والدنيا ماشية الحمد لله والأمور ماشية بشكل جيد وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم برضو مرة تانية حقول لكم إن شاء الله المباراة فاضل أقل من أو هي نص ساعة بالزبط لتبدأ مباراة القمة 117 النادي الأهلي ونادي الزمالك كابتن زكريا النادي الأهلي بقى خلينا نروح شوية بالنحية الهجومية حسنا تتكلمني عن أن علي معلول وأن محمد هاني دول أو الناحية التانية عبدالله جمعة وحزم إمام وهم مفاتيح لعب نادي الزمالك أيضا علي معلول ومحمد هاني اتنين من مفاتيح اللعب القوية جدا جدا من نادي الأهلي ولكن في نفس الوقت كيف يمكن لعلي معلول ومحمد هاني أنهم يسندوا الناحية الهجومية نفس الكلام من الحتة دي هتفضل نفس الوقت يبقى فيه توازن طيب بص الدوافع نادي الأهلي أكبر كتير من الزمالك أن يفوز نعم الزمالك إذا تعادل أوكي ما عنده مشكلة إنما الأهلي مطالب أن يفوز ودي مسؤولية كبيرة قوي عند لسارتي واللعيب من هنا بتيجي في الأداءة الهجومي في نسبة المخاطرة أنت عايزت خطر إزاي وإمتى بأن توقيت المخاطرة مهمة قوي المخاطرة بمعنى أن أنت بتدي تكلفات بحرية للعيبة هي في الأصل واجبها الدفاعي زي المدافعين لما بتدي أداءة هجومي لمدافع بتدي له تكليف أكتر من اللي هو اللي المفروض يقدي لأنك تطلبه أنه يدافع الأول لما بتقوله لأ أنا كمان عايزك تهاجم وعايزك تاخد حرية وتتحرر وما تقلقش يبقى أنت هنا بتدي تكليفات ممثلة للعيبة حتسنده فأنت بتتكلم هنا على دور لما أنا قلت لك السولية دوره هيبقى عامل زي أنت قلت لي بس الماتش ده صحيح يبقى إذن هنا توقيت نسبة المخاطرة للسولية حتكون إزاي علشان هاني هو اللي يبقى متحرر وده المفروض أن أنت تبقى عمل حساب لده لأن أنت لما حتسيب هاني يتحرط أبو كهرباء وكهرباء مفتاح لها بمهم جدا وهو عايز المساحات يبقى مين اللي حيقفل على كهرباء أنت بتكلم على سعد سمير لازم يبقى قريب حسام عشور إزاي بقى يبقى واخد باله من فرجاني وفي نفس الوقت مغطي المساحة الفاضية دي يبقى إذن هنا السلاح الوحيد في رأيي للعيبة النهاردة هو الزكاء الزكاء طبعا إزاي أنت في الملعب زكي جدا في القرارات اللي بتاخدها ليه؟ لأنها بتبقى معادلة كبيرة أوي يا عادل وتامر المعادلة الصعبة أوي إنك إزاي تنفس تعليمات المدير الفني وإزاي أنت بتاخد قراراتك وإنت صاحب القرار وعندك حلول وعندك قدرات خاصة للعيبة عايزة تطلع إبداع عايزة تطلع ابتكار لأن الحسم هو في الإبداع والابتكار وبتالي المعادلة الصعبة دي اللعيب حينفذها إزاي بزكاء إنه ينفذ تعليمات مدير الفني في نفس الوقت أنا اللي بقى بقرار وإبداع وابتكار وده اللي كان الفارق فيه ده مش بس كده كمان إنت لازل تبقى زاكي في توزيع مجهودك لأن إنت غير الطاقة اللي حتنفذ بيا خصوصا أن أرقام النادي الأهلي لجوال وإنت قلت الإحصائيات لجوال في النص ساعة الأخيرة يبقى أنت محتاج هنا إنك تحتفظ بمجهودك يبقى أنت عايز تتعامل بزكاء حتى في معدل جارية يبقى إذن هنا بتعد اللعيبة إزاي واللعيبة بتعد النفسها إزاي إني أشتغل بتفكير بزكاء كرة محتاجة سبرينت فيها شك في السبرينت مش عامله عشان أوفر مجهودي وبالتالي كل لاعب نسبة تركيزه نسبة تكليفات اللي بيأخدها نسبة القرارات اللي هو بيأخدها لنفسه هي دي اللي بتحسم الحتة بتاعة إن العيب يطلع مين هيطلع ومين هيوقف ومين هيكمل ومين هيعمل طيب كابتن عادل برضو على نفس الطريقة وعلى نفس الملوات إن محمد الشناوي وعلي معلول وآيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني الرباعي ده موجود دايما هم دول اللي موجودين النحية التانية سواء حزن أو الوينش أو محمد عبدالغاني أو عبدالله جمع ومن وراهم محمود جنش فيه تغييرات تغييرين أو تغييرين هل التغييرات دي أنا سألت تتمل على الاثنين تحديدا لكن التغييرات دي هتؤثر بقى بشكل جماعي في الفريق كله ولا لأ النحية التانية النادي الأهلي التغيير الوحيد حسام عشور وضرف الطراري اللي هو عدم موجود كريم ندفت بثلاث انذارات فهل ده هيؤثر بشكل سلبي على النادي الزمالك ولا لا طب خلينا أخوص شوية تكتكيا في حتة الانتقال من مكان لمكان ما بين الفريقين بمعنى دلوقتي انت أحيانا بتبين للمدرب اللي قدامك ان انت بتهاجم بشراسة وانت بتدافع أصلا هو ده الزكاء ازاي وانت بتهاجم هتدافع هو يا دين ماتش النهاردة مباراتكو أهلي والزمالك النهاردة هتطمن في دي انك انت وانت بتهاجم ايه العمق الدفاع اللي انت شغال به المفاتيح الليعب اللي انت هتوقفه في العمق الدفاعي لفرقتك ونادي الزمالك أكيد هيعمل كده لكن التغيير اللي اتنين كتير قوي في خط واحد بالنسبة الناس الزمالك وتغيير بواحد المفترض محمود علاء من أفضل تقدر تقول المدافعين في الوقت الحالي في الدولة المصري يعني عداف بيجي بجوان كتير الحتة التانية النمط الجسماني بتاعه طويل انت ممكن النهاردة اشتغل على الحتة العرضية مع مروان محسن ويمكن انا كنت في اللحظة دي لما شفت التشكيل بتاع الاتنين السردباكات اللي هو الونشي ومحمود عبغاني كنت اتمنى وليد أزارو يبقى موجود في الملعب مش مروان محسن النهاردة اه تمنيت هاكتوا تتمنى العكس اه العكس في الوقت ده يعني لو كنا نا لو كان يعرف على فكرة هما المفترض ان خارجين من التسكين في الوقت الحالي لانه طيب ده لعب النادي الأهلي هم برضو نزلين يسخنوا لفي ملعب المباراة زي ما حضراتكم شايفين هما راجعين بقى دلوقت المسرور اه راجعين خلاص لاني دلوقت ده منذ قليل لكن اللي أنا عايزة أقول لك هنا بقى نتكلم على الحتة الدفاعية وهو النادي الأهل شغال الحتة الدفاعية والنادي الأهل شغال هو بيشتغل النادي الأهل بقى جيد ناصر ماهر رمضان صبحي مروان وبيبقى واحد من الاتنين عمر السلية أكيد حسام عشور هو اللي يبقى واقف تمام واحد طرف من الطرفين التشكيلة هتبقى فيه رباع للنادي الأهل في الحتة الدفاعية في الوقت اللي هو بيهاجم اللي هو أيمن أشرف سعد سمير وهيبقى محمد هاني هتلعب ثلاثة فلات في الوقت اللي انت فيه بتهاجم وما قدامه محسام عشور أنا متأكد تماما أن ده اللي هيحصل لو محمد هاني اللي بيهاجم هيخش علي معلول هيبقى ثلاثة فلاته قدامه محسام عشور وتتقلب الثلاثة أربعة هي بتتقلب كده دايما عشان كده بقولك أنه التغير في نادي الزمالكة يبقى أقل منك أنت عندك مرونة تكتيكية أعلى من نادي الزمالك نادي الزمالك الناحية الدفاعية بتاعته ما فيهاش أي مرونة تكتيكية مش حتة التلاتة ما بيقفوش يعني حازم إمام وعبد الله جمعة حتة التغطية العكسية لا يجدوهاش كويس يمكن بيجدو السرعات لقدام علشان كده يبقى النادي الأهل عنده تفوق في العمق الدفاعي تعالى أكلمك على العمق الهجومي للنادي الأهلي النادي الأهلي العمق الهجومي بتاعه اللي مركزي نتكلم عن نادي الأهلي عجبني جدا اللقطات اللي قدامنا دي لأنها لقطات مهمة جدا أدي إيه اللي عاية بتتكلم أدي إيه مركزة في المباراة أدي إيه بيتكلموا عن بص عد سبيل بيتكلموا بيتناقشوا مع بعض عن المباراة واضح طبعا مش هيتكلموا في حاجة يعني أكيد بيتكلموا عن المباراة فاللقطات دي مهمة جدا وتوضح الإصرار على لعبة النادي الأهلي في المباراة دي تحديدا وعارفين أدي إيه المسئولية الملقاة على عاتقهم في هذه المباراة الحاجة المهمة اللي هي في تكتيك الهجوم للنادي الأهلي اللي مركزية اللي احنا اتكلمنا عنه بتاعة أشيو ناصر مهر ورمضان صبح ومروان محسن يمكن مروان محسن يبقى ثابت ورمضان هيبقى تعرف طرف من الطرفين الرمضان الطرف اللي أنا متخيله أنه هيجيت في النهاردة الطرف الشمال مع حازم إمام ليه؟ لأن رمضان صبح فيه علاقة ما بينه وما بين حازم إمام فآخر مباراة لعبة قدام بعض كان فيه تفضل ملحوظ لرمضان فهتحس أن هي فيه حتة النهاردة يمكن رمضان هيبقى نازل كعبو علي على حازم إمام الحاجة الثانية المهمة ناصر مهر هتلاقيه في ناحية اليمين رغم أن ناصر بلعب في بوسط هتلاقيه في ناحية اليمين كتير قوي عن أجاية لأن أجاية هيبقى جاي من وراء مروان لأن مروان النهاردة هيشتغل على تقريب السردباكين اللي هو الوينش وعبدالغني لازم هيدمهم على بعض علشان أجاية من الفضاء في الحتة الفضية في الجاري في الحتة الفضية حتى ناصر مهر يمكن النادي الأهل النهاردة إن شاء الله أول أهداف ممكن يحرزها من ناصر مهر في الحتة أو أجاية في الحتة الفضية اللي ما بين عبدالغني وهي دي أنا متخيل أن ده ضعف نادي الزمالك ضعف الكبير في نادي الزمالك اللي هو ما وراء فرجان الساسي وطرق حامل اللاعب اللي بيلعب وراهم في الخصم اللي هو متمثل النهاردة ناصر مهر أو أجاية ولكن في الآخر أهم حاجة النهاردة في المباراة توزيع الجوز زي ما قلت يا كابتن ذاكريك لا والوقت في التكتيك يعني أول عشر دقائق هعمل ايه؟ ما جبتش جون حولها ازاي؟ ممكن أمتص حماسهم ازاي؟ في عشر دقائق في تلت ساعة في عشر دقائق تاني استراتيجيات أنت بتكون ممرن عليها فترات طويلة قوي قبل المباراة فأكيد النهاردة اللي صارتي عامل السيناريو دا والحتة بتاعة الأهداف في آخر المباراة مباراة القمة بالذات الأهداف لما بيبقى سفر سفر المباراة بتتلعب واحد سفر بس لكن لو جيه هدف مبكر بتبقى مباراة شيطة شوف يا عادل في ماتشات زي دي بيبقى مطلوب قوي أن كل لاعب يستغل القدرات بتاعته يعني أنا النهاردة نزلت رمضان عشان وان في وان واحد على واحد لازم أخده واروح حتى لو مجاتش الأولانية أروح بالتانية المجرد ما رمضان بيقدر يعمل دي علشان كده غير النجاز بحزم إمام علشان السرعة روح روح نفس ده علشان عارف يا كبه نتكريه علشان الحاجة الأهم الترن بتاع النجاز يعني رمضان بيعمل كده طوله ممكن ما يردش بسرعة حزم إمام الي يقدر يرد الرمضان بسرعة علشان كده هو لاعب حزم إمام الجزء الأخير هو دور ناصر ماهر وده دور محواري جدا يا إسلام إن ناصر النهاردة على العب كبير قوي إنه هو كي بلاير هو عقل مفكر إزاي بتحرك بالعرض مع الكورة إزاي تمراته تكون فيها دقة لما جي أعمل تمريرة بينية لمعلوم لازم تبقى دقيقة جدا ما تبقاش فيها قوة زيادة التزديد على المارب هو بيسدد كويس أوي من برها التمنتاشر يبقى إذا كل لاعب عنده قدرات خاصة لازم ينفذها في مرشي زي ده ما يبقاش ألآن أوي إن كورة ضيئة ما يبقاش ألآن أوي إنها تطلع منه غلط لا لازم ياخد رزق المخاطرة في القرارات الشخصية بتاعها تمام هنطلع نشوف تقرير دلوقتي عن المباراة وبعد هذا التقرير حبقى مع حضراتكم أنا وتامر على الشاشة في بعض الأمور عايز نشرحها جابت التامر بدوي من خلال الشاشة عشان حضراتكم تعرفوا أهم نقاط الضعفة اللي موجودة في نادي زي مالك نطلع نشوف نقاط أو نطلع نشوف تقرير عن المباراة ونرجع نكمل مع ضيوفنا الكبار تتجه أنظار جماهير وعشاق الخطبين الأهلي والزمالك عند سابعتي مساء اليوم السبت صوبار ضمن عبستاد برج العرب الأسكندرية لمتابعة المواجهة المرتقبة والمواجلة من الجولة السابعة عشر للدور الممتاز يدخل الزمالك صاحب الأرض المواجهة على قمة المسابقة وله 53 نقطة في مئات النادي الأهلي حامل لقب المركز الثاني وفي جعبته 51 نقطة تعد المواجهة بمثابة 6 نقاط كاملة حيث أن الفائز سيضيف 3 نقاط لرصيده وسيحرم المنافسة من مثلها كما يخض المباراة تحكميا الروماني ستيفان كوفاكس يعوينه كل من ميهان وفيديو أرتين أفاز فلوران مارينيسكو وأوتين ماريوس أفرام سادت حالة من التفاؤل داخل المعسكر الأحمر بعد ظهور عمر سولية بمستوى متميز خلال الميران الأخير وتقلصه من آلام الركبة التي سببها الرشح الذي تعرض له في مباراة المنتخب أمام النيجر فضلا عن ظهور أحمد فتحي بمستوى متميز رغم عدم مشاركته في الفترة الأخيرة خصوصا أن مارتي الأسارتي المدير الفني للأهلي يعاول على لاعب الكثير لحل أزمة وسط الملعب التي تعاني نفسا عدديا بسبب غياب كريم ندفد للإيقاف وإصابة شام محمد وحمدي فتحي ياتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه مديرية أمم الأسكندرية إجراءات مشددة لتأمين المواجهة وضمان الالتزام بحضور ثلاثين مشجعا فقط من كل ناد وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة من جانبه شدد محمد يوسف المدير بالعام للفريق على صعوبة المواجهة للفريقين نظرا لتشابه الدوافع حيث يسعى كل فريق لتأكيد عقيته باعتلاء الصدارة شدد يوسف على قدرة لعبيه على حسم المواجهة لصالحهم نظرا للخبرات التي يتمتعون بها في التعامل مع مثل هذه المباريات فضل عن الحالة المعنوية العالية التي عليها اللاعبون بسبب سلسلة الانتصارات والتي قاموا بتحقيقها خلال الفترة الأخيرة سواء في الدور العام أو البطولة الإفريقية أضاف المدرب العام للفريق أن الفريق الأكثر هدوءا خلال المواجهة هو الذي سيحسن اللقاء لصالحه فاتمنى المدرب العام ظهور لعبيه بمستوى متميز يعبر عن مستواهم الحقيقي على الجانب الآخر شهد المعسكر الأبيض ارتفاع المعنويات بعد تأكدي جاهزية ثنائي الطارق حامد ومحمود علال المشاركة في المواجهة وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخبة الودية الأخيرة أمام ناجيريا خصوصا الناثنائي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها سويسري كريستيان جروز المدير الفني للفريق بالإضافة إلى تألق التونسي فرجان ساسي الذي يعد بمثابة محور أداء الفريق ترجمة نانسي قنقر اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين في الوقت نحن نتكلم على نقاط الضعف الموجودة في نادي الزمالك طبعا كابتة تامر بدأ ويمحضر لنا بعض النقاط الخاصة بنقاط الضعف الموجودة في نادي الزمالك في القمة 117 أهل وزمالك تامر خلينا نبدأ بأهم نقاط الضعف الموجودة داخل نادي الزمالك زي ما قلنا كابتن إسلام من وجهة نظر الشخصية أهم نقاط قوة في نادي الزمالك هي نفس النقاط الضعف عند نادي الزمالك هي نقاط القوة في النواحي الهجومية أما هي برضو في النواحي الدفاعية هي بتتحول إلى بعض المشاكل اللي بيعاني منها نادي الزمالك والتسلسل طبعا ما معناش الحقوق أن أرضى فيديو بس هنأرضى في صورة صور متحركة بتشرح لك الجول المتكرر اللي بيجي في نادي الزمالك سواء من ضربات راس أو كرات عرضية على الأرض جيبنا حالتين من الطرف اليمين وحالتين من الطرف الشمال في ثلاث بطولات مختلفة يا كابتن إسلام دي في مباراة الدور الأول ما بين الالتحاد السكندري في الخرصة بخمسة واحد لنادي الزمالك هتلاقي أن التسلسل الطبيعي أو في الحالة الهجمة المرتدة حمد النجاز كان فيه الحالة الهجومية أو الباكرايت بتاع نادي الزمالك دايما فيه الحالة الهجومية هتلاقي أن التلاتة التانيين عادي تمركز عادي جداً سنتر باكين محمود علاء وأعتقد ده كان الوينش والباكليفت كان أعتقد فتوح فيه المباراة دي لما الهجمة عملت هتلاقي أن خالد الغندور اتحرك كويس جداً ده خالد الغندور يا كابتن إسلام هتلاقي اتحرك كويس جداً فيه المساحة الفاضية اللي غايب فيها تماماً حمد النجاز اللي كانت مشغول بالنواب يقوم بالحالة الهجومية هنا بقى أول خلل بيحصل لما بيطلع سنتر باك برا يغطي التمركز الغلط بتاعه من وجهة نظري الشخصية أنا كنت بلعب سنتر باك في الحتة دي كنا دايماً نتعود إن السنتر باك فأدي الحدود تطلع برا مصبوط هتلاقي أن خالد الغندور كل ده حمدي النجازي أسلام لسه مش في الصورة خالص هتلاقي أن خالد الغندور معهوش أي ضغط وعلى محمود علاء خايف يطلع يقابله برا عشان العمق ما يتضربش خالد الغندور هيوصل وهيلم الكرة هيجيبها على رجله اليمين كل ده لسه الباك رايت مرجعش مرجعش عمل الكروس كان خالد أمر قاطع من ظهر من عنده نقطة البنالتي لو رجله بينا من هنا من قدام أعتقد الوينش أو زي ما قلنا كان عبدالغاني لأن ده محمود علاء اتعملت الكرة العرضية من خالد الغندور هارجع للفريم اللي فات ده معلش يا سامير المسافة حوالي أربع خمس خطوات تسمح له أنه يعمل عرضية زي ما بنقول كده متقونة وتطلع مصبوطة نموذجية عنده نقطة البنالتي خالد أمر قاطع وحط منها هدف الاتحاد اللي انت هتشوفه ده خالد أمر وكان قاطع وحطاه على شمال جنش لكن هدف الاتحاد سبحان الله الاتحاد السكندري برضو جاب جول في البطولة العربية لما الزمالك كسب في الزهاب في برج العرب الاتحاد رجع كسب واحد في بيترو سبورت ووصلت ضربات جزائق هتلاقي أن هدف إيمانويل بناهيني برضو من الطرف طيب ده حالتين الطرف اليمين عشان يقولنا حالتين في الطرف اليمين وحالتين في الطرف الشمال ده دي مباراة سموحة اللي خلصت واحد واحد هدف متكرر copy paste يا إسلام زي ما انت شفته بخالد أمر المرة دي مع حسام حسن كرة كانت قوت تمركز رائع من لعبة نادي الزمالك اللي راجع هنا الراجل الحمد النجازة بيغطي أعتقد ده كان إبراهيم حسن مظبوط علشان الراجل لو فات منه يبقى فيه واحد يغطي سنت مش شايف أن هنا فيه كابتن زكريا كابتن عادل مش فيه مسافة كبيرة جدا ما بين يعني فيه مسافة هنا واسعة جدا ما بين الاتنين لعبة دول والاتنين لعبة دول هي ممكن بس هي قوت يا كابتن إسلام بس ده جوة 18 وده تعال علي يا شوية تمر ده جوة 18 وده برة 18 مسافة بعيدة جدا وكبيرة جدا وهذه النقطة اللي بنتكلم فيها دايما لكن الأهم بقى بالنسبة لي يا كابتن إسلام لما القوت يتلعب عاوزك تبص التخازن الشوية اللي عند حمد النجاز وضعف النواحي الدفاعية عنده في المرواح أنه يروح على الراجل قبل ما يعمل الكروس المسافة قد إيه تسمح للرجل أن يعمل الكروس وهو مستريح بلغة الكورة ده أول فريم الكورة كانت قوت ده بسابتة سهل جدا أن أنت تعمل ماركين أو رقابة مصبوط هبدأ أمشى يا سامير قدي أول فريم تاني فريم الراجل نزل واستلم لتحت رجع لورا بص حمد النجاز وعاوزك بص في الفريم اللي بعده هيبقى المسافة قد إيه لازم بقى فيه زي مرور حمية فوزيشن غلط يا تامر من الأول زي ما إسلام قال فوزيشن النجاز مش محتاج يعمل تغطية في الأوت لأن مؤكد ألف المائة هيرضاء له تاني يرجع لورا وبالتالي المساحة لإسلام مشاور عليها المفروض أن النجاز يبقى مش وراء إبراهيم المفروض يبقى شماله علشان مؤكد أن الرمل أوت هيرجع تاني لتاح وبعدين فيه فيه نقطة أهم من دي أنا اللي عطار في ما عنديش مشكلة فيها ممكن نعمل كروس المشكلة ببص انت جوة 18 حسام حسن والاتنين اللي عايبة بلاد الزمان مش ماسك منتومان بص يا كبتل إسلام بص عرق في دي إسلام حسن بص يا كبتل إسلام أنا ما يهمنيش أنا ما يهمنيش الخطأ الأول أنا يهمني الخطأ التاني اللي جاب من الجوة اللي هو المؤثر أنت فيه أماكن في الملعب تقدر تصلح غلطك فيها بسرعة زي الخطأ الأولاني لأن الخطأ التاني الأصعب اللي كل لعبة مصر مش نادي الزمالك بس اللي لما الكروس بيترفعها كل اللاعبة بيتفرجوا على الكرة الكرة ونسين اللاعب المفترض عينك بتبقى مع اللاعب والكرة علشان المساحة وكمان تعد المسافة ما بينك وما بين اللاعب عشان الكروس لما ييجي أنت هتقطع قبله لو فيه ثلاثة متر يجب أن يكون فيه اثنين متر أنت ليك أسرع كمدافع سكان أمامي أو خلفي تمام برضو هنا بنتكلم خلي بالك أتابعنا هنتكلم عن حمد النقاز ومحمود علاء والتنين من اللاعبين الأساسيين ومش موجودين النهاردة كمان يعني وبالتالي هي نفس الوظائف حزب إمام ومحمد عبدالغان مصبوط الفريم التالت كابتن إسلام أنا جايبه لك من فوق شوية برضو الراجل هيبدأ يستلم وهيعمل الكروس ومفيش حمد النقاز برضو مش قادر يضغط عليه عشان يحرمه من أنه يعمل العرضية وفيه همشي بقى بالفريم اللي بعد كده كان في اللحظة دي قبل ما همشي معلش في الصورة دي هرجع لي يا سامير حسام حسن بدأ يتحرك في المسافة اللي كبتن زكريا طلبها النهاردة من مروان بدأ ده محمود علاء اللي واقف قدام جنش حسام حسن هيقطع ويسرق العبدالغاني أو الوينش مش واضح من عندي من هنا وهيتحرك في المسافة ما بين السنتر باكان هبدأ أمشي الكروس هتعمل هو بدأ ينقض ده طبعا هنا جايب من الحركة والسنتر باك بتاع الزمالك اللي قريب منه لسه جاي من السبات فدي طبعا الأفضلية بتكون للمهاجم الكابي بيست من جول خالد أمر اتعملت العرضية عند نقطة الجزاء حسن حسن بيرتقي وبيحطها برضو في نفس الزاوية اللي هي شمال هي دي برافا سامير هي دي بص يا إسلام المسافة ما بين حمدي النجاز وما بين الراجل لدرجة إنه أكبرت إن طريق حامد اللي عند بوزة 18 أو فرجاني ساسي آه ده طريق حامد لأنه فرجاني ساسي هو اللي كان بيربط إيده يبقى طريق حامد هو اللي قرب إنه يقفل الكروس اللي هيجي من الحتة اليمين وبالتالي ده دي المشكلة نادي الزمالك ناحية الشمال وهي هي تقريبا ناحية اليمين بسرعة جدا طبعا الحالة الأبرز هي كانت مباراة بيترو أتلاتكو اللي كانت في الكاهرة الراجل لف طيب ده هدف الاتحاد السكندري الراجل بيتحرك في ظهر عبدالله جمعة ده هدف البوتولة العربية الاتحاد السكندري اتعاملت في ظهر عبدالله جمعة بسرعة سامير بنائم بسرعة عشان الوقت بس سبيل هيتحرك مع عبدالله جمعة سبقه لفه عمل ترن بي بقى وشه للقوت وعشان يعمل الكروس برجله الشمال بيلف الجوه اسلام هبدأ ساميره عرض الحالة يدف ورجع بعبدالله جمعة ونفس الكنازة يا كابتن عادل لكابتن زكريا واحد واقف أو اتنين واقف يبص على ولي كابتن زكريا برضو بيطلب بيها ان دايما هتلاقي ايه منويل بناهيني لو رجعنا الفريم اللي قبل ده معلش بسرعة سامير هتلاقي اتحرك ما بين محمود علاء برضو وما بين عبدالغاني او السنتر بكلمة هو المانتومان جوه التمنتاشر ده واضح جدا واضح جدا ان احنا ويقول بيترو اتلتكو ممكن ساميري عرضه نفس الكلام علشان احنا كده بنوصل لشيء يا كابتن زكريا لكابتن عادل ان احنا الموضوع كله بيتلخص في حاجتين ان احنا بنتكلم عن ان ما فيش مانتومان زي ما حضرتك بتقوله في نفس الوقت هناك مساحات واسعة يا كابتن زكريا وده يتطلب زكاء كلمة اللي انا قلتها زكاء العيب فيه التحرك فيه القرار اللي بياخده بيتطلب السبيرت العالي قوي لان انت ممكن تاخد قرار بس من غير السبيرت والاهل معروف ومشهور عنه الروح القتالية وروح الفنان الحمرة لازم تكون موجودة وتبان في التسخين مش بس في المباراة وبالتالي الزكاء والروح القتالية ومعدل الجاري وانتخاذ القرارات السليمة في التوقيت السليم اعتقد ده بيحسن المدشي لنا دي خيرا يا كابتن عادل في كلمتين تقدر تقول من سيفوز في هذه المباراة وكيف سيفوز سريعا جدا لا يعني انا شايف ان فرصة الاهلي اعلى عشان حتة الهجومية عنده افضل كتير قوي والناد الزمالي الغايب من عنده خط الدفاع غايب اتنين لعيبة ودي مهمة جدا للناد الآلي ان شاء الله اتمنى طبعا ان الناد الآلي يفوز بالمباراة واتمنى ان الناد الآلي يستغل المناطق الضعف الدفاعية في ناس الزمالك اللي هو البينية اللي مبين المدهية التبينت يعني اه اللي هي مبين الطرف الشمال اللي هو الباكلفت والصفixon ناحية الشمال والناحية اليمين لان هي دي اضعف حتة في ناد الزمالك الحاجات الامامية وعندنا ناصر مهر عنده قدرات عالية وعندنا اجياء عنده قدرات عالية ورمضان ممكن تمام احتياطي النادي الاهلي بسم الله ومشاء الله علي لطفة احمد فتح جيرالدو حسن الشحات صلى الجمعة ياسر ابراهيم الزمالك عماد السيد محمد عبد السلام بهاء مجدي محمود عبد العزيز ايمان حفني حميد احداد عمر السعيد اعتقد ان احتياطي النادي الاهلي تقيل بالتأكيد وكنت اتمنى ان جيرالدو يشارك من البداية اللي شايف انه هي بقى ورقة رفحة جدا للنادي الاهلي ويقدر يسبب ازعاج كبير جدا الاطراف نادي الزمالك طرف الشمال طبعا لنادي الزمالك اللي بيلع فيه طرف اليمين جيرالدو كابتال زكريات توقع بيه ان هذا سريع انجل لا اعنا كل ثقة في النادي الاهلي ومتوقع الفوز للنادي الاهلي ومعنديش بإذن الله بشروط شروط زي ما قلنا زي ما قلنا الشروط اللي هي بتدي الافضلية للنادي الاهلي انا اتفاجئت بس بان ازارو وصلاح محسن مش موجودين في الاحتياطي يعني معنى كده معنى كده ان مروان لوحده لا ازارو موجود ازارو موجود مش بكتوب الاحتياطي بالبدلاء اه السابع ازارو يبقى اوكي خلاص يبقى تمام بقى ان مكتوب ستة اه تمام اذا ان شاء الله تبقى قمة تليق بالجميع في هذه المباراة مباراة مهمة جدا 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 للنادي الاهلي وايضا لنادي الزمالك نتمنها قمة تليق باسم مصر اولا ثم اسم الناديين الكبيرين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك كل الظروف اللي اتكلمنا عنها وكل تحليلات الفنية اللي اتكلموا علىها نجومنا الكبار في الاستوديو النهاردة ان شاء الله هنشوفها بقى في الساعة ونص القادمة نتمنى يا رب ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراة وما تنسوش اول ما اتفرجوا على المباراة تخلصوا المباراة تقولنا على طول عندنا اشياء حصرية جدا جدا على قناة النادي الاهلي هنسيب حضراتكم دلوقتي تروحوا تتفرجوا على المباراة وتابعوها مباراة مباشرة هنرجع لحضراتكم مع نجومنا الكبار كابتن زكريا ناصف كابتن عادل عبد الرحمن كابتن تامر بدوي هنستنى حضراتكم بعد المباراة اشتركوا في القناة